حدثنا أبو توبة حدثنا معاوية يعني ابن سلام عن زيد يعني ابن سلام أنه سمع أبا سلام قال حدثني السلولي أبو كبشة أنه حدثه سهل بن الحنظلية أنهم ساروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنيل فأطنب السير حتى كانت عشية فحضرت الصلاة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل ثارث فقال يا رسول الله إني امطلقت بين أيديكم حتى طلعت جبل كذا وكذا فإذا أنا بهوازن على بكرة آبائهم بضعونهم ونعمهم وشاءهم اجتمعوا إلى حنين فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال تلك غنيمة المسلمين غدا إن شاء الله ثم قال من يحرثنا الليلة قال أنا سبن أبي مرسد الغنوي أنا يا رسول الله قال فركب فركب فرثا له فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم استقبل هذا الشعب حتى تكون في أعلى ولا نغرن من قبلك الليلة فلما أصبحنا خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مصلاة فركع ركعتين ثم قال هل أحسستم فارثكم قالوا يا رسول الله ما أحسستناه فثوب بصلاة فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يلتفت إلى الشعب حتى إذا قضى صلاته وسلم قال أبشروا فقد جاءكم فارثكم فجعلنا ننظر إلى خدال الشجر في الشعب فإذا هو قد جاء حتى وقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم فقال إني انطلقت حتى كنت في أعلى هذا الشعب حيث أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما أصبحت اطلعت الشعبين كليهما فنغرت فلم قرأ أحدا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل نزلت الليلة قال لا إلا مصليا أو قاضيا حاجة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أوجبت فلا عليك أن لا تعمل بعدها حدثنا عبد بن سليمان المروزي أخبرنا ابن المبارك أخبرنا وخيب يعني ابن الورب أخبرني عمر بن محمد بن المنكدر عن ثمي عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من نفاع حدثنا عمر بن عثمان وقرأته على يزيد بن عبد ربه الجرجسي قالا حدثنا الوليد بن مسلم عن يحيى بن الحارف عن الخاسم أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة على النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يغزو أو يجهز غازيا أو يخلف غازيا في أهله بخير أصابه الله بقارعة قال يزيد بن عبد ربه في حديثه قبل يوم القيامة حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن حميد عن أنث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جاهد المشركين بأموالكم وأنفسكم وألفنتكم حدثنا أحمد بن محمد المروزي حدثني علي بن الحسين عن أبيه عن يزيد النحوي عن أكرمه عن ابن عباس قال إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما وما كان لأهل المدينة إلى قوله يعملون نتخصها الآية التي تريها وما كان المؤمنون لينفروا كافة حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا زيد بن الحباب عن عبد المؤمن بن خالد الحنفي حدثني نجدة بن نفيع قال سألت بن عباس عن هذه الآية إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما قال فأمسك عنهم المطر وكان عذابهم حدثنا سعيد بن منصور حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبيه عن خارجة بن زيد عن زيد بن ثابت قال كنت إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم فغشيته السكينة فوقعت تخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم على تخذي فما وجدت ثقل شيء أسقل من تخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم سري عنه فقال أكتبت فكتبت في كتف لا يستوي القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله إلى آخر الأهل فقام ابن أم مكتوم وكان رجلا أعمى لما سمع قضيلة المجاهدين فقال يا رسول الله فكيف بمن لا يستطيع الجهاد من المؤمنين فلما قضى كلامه غشيت رسول الله صلى الله عليه وسلم السكينة فوقعت تخذه على تخذي ووجدت من ثقلها في المرة الثانية كما وجدت في المرة الأولى ثم سري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اقرأ يا زيد فقرأ لا يستوي القاعدون من المؤمنين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غير أولي الضرر الآية كلها قال زيد فأنزلها الله وحدها فألحقتها والذي نستي بيده لكأني أنظر إلى ملحقها عند صدع في كثير حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن حميد عن موسى بن أمت بن محل عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لقد تركتم بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا أنفقتم من نفقة ولا قطعتم من واب إلا وهم معكم فيه قالوا يا رسول الله وكيف يكونون معنا وهم بالمدينة فقال حبثهم العلو حدثنا عبد الله بن عمر بن أبي الحجاج أبو معمر حدثنا عبد الوارد حدثنا الحسين حدثني يحيا حدثني أبو سلم حدثني بسر بن سعيد حدثني زيد بن خالد الجهني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزى ومن خلفه في أهله بخير فقد غزى حدثنا سعيد بن منصور أخبرنا ابن وهو أخبرني عمر بن الحارف عن يزيد بن أبي حبيب عن يزيد بن أبي سعيد مولى المهري عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى بني لحيان وقال ليخرج من كل رجلين رجل ثم قال للقاعد أيكم خلف الخارج في أهله وماله بخير كان له مثل نصف أجر الخارج حدثنا عبد الله بن الجراح عن عبد الله بن يزيد عن موسى بن علي بن رفاح عن أبيه عن عبد العزيز بن مروان قال سمعت أبا هغيرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول شر ما في رجل شح حالع وجب قال حدثنا أحمد بن عمر بن السرح حدثنا ابن وهب عن حيوة بن شريح وابن ذيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن أسلم أبي عمران قال فذونا من المدينة نريد القسطنطينية وعلى الجماعة عبد الرحمن بن خالد بن الوليد والروم ملتقو ظهورهم بحائط المدينة فحمل رجل على العدو فقال مه 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 لا إله إلا الله يلقي بيده إلى التهلك فقال أبو أيوم إنما نزلت هذه الآية فينا معشر الأنصار لما نصر الله نبيه وأظهر الإسلام قلنا هلما نقيم في أموالنا ونطبحها فأنزل الله تعالى وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلك فالإلقاء بالأيدي إلى التهلك أن نقيم في أموالنا ونصبحها وندع الجهاد قال أبو عمران فلم يزل أبو أيوب يجاهد في سبيل الله حتى يفن للقسطنطينية حدثنا سعيد بن منصور حدثنا عبد الله بن المبارك حدثني عبد الرحمن بن يزيد بن جابر حدثني أبو سلام عن خالد بن زيد عن عقبة بن عامر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل يدخل بالسهم الواحد ثلاثة نقر من الجنة صانعه يحتسب في صنعته الخير والرامي به ومنبله وارموا واركبوا وأن ترموا أحب إلي من أن تركبوا ليس من الله إلا ثلاث تأذيب الرجل فرسه وملاعبته أهله ورمجه بقوته ونبله ومن ترك الرمي بعدما علمه رغبة عنه فإنها نعمة تركها أو قال كفرها حدثنا سعيد بن منصور حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني عمر بن الحارث عن أبي علي ثمامة بن شفين الهمداني أنه سمع عقبة بن عامر من جهنية يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول وأعجوا لهم ما استضعتم من قوة ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي حدثنا أيوة بن شريح الحضرمي حدثنا بقية حدثني بحير عن حارض بمعدان عن أبي بحية عن معارض جبل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الغزو غزوان فأما من ابتغى وجه الله وأطاع الإمام وأنفق الكريمة وياتر الشريك واجتنب الفساد فإن نومه ونبهه أجر كله وأما من غزى فخرا ورياء وسمعة وعقى الإمام وأفتد في الأرض فإنه لم يرجع بالحفاء حدثنا أبو توبة الربيع بنافع عن ابن المبارك عن ابن أبي ذب عن القاسم عن بكير بن عبد الله ابن الأشج عن ابن مكرز رجل من أبل الشام عن أبي هريرة أن رجلا قال يا رسول الله رجل يريد الجهاد في سبيل الله وهو يبتغي عرضا من عرض الدنيا فقال لا أجر له فقال لرجل عد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلعلك لن تفهم فقال يا رسول الله رجل يريد الجهاد في سبيل الله وهو يبتغي عرضا من عرض الدنيا فقال لا أجر له فقالوا لرجل عد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له الثالثة فقال له لا أجر له حدثنا حفظ بن عمر حدثنا شعبة عن عمر بن مرة عن أبي وائل عن أبي موسى أن أعرابيا جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن الرجل يقاتل للذكر ويقاتل ليحمد ويقاتل ليغنم ويقاتل ليري مكانه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قاتل حتى تكون كلمة الله هي أعلى فهو في سبيل الله عز وجل حدثنا علي بن مسلم حدثنا أبو داود عن شعبة عن عمر قال سمعت من أبي وائل حديثا أعجبني فذكر معنا حدثنا مسلم بن حاسم الأنصاري حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا محمد بن أبي والضاحف عن العلاء بن عبد الله بن راتع عن حنان بن خارج عن عبد الله بن عمر قال قال عبد الله بن عمر يا رسول الله أخبرني عن الجهاد والغلب فقال لابد يعني ان قاتلت سابرا مختكبا يعني الله سابرا مختكبا وان قاتلت مرائيا مكافرا بعث الله مرائيا مكافرا يا عبد الله بن عمر على اي حال قاتلت او قتلت بعثك الله على تلك الحال حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن إدريس عن محمد بن إسحاء عن إسماعيل بن أمية عن أبي الزبير عن سعيد بن جبيب عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أصيب إخوانكم بأحذر جعل الله أرواحهم في جوف طير قدر ترد أنهار الجنة تأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرق فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم ومطيرهم قالوا من يبلغ إخواننا عنا أن أحياء في الجنة نرزق لألا يزهدوا في الجهاد ولا ينكلوا عند الحرب فقال الله سبحانه أنا أبلغهم عنكم قال فأنزل الله ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله إلى آخر الآية حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا عوح حدثتنا ححناء بنت معاوية الثريمية قال حدثنا عمي قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم من في الجنة قال النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة والشهيد في الجنة والمولود في الجنة والوئيد في الجنة حدثنا أحمد بن صالح حدثنا يحيى بن حسان حدثنا الوليد بن رباح الزماري حدثني عمي نمران بن عطبة الزماري قال دخلنا على أم الدرداء ونحن أيتام فقال أبشروا فإني سمعت أبا الدرداء يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يشفع الشهيد في سبعين من أهل بيته قال أبو داود صوابه رباح ابن الوليد حدثنا محمد بن عمر الغازي حدثنا سلمة يعني ابن الفضل عن محمد بن إسحار حدثني يزيد بن رومان عن عروة عن عائشة قال لما مات النجاشي كنا نتحدث أنه لا يزال يرى على قبره نور حدثنا محمد بن كثير أخبرنا شعبة عن عمر بن مرة قال سمعت عمر بن ميمون عن عبد الله بن ربيع عن عبيد بن خالد السلمي قال آخى رسول الله صلى الله عليه وسلم بين رجلين فقتل أحدهما ومات الآخر بعده بجمعة أو نحرها فصلينا عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قلتم فقلنا دعونا له وقلنا اللهم اكثر له وألحق بصاحبه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأين صلاته بعد صلاته وصومه بعد صومه شك شعبة في صومه وعمله بعد عمله إن بينهما كما بين السماء والبر حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي أخبرنا وحدثنا عمر بن عثمان حدثنا محمد بن حرب المعنى وأنا لحديثه أفضل عن أبي سلمة سليمان بن سليم عن يحيى بن جابر الطائل عن ابن أخي أبي أيوب الأنصاري عن أبي أيوب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ستفتح عليكم الأنصار وستكون جنود مجندة تقطع عليكم فيها بعوث فيكره الرجل منكم البعث فيها فيتخلص من قومه ثم يتصفح القبائل يعرض نفسه عليهم يقول من أكفيه بعث كذا من أكفيه بعث كذا ألا وذلك الأجير إلى آخر أفرة من دمه حدثنا إبراهيم بن الحسن المصيصي حدثنا حجاج يعني ابن محمد وحدثنا عبد الملك بن شعيح وحدثنا ابن وهب عن الليث بن سعد عن حيوة بن شريح عن ابن شفي عن أبي عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للغاز أجره وللجاعل أجره وأجر الغاز حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عبد الله بن وهب أخبرني عاقم بن حكيم عن يحيى بن أبي عمر السيباني عن عبد الله بن الزيلمين أن يعلى بن منيتا قال آذن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالغزو وأنا شيخ كبير ليس لي خادم فالتمست أجيرا يكفيني وأجري له سهمه فوجدت رجلا فلما دن الرحيل أتاني فقال ما أدري ما السهمان وما يبلغ سهمي فسمي لي شيئا كان السهم أو لم يكن فسميت له ثلاثة ذنانير فلما حضرت غنيمته أردت أن أجري له سهمه فذكرت الدنانير فجئت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له أمره فقال ما أجد له في غزوته هذه في الدنيا والآخرة إلا دنانيره التي سمى حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان حدثنا عطاء بن السائب عن عبد الله بن عمر قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال جئت أبايعك على الهجرة وتركت أبوي يبكيان فقال ارجع عليهم فأضحكهما كما أبكيتهما حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي العبد عن عبد الله بن عمر قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أجاهد قال ألك أبوان قال نعم قال ففيهما فجاهد قال أبو داود أبو العبا في هذا الشاعر اسمه السائب بن فرق حدثنا سعيد بن منصور حدثنا عبد الله بن وهد أخبرني عمر بن الحارف أن دراجا أبا السمح حدثه عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري أن رجلا هاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن فقال هل لك أحد باليمن قال أبوان قال أذنا لك قال لا قال ارجع إليهما فاستأذنهما فإن أذنا لك فجاهد وإلا فبرهما حدثنا عبد السلام بن مطهر حدثنا جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزو بأم سليم ونسوة من الأنفار ليسقين الماء ويداوين الجرح حدثنا سعيد بن منصور حدثنا أبو معارية حدثنا جعفر بن برقان عن يزيد بن أبي نشبة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث من أصل الإيمان الكف عمن قال لا إله إلا الله ولا نكفره بذنب ولا نخرجه من الإسلام بعمر والجهاد ماض منذ بعثني الله إلى أن يقاتل آخر أمة الزجال لا يقتله جور جائر ولا عدل عادل والإيمان بالأقدار حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهو حدثني معارية بن صالح عن العلاء بن الحارف عن مكحول عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجهاد واجب عليكم مع كل أمير برا كان أو فاجرا والصلاة واجبة عليكم خلف كل مسلم برا كان أو فاجرا وإن عمل الكبائر حدثنا محمد بن سليمان الأنباري حدثنا عبيدة بن حميد عن الأسود بن قيس عن نبيح العنزي عن جادر بن عبد الله حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أراد أن يغدو فقال يا معشر المهاجرين والأنصار إن من إخوانكم قوما ليس لهم مال ولا عشيرة فليضم أحدكم إليه الرجلين أو الثلاثة فما لأحدنا من غفر يحمله إلا عقبة كعقبة يعني أحدهم قال فضمنت إلي أثنين أو ثلاثة قال ما لي إلا عقبة كعقبة أحدهم من جميع حدثنا أحمد بن صالح حدثنا أسد بن موسى حدثنا معارية بن صالح حدثني ضمرة أن ابن زغب الإيادية حدثه قال نزل علي عبد الله بن حوالة الأزدي فقال لي بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لنغنم على أقدامنا فرجعنا فلم نغنم شيئا وعرف الجهد في وجوهنا فقام فينا فقال اللهم لا تكلهم إلي فأضعف عنهم ولا تكلهم إلى أنفسهم فيعجزوا عنها ولا تكلهم إلى الناس فيستأثيروا عليهم ثم وضع يده على رأسي أو قال على هامتي ثم قال يا ابن حوالة إذا رأيت الخلافة قد نزلت أرضا المقدسة فقد ذنت الزلازل والبلاب والأمور العظام والساعة يومئذ أقرب من الناس من يدي هذه من وقتك قال أبو داود عبد الله بن حوالة حنصي حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد أخبرنا عطاء بن السائب عن مرة الأمدانين عن عبد الله بن مسعود قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عجب ربنا عز وجل من رجل غزى في سبيل الله فانهزم يعني أصحابه فعلم ما عليه فرجع حتى أخري قدمه فيقول الله تعالى لملائكته انظروا إلى عبدي رجع رعبة فيما عندي وشفقة مما عندي حتى أخري قدمه حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد أخبرنا محمد بن عمر عن أبي سلم عن أبي هريرة أن عمر بن أغيش كان له ربا في الجاهلية فكره أن يسلم حتى يأخذه فجاء يوم أحد فقال أين بن عمي قالوا بأحد قال أين فلان قالوا بأحد قال فأين فلان قالوا بأحد فلجس لأمته وركب فرسه ثم توجه قبلهم فلما رآه المسلمون قالوا إليك عنا يا عمر قال إني قد آمنت فقاتل حتى جرحا فحمل إلى أهله جريحا فجاء موسى بن معاذ فقال لأفته سليه حمية لقومك أو غضبا لهم أم غضبا لله فقال بل غضبا لله ولرسوله فمات فدخل الجنة وما صلى لله صمعه حدثنا أحمد بن خالد حدثنا عبد الله بن وهو أخبرني يونس عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الرحمن وعبد الله بن كعب بن مالك قال أبو داود قال أحمد كذا قال هو يعني ابن وهو وعنبثة يعني ابن خالد جميعا عن يونس قال أحمد وصواه عبد الرحمن بن عبد الله أن سلمة بن الأكوع قال لما كان يوم خيبر قاتل أخي قتالا شديدا فارتد عليه سيفه فقتل فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك وشكوا فيه رجل ماس بسلاحه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ماس جاهدا مجاهدا قال ابن شهاب ثم سألت ابن لسلمة بن الأكوع فحدثني عن عبيد بمثل ذلك غير أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذب ما تجاهدا مجاهدا فله أجره مرتين حدثنا هشام ابن خالد دمشقي حدثنا الوليد عن معاوية ابن أبي سلام عن أبيه عن جده أبي سلام عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال أغرنا على حي من جهينة فطلب رجل من المسلمين رجلا منهم فضربه فأخطأه وأخاب نفسه بالسيف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أخوكم يا معشر المسلمين فتدره الناس فوجهيه قد ماء فلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم رتيابه ودماءه وصلى عليه ودفنه فقالوا يا رسول الله أشهيد هو قال نعم وأنا لك شهيد حدثنا الحسن بن علي حدثنا ابن أبي مريم حدثنا نوسى بن يعقوب الزمعي عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تنسان لا تردان أو قل ما تردان الدعاء عند النداء وعند البلد حين يلقم بعضهم بعضا قال موسى وحدثني رزق بن سعيد بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن سهل بن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ووقت المطر حدثنا هشام بن خالد أبو مروان وابن المصفى قال حدثنا بقية عن ابن ثوبان عن أبي يرد إلى مككول إلى مالك بن يخام أن معاد بن جبل حدثهم أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من قاتل في سبيل الله فواق ناقة فقد وجبت له الجنة ومن سأل الله القتل من نفسه صادقا ثم مات أو قتل فإن له أجر شهيد زاد ابن المصفى من هنا ومن جرح جرحا في سبيل الله أو نكب نكبة فإنها تجيء يوم القيامة كأغذر ما كان لونها لون الزعقران وريحها ريح المس ومن خرج به خراج في سبيل الله فإن عليه طابع الشهداء حدثنا أبو توبة عن الهيثم بن حميد وحدثنا خشيش بن أسرم حدثنا أبو عاطم جميعا عن ثور بن يزيد عن نصر الكناني عن رجل وقال أبو توبة عن ثور بن يزيد عن شيث من بني سليم عن أطبس بن عبد السلمي وهذا لقبه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تقصوا نواق الخير ولا معارفها ولا أزنابها فإن أزنابها مذابها ومعارفها دفاؤها ونواقعها معقود فيها الخير حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا هشام بن سعيد الطالقاني حدثنا محمد بن المهاجر الأنصاري حدثني عقيل بن شبيب عن أبي وهب الجشمي وكانت له صفبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بكلكميت أغر محجل أو أشقر أغر محجل أو أدهم أغر محجل حدثنا محمد بن عوفن الطائل حدثنا أبو المغيرة حدثنا محمد بن مهاجر حدثنا عقيل بن شبيب عن أبي وهب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بكل أشقر أغر محجل أو كميت أغر فذكر نحوه قال محمد يعني ابن مهاجر وسألته لما فضل الأشقر قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية فكان أول من جاء بالفتح صاحب أشقر حدثنا يحيى بن معين حدثنا حسين بن محمد عن شيبان عن عيسى بن علي عن أبي عن جده بن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمن الخير في شكرها حدثنا موسى بن مروان الرقي حدثنا مروان بن معاوية عن أبي حيان حدثنا أبو زرعر عن أبي هريرة حدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسمي الأنثى من الخير فرثا حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن سلم هو ابن عبد الرحمن عن أبي زرعر عن أبي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره الشكال من الخير والشكال يكون الفرث في رجله اليمنى بيار وفي يده اليسرى بيار أو في يده اليمنى وفي رجله اليسرى قال أبو داود أي مخال حدثنا عبد الله بن محمد النفيدي حدثنا نسكين يعني ابن بكير حدثنا محمد بن مهاجر عن ربيعة ابن يزيد عن أبي كبشة السلوي عن سهل بن الحنبلية قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعير قد لحق ظهره ببطنه فقال اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة فاركبوها فالحة وكلوها فالحة حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا مهدي حدثنا ابن أبي يعقوب عن الحسن بن سعد مولى الحسن بن علي عن عبد الله بن جعفر قال أردثني رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه ذات يوم فأسر إلي حديثا لا أحدث به أحدا من الناس وكان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدفا أو حائش نفل قال فدخل حائطا لرجل من الأنفار فإذا جمل فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حنة وذرقت عيناه فأساه النبي صلى الله عليه وسلم فمسح دفراه فسكت فقال من رب هذا الجمل لمن هذا الجمل فجاء فسن من الأنصار فقال لي يا رسول الله فقال أفلا تتق الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها فإنه شكى إلي أنك تجيعه وتدئبه حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن ثمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق فاشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش فقال رجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغا فنزل البئر فملأ خفه فأمسكه بفيه حتى رأيه فسقى الكلب فشكر الله له فغفر له فقالوا يا رسول الله وإن لنا في البهائن لأجرى فقال في كل ذات كبد رطبة أجرى حدثنا محمد بن المثنى حدثني محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن حمزة الضبية قال سمعت أنس بن مالك قال كنا إذا نزلنا منزلا لا نسبح حتى تحل الرحال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمر بن حزم عن عباد بن سميم أن أبا بشير الأنصاري أصبر أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفار فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا قال عبد الله بن أبي بكر حسفت أنه قال والناس في مبيتهم لا يبغين في رقبة بعير قلادة من وتر ولا قلادة إلا قطعة قال مالك أرى أن ذلك من أجل العين حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا هشام بن سعيد للطالقاني أخبرنا محمد بن المهاجر حدثني عقيل بن شبيب عن أبي وهبن الجشمي وكانت له حقبة قال 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 رسول الله صلى الله عليه وسلم ارتبطوا الخيلة وامسحوا بنواقيها وأعجالها أو قال أكتالها وغلدوها ولا تغلدوها الأوتار حدثنا مسدد حدثنا يحيا عن عبيد الله عن نافع عن سالم عن أبي الجراح مولى أم حبيبة عن أم حبيبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب أو جرس حدثنا محمد بن رافع حدثنا أبو بكر بن قويت حدثني سليمان بن بلال عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الجرس مزمار السيطان حدثنا مسدد حدثنا عبد الوارف عن أيوب عن نافع عن ابن عمر قال نهي عن ركوب الجلالة حدثنا أحمد بن أبي سريج الرازي أخبرنا عبد الله بن الجهج حدثنا عمر يعني ابن أبي قي عن أيوب السخيان عن نافع عن ابن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلالة في الإبل أن يركب عليها حدثنا هلناد بن السريج عن أبي الأحوط عن أبي إسحاق عن عمر بن ميمون عن معاذب قال كنت رفت رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفير حدثنا محمد بن داود بن سفيان حدثني يحيى بن حسان أخبرنا سليمان بن موسى أبو داود حدثنا جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب حدثني قبيب بن سليمان عن أبيه سليمان بن سمرة عن سمرة بن جندب أما بعد فإن النبي صلى الله عليه وسلم تم خيلنا خيل الله إذا فزعنا وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا فزعنا بالجماعة والقبر والسكينة وإذا قاتلنا حدثنا سليمان بن حرب حدثنا حماد عن أيوب عن أبي خلابة عن أبي المهل عن عمران بن حسين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فسمع لعنة فقال ما هادث قالوا هذه فلانة لعنة راحلتها فقال النبي صلى الله عليه وسلم ضعوا عنها فإنها ملعونة فوضعوا عنها قال عمران فكأني أنظر إليها ناقة ورقا حدثنا محمد بن العلاء أخبرنا يحيى بن آدم عن حطبة ابن عبد العزيز بن سياه عن الأعمش عن أبي يحيى القتاة عن مجاه عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التحريش بين البفاء حدثنا حفظ بن عمر حدثنا شعبة عن عشان بن زيد عن أنس بن مالك قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بأخ لي حين ولد ليحنك فإذا هو في مربد يسم غنما أحسبه قال في آذانه حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه بحمار قد وثم في وجهه فقال أما بلغكم أني قد لعنت من وثم البهيمة في وجهها أو ضربها في وجهها فنهى عن ذلك حدثنا قصيبة بن سعيد حدثنا ليث عن يديد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن ابن زرير عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بغنة فراكبها فقال علي لو حملنا الحمير على الخير فكانت لنا مثل هذا قال أسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون حدثنا أبو صالح محبوب بن موسى أخبرنا أبو إسحاق الفزاري عن عاطم بن سليمان عن مورق يعني الأجلي حدثني عبد الله بن جعفر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر استقبل بنا فأينا استقبل أولا جعله أمامه فاستقبل بي فحملني أمامه ثم استقبل بحسن أو حسين فجعله خلفه فدخلنا لمدينة وإنا لكذلك حدثنا عبد الوهاب بن نجدة حدثنا ابن عياش عن يحيى بن أبي عمرم الثيباني عن أبي مريم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم أن تتخذوا ظهور دوابكم منابع فإن الله إنما تخرها لكم لتبلغكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشفق الأنفس وجعل لكم الأرض فعليها فاقضوا حاجتكم حدثنا محمد بن رافع حدثنا ابن أبي هديك حدثني عبد الله ابن أبي يحيى عن سعيد بن أبي هند قال قال أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون إبل للشياطين وبيوت للشياطين فأما إبل الشياطين فقد رأيتها يخرج أحدكم بجنيبات معه قد أثمنها فلا يعلو بعيرا منها ويمر بأخله قد انقطع به فلا يحمله وأما بيوت الشياطين فلم أرها كان سعيد يقول لا أراها إلا هذه الأخطاء التي يسر الناس بالديبات حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد أخبرنا سهيل بن أبي صالحا عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سافرتم في الخصب فأعطوا الإبل حرها وإذا سافرتم في الجد فأسرعوا السيرة فإذا أردتم التعريس فتنكبوا عن الطريق حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا هشام عن الحسن عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو هذا قال بعد قوله حقها ولا تعد المنازل حدثنا عمر بن علي حدثنا خالد بن يزيد حدثنا أبو جعفر الرازي عن ربيع بن أنت عن أنت قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى باللي حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي حدثني علي بن حسين حدثني أبي حدثني عبد الله بن بريدة قال سمعت بريدة يقول بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي جاء رجل ومعه حمار فقال يا رسول الله اركب وتأخر رجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أنت أحق بصدر دابتك مني إلا أن تجعله لي قال فإني قد جعلته لك فركب حدثنا عبد الله بن محمد بن نفيلي حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاق حدثني ابن عباد عن أبيه عبدالله بن زبيع قال أبو داود هو يحيى ابن عباد حدثني أبي الذي أرضعني وهو أحد بني مرة بن عوك وكان في تلك الغذات غذات مؤتة قال والله لا كأني أنظر إلى جعفر حين اقتحم عن فرث له شقراء فعرها ثم قاتل القوم حتى قتل قال أبو داود هذا الحديث ليس بالقول حدثنا أحمد بن يونس حدثنا ابن أبي ذئب عن نافع ابن أبي نافع عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبقى إلا في خف أو في حافر أو نطل حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن نالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي قد ضمرت من الحقياء وكان أمدها ثنية الوداع وسابق بين الخيل التي لم تضمر من التنية إلى مسجد بني زريق وإن عبد الله كان ممن سابق بها حدثنا مسدد حدثنا معتمر عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يضمر الخيل يسابق بها حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عقبة بن خالد عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سبق بين الخير وفضل القرح في الغاية حدثنا أبو صالح الأنطاكي محبوب نموسى أخبرنا أبو إسحاف يعني الفزري عن هشام اذن عروة عن أبي وعن أبي سلم عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر قالت فسابقته على رجلي فلما حملت اللحمة سابقته فسبقني فقال هذه بكلك السبقة حدثنا مسدد حدثنا حسين بن نمير حدثنا سفيان بن حسين وحدثنا علي بن مسلم حدثنا عباد بن العوام أخبرنا سفيان بن حسين المعنى عن الزهري عن سعيد بن المسيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدفل فرسا بين فرتين يعني وهو لا يؤمن أن يسدق فليس بقمار ومن أدخل فرسا بين فرتين وقد أمن أن يسدق فهو قمار حدثنا محمود بن خالف حدثنا الوليد بن مسلم عن سعيد بن بشير عن الزهري بإسناد عباد ومعنى قال أبو داود رواه معمر وشعيب وعقيل عن الزهري عن رجال من أهل العلم وهذا أصح عندنا حدثنا يحيى بن خلق حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد حدثنا عن بثة وحدثنا مسدد حدثنا بشير بن المفضل عن حميدنا الطويل جميعا عن الحسن عن عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا جلب ولا جنب زاد يحيى في حديثه في الرهان حدثنا ابن المثنى حدثنا عبد الأعلى عن سعيد عن قتادة قال الجلب والجنب في الرهان حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا جرير بن حازم حدثنا قتادة عن أنت قال كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد بن المثنى حدثنا معاد بن هشام حدثني أبي عن قتادة عن سعيد بن أبي الحسن قال كانت قبيعة سيف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قتادة وما علمت أحدا تابعه على ذلك حدثنا محمد بن بشار حدثني يحيى بن كثير أبو غتان العنبري عن عثمان بن سعر عن أنس بن مالك قال كانت فذكر مثله قال أبو داود أقوى هذه الأحاذيب حديث سعيد بن أبي الحسن والباقية دعاء حدثنا قسيفة بن سعيد حدثنا ليس عن أبي زبير عن جابر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر رجلا كان يتصدق بالنبي في المسجد أن لا يمر بها إلا وهو آخذ بنصولها حدثنا محمد بن العلاء حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي برد عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا مر أحدكم في مسجدنا أو في سوقنا ومعه نبل فليمسك على نصالها أو قال فليقفض كفه أو قال فليقفض بكفه أن تصيب أحدا من المسلمين حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن أبي زبا عن جادر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتعاطى السيف مسلولا حدثنا محمد بن بشار حدثنا قريش بن أنت حدثنا أشعة عن حتى عن ثمرة بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يقدى السير بين إصبعي حدثنا مسدد حدثنا سفيان قال حسدت أني سمعت يزيد بن قصيفة يذكر عن سائب بن يزيد عن رجل قد سماه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ظاهر يوم أحد بين درعين أو لبس درعين حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي أخبرنا ابن أبي زائدة أخبرنا أبو لعقوب الثقفي حدثني يونس بن عبيد مولى محمد بن القاسم قال بعثني محمد بن القاسم إلى البراء بن عاذب يسأله عن راية رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان فقال كان السوداء مربعة من نمرة حدثنا إسحاق بن إبراهيم المروز وهو إبراهوي حدثنا يحيى بن آدم حدثنا شريك عن عمار الدهني عن أبي الزبير عن جابر يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان لواءه يوم دخل مكة أبيض حدثنا عقبة بن مكرم حدثنا سلم بن قتيبة الشعيرين عن شعبة عن تماك عن رجل من قومه عن آخر منهم قال رأيت غارة رسول الله صلى الله عليه وسلم ضفا حدثنا مؤمل بن الفضل الحراني حدثنا الوليد حدثنا ابن جابر عن زيد بن أرقاة الفزاري عن جبير بن نفير الحضرمي أنه سمع أبا الدرداء يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أبغون الضعفاء فإنما ترزقون وتنصرون بضعفائكم قال أبو داود زيد بن أرقاة أخو عبي بن أرقاة حدثنا سعيد بن منصور حدثنا يزيد بن هارون عن الحجاج عن قتادة عن الحفن عن ثمرة بن جنج بن قال كان شعار المهاجرين عبد الله وشعار الأنصار عبد الرحمن حدثنا هناذ عن ابن المبارك عن أكرمة بن عمار عن إيات بن سلم عن أبيه قال غزونا مع أبي بكر رضي الله عنه زمن النبي صلى الله عليه وسلم فكان شعارنا أمت أمت حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن أبي إلحاق عن المهلب بن أبي صفرة قال أخبرني من سنع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن قيتم فليكن شعاركم حاميم لا ينصرون حدثنا مسدد حدثنا يحيى حدثنا محمد بن عجلان حدثني سعيد المقبري عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر قال اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل اللهم إني أعود بك من وعتاء السفر وكآبة المنقلب وسوء المنظر في الأهل والمال اللهم اطلنا الأرض وهو علينا السفر حدثنا الحسن بن علي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا ابن جريت أخبرني أبو الزبير أن علي من الأزي أخبر أن ابن عمر علمه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا استوى على بعيره خارجا إلى سفر كبر ثلاثا ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لم نقلبون اللهم إني أسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما فرضى اللهم هون علينا سفرنا هذا اللهم اطلنا البعد اللهم أنت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل والمان وإذا رجع قال وزاد فيهن آيبون تائبون عابدون لربنا حامدون وكان النبي صلى الله عليه وسلم وجيوشه إذا علوا التنايا كبروا وإذا هبطوا تبحوا فوضعت الصلاة على ذلك حدثنا مصدد حدثنا عبد الله بن داود عن عبد العزيز بن عمر عن إسماعيل بن جرير عن قزعة قال قال لي بن عمر هلما أودعك كما ودعني رسول الله صلى الله عليه وسلم أستودع الله دينك وأمانتك وخواتي معملك حدثنا الحسن بن علي حدثنا يحيى بن بسحاق السيلحيني حدثنا حماد بن سلم عن أبي جعفر الخطمي عن محمد بن كعب عن عبد الله الخطمي قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يستودع الجيش قال أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم حدثنا مسدد حدثنا أبو الأحوة حدثنا أبو إسحاق الهمداني عن علي بن ربيعة قال شهدت علي رضي الله عنه وأتي بذابة ليركبها فلما وضع رجله في الركاب قال بسم الله فلما استوى على ظهرها قال الحمد لله ثم قال سبحان الذي سخفر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون ثم قال الحمد لله ثلاث مرات ثم قال الله أكبر ثلاث مرات ثم قال سبحانك إني ظلمت نفسي فافكر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أن ثم ضحك فقيل يا أمير المؤمنين من أي شيء ضحك قال فأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل كما فعلت ثم ضحك فقلت يا رسول الله من أي شيء ضحك قال إن ربك يعجب من عبده إذا قال اغفر لي ذنوبي يعدع أنه لا يغفر الذنوب غيري حدثنا عمر بن عثمان حدثنا بقية حدثني صفوان حدثني شريح بن عبيد عن زبيع بن الوليد عن عبد الله بن عمر قال كان رفول الله صلى الله عليه وسلم إذا سافر فأقبل الليل قال يا أرض ربي وربك الله أعوذ بالله من شرك وشر ما فيك وشر ما خلق فيك ومن شر ما يدب عليك وأعوذ بالله من أسد وأسود ومن الحية والعقرب ومن ساكن البلد ومن والد وما ولد حدثنا أحمد بن أبي شعي بن الحراني حدثنا زهير حدثنا أبو الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترسلوا فواشيكم إذا غابت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء فإن الشياطين تعيث إذا غابت الشمس حتى تذهب فحمة العشاء قال أبو داود الفواشي ما يكشو من كل شيء حدثنا تعيد بن منصور حدثنا عبد الله بن المبارك عن يونسى بن يزيد عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن كعب بن مالك قال قل ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخلز في سفر إلا يوم الخميس حدثنا سعيد بن منصور حدثنا هشيم حدثنا يعلى بن عطاء حدثنا عمارة بن حديد عن صفر الغامدي عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال اللهم بارك لأمتي في بكورها وكان إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم من أول النهار وكان صفر رجلا تاجرا وكان يبعث تجارته من أول النهار فأسرى وكثر ماله قال أبو داود وهو صفر بن وداعه حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن عبد الرحمن بن حرملة عن عمر بن شعيد عن جزه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب حدثنا علي بن بحر بن بري حدثنا حاسم بن إسماعيل حدثنا محمد بن عجلان عن نافع عن أبي سلم عن أبي سعيد من الخضري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا خاج تلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم حدثنا علي بن بحر حدثنا حاسم بن إسماعيل حدثنا محمد بن عجلان عن نافع عن أبي سلم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كان ثلاثة في سفر فليؤمروا أحدهم قال نافع فقلنا لأبي سلم فأنت أميرنا حدثنا عبد الله بن مسلم تلقى عن نافع عن نافع أن عبد الله بن عمر قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو قال مالك أراه مخافة أن يناده العدو حدثنا زهير بن حرب أبو خيثم حدثنا وهب بن جرير حدثنا أبي قال سمعت يونس عن سهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الصحابة أربعة وخير السرايا أربعمائة وخير الجيوش أربعة آلاف ولن يغلب إثنى عشر ألفا من قلة قال أبو داود والصحيح أنه مرسل حدثنا محمد بن سليمان الأنباري حدثنا وكيع عن سفيان عن علقمة بن مرسد عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا بعث أميرا على سرية أو جيش أوصاه بتقوى الله في خاصة نفسه وبمن معه من المسلمين خيرا وقال إذا لقيت عدوك من المشركين فادعوهم إلى إحدى ثلاث خصال أو خلال فأيتها أجابوك إليها فاقبل منهم وكف عنهم ادعوهم إلى الإسلام فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم ثم ادعوهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين وأعلمهم أنهم إن فعلوا ذلك أن لهم ما للمهاجرين وأن عليهم ما على المهاجرين فإن أبوا واختاروا دارهم فأعلمهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجرى عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين ولا يكون لهم في الفيء والغنيمة نطيب إلا أن يجاهدوا مع المسلمين فإن هم أبوا فادعوهم إلى إعطاء الجذية فإن أجابوا فاقبل منهم وكفر عنهم فإن أبوا فاستعن بالله تعالى وقاتلهم وإذا حافرت أهل ححم فأرادوك أن تنزلهم على عكم الله تعالى فلا تنزلهم فإنكم لا تدرون ما يحكم الله فيهم ولكن أنزلوهم على عكمكم ثم اقضوا فيهم بعد ما شئتم قال سفيان الضعيين قال علقما فذكرت هذا الحديث لمقاتل بن حيان فقال حدثني مسلم قال قال أبو داود هو ابن هيصم عن النعمان بن مقرن عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث سليمان بن بريدة حدثنا أبو صالح الأمطاشي محبوب بن موسى أخبرنا أبو إصحاف الفزاري عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أغزوا بسم الله وفي سبيل الله وقاتلوا من كفر بالله أغزوا ولا تأذروا ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا يحيى بن آدم وعبيض الله بن موسى عن حسن بن صالح عن خالب بن الفزر حدثني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انطلقوا بسم الله وبالله وعلى ملة رسول الله ولا تقتلوا شيخا فانيا ولا قفلا ولا فغيرا ولا امرأة ولا تغلوا وضموا غنائمكم وأصلحوا وأحسنوا إن الله يحب المحسنين حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حرق نخل بن نظير وقطع وهي البويرة فأنزل الله عز وجل ما قطعتم من مينة أو تركتموها حدثنا هناد بن السري عن ابن المبارك عن صالح بن أبي الأخضر عن الزهري قال عروة فحدثني أسامة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عهد إليه فقال أغر على ابن صباحا وحرق حدثنا عبد الله بن عمر الغزي سنعت أبا مصهر قيل له ابنى قال نحن أعلم هي يبنى فلسطين حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا هاشم بن القاتم حدثنا سليمان يعني ابن المبيرة عن ثابت عن أنس قال بعد يعني النبي صلى الله عليه وسلم بس بسة عينا ينظر ما صنع عير أبي سفيان حدثنا عياش بن الوليد الرقام حدثنا عبد الأعلى حدثنا سعيد عن قتادة عن حسن عن ثمرة بجندب أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أتى أحدكم على ناشية فإن كان فيها طاحبها فليستأذنه فإن أذن له فليحتلب وليشرب فإن لم يكن فيها فليصوق ثلاثا فإن أجابه فليستأذنه وإلا فليحتلب وليشرب ولا يحن حدثنا عبيد الله ابن معاذن العنبري حدثنا أبي حدثنا شعبة عن أبي بش عن عباد ابن شرح بيه قال أصابتني سنة فدخلت حائطا من شيطان المدينة ففرقت ثنبلاء فأكلت وحملت في ثوبي فجاء صاحبه فضررني وأخذ ثوبي فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لك ما علمت إذ كان جاهلا ولا أطعمت إذ كان جائعا أو قال ثاغبه وأمره فردت علي ثوبي وأعطاني وثقا أو نصف وثق من طعام حدثنا محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن أبي بشر قال سمعت عباد ابن شرح رجلا منا من بني غبر بمعنى حدثنا عسنان وأبو بكر ابنى أبي شيبة وهذا لطل أبي بكر عن معتمر ابن سليمان قال سمعت ابن أبي حكم العفاري يقول حدثتني جدتي عن عم أبي رافع ابن عمر العفاري قال كنت غلاما أرمي نخل الأنصار فأتي بي النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا غلام لما ترمي النخل قال آف قال فلا ترمي النخل وكل مما يسقط في أسفلها ثم مسح رأته فقال اللهم أشبع بطنه حدثنا عبد الله بن مسلمة عن نالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يحلبن أحد ما شية أحد بغير إذنه أيحب أحدكم أن تؤتى نشربته فتكثر فزانته فينتشل طعامه فإنما تخزن لهم ضروع مواشيهم أطعمتهم فلا يحلبن أحد ما شية أحد إلا بإذنه حدثنا زهير بن حرب حدثنا حجاجا قال قال ابن جريت يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم في عبد الله بن قيس بن عدي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم في سرية أخبرنيه يعلى عن سعيد بن جبير عن ابن عباد حدثنا عمر بن مرزوق أخبرنا شعبة عن زبيد عن سعب بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث جيشا وأمر عليهم رجلا وأمرهم أن يسمعوا له ويطيعوا فأجج نارا وأمرهم أن يقتحموا فيها فأبى قوم أن يدخلوها وقالوا إنما فررنا من النار وأراد قوم أن يدخلوها فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو دخلوها أو دخلوا فيها لم يزالوا فيها وقال لا طاعة في معطية الله إنما الطاعة في المعروف حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عبيد الله حدثني نافع عن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال السمع والطاعة على المرق المسلم فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعطية فإذا أمر بمعطية فلا سمع ولا طاعة حدثنا يحيى بن معين حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارد حدثنا سليمان بن المغيرة حدثنا حميد بن هلال عن بشر بن عاصم عن عقبة بن مالك من رفقه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية فسلحت رجلا منهم سيفا فلما رجع قال لو رأيت ما دامنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أعجزتم إذ بعدت رجلا منكم فلم يمضي لأمري أن تجعلوا مكانه من يمضي لأمري حدثنا عبد المعطنان الحمسي ويزيد بن قبيس من أهل جبلة ساحل حمس وهذا لقب يزيد قال حدثنا الوليد بن مسلم عن عبد الله بن العلا أنه سمع مسلم ابن مشكم أبا عبيد الله يقول حدثنا أبو تعلبة الخشني وقال كان الناس إذا نزلوا منزلا قال كان الناس إذا نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلا تفرقوا في الشعاب والأودية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تفرقكم في هذه الشعاب والأودية إنما ذلك من الشيطان فلم ينزل بعد ذلك منزلا إلا انضم بعضهم إلى بعض حتى يقال لو بسط عليهم ثوب لعمهم حدثنا سعيد بن منصور حدثنا إسماعيل بن عياش عن أسيد بن عبد الرحمن الخفعمي عن فروة بن مجاهد اللخني عن سهل بن معاذ بن أنس الجهني عن أبيه قال غزوت مع نبي الله صلى الله عليه وسلم غزوة كذا وكذا فضيق الناس المنازل وقطعوا الطريق فبعث نبي الله صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي في الناس أن من ضيق منزلا أو قطع طريقا فلا جهاد لك حدثنا عمر بن عثمان حدثنا بقية عن الأوزاعي عن أسيد بن عبد الرحمن عن فروة بن مجاهد عن سهل بن معاذ عن أبيه قال غزونا مع نبي الله صلى الله عليه وسلم بمعنى حدثنا أبو صالح محبوب بن موسى أخبرنا أبو أسحاق الفزاري عن موسى بن عقبة عن سالم أبو النضر مولى عمر بن عبيد الله يعني ابن معمر وكان كاتبا له قال كتب إذي عبد الله بن أبي أوفى حين خرج إلى الحرورية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أيانه التي لقي فيها العدو قال يا أيها الناس لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله تعالى العافية فإذا لقيتوهم فاصدروا واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف ثم قال اللهم منذل الكتاب ومجر السحاب وهازم الأحجاب اهدمهم وانصرنا عليهم حدثنا نصر بن علي أخبرنا أبي حدثنا المسن بن سعيد عن خساب عن أنس بن مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزى قال اللهم أنت عبدي ونقيري بك أحول وبك أقول وبك أقاتل حدثنا سعيد بن منصور حدثنا إسماعيل بن إبراهيم أخبرنا إذن عون قال كتب إلى نافع أسأله عن دعاء المشركين عند القتال فكتب إلي أن ذلك كان في أول الإسلام وقد أغار نبي الله صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون وأنعامهم تزقى على الماء فقتل مقاتلتهم وسبا سبيهم وأصاب يومئذ جويرية بنت الحارق حدثني بذلك عبد الله وكان في ذلك الجيش قال أبو داود هذا حديث نبيل رواه ابن عون عن نافع ولم يشرك فيه أحد حدثنا نوسى بن إسماعيل حدثنا حماج أخبرنا ثابت عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغير عند صلاة الصبت وكان يتسمع فإذا سمع أذانا أمسك وإلا أغار حدثنا سعيد بن منصور أخبرنا سفيان عن عبد الملك بن نوفل ابن مساحق عن ابن عصام المزني عن أبي قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فقال إذا رأيتم مسجدا أو سمعتم مؤذنا فلا تقتلوا أحدا حدثنا سعيد بن منصور حدثنا سفيان عن عمر أنه سمع جادرا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الحرب خدعة حدثنا محمد بن عبيد حدثنا أبو ثور عن معمر عن الزهري عن عبد الرحمن في كعب بن مالك عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد غزوة ورى غيرها وكان يقول الحرب خدعة قال أبو داود لم يجيء به إلا معمر يريد قوله الحرب خدعة بهذا إثنان إنما يروى من حديث عمر بن دينار عن جابر ومن حديث معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة حدثنا الحسن بن علي حدثنا عبد الصمد وأبو عامر عن حكرمة ابن عمار حدثنا إياس بن سلم عن أبيه قال أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم علينا أبا بكر رضي الله عنه فغذونا ناسا من المشركين فبيتناهم نقتلهم وكان شعارنا تلك الليلة أمث أمث قال سلم فقتلت بيدي تلك الليلة سبعة أهل أبيات من المشركين حدثنا الحسن بن شوكر حدثنا إسماعيل بن علي حدثنا الحجاج بن أبي عثمان عن أبي الزبير النجابر بن عبد الله حدثهم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلف في المسير فيزجي الضعيفة ويرجف ويدعو لهم حدثنا مثدد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها منعوا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله تعالى حدثنا سعيد بن يعقوب الطالقاني حدثنا عبد الله بن المبارك عن حميد عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله وأن يستقبلوا قبلتنا وأن يأكلوا ذبيحتنا وأن يصلوا صلاتنا فإذا فعلوا ذلك حومت علينا دماؤهم وأموالهم إلا بحقها لهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين حدثنا سليمان بن داود المهري أخبرنا ابن وهب أخبرني يحيى بن أيوب عن حميد الطويل عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل المشركين بمعنى حدثنا الحسن بن علي وعثمان بن أبي شيبة المعنى قال حدثنا يعلى بن عبيد عن الأعمش عن أبي غبيان حدثنا أسامة بن زيد قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى الحروقات فنذروا بنا فهربوا فأدركنا رجلا فلما غشيناه قال لا إله إلا الله فضربناه حتى قتلناه فذكرته للنبي صلى الله عليه وسلم فقال من لك بلا إله إلا الله يوم القيامة فقلت يا رسول الله إنما قالها مخافة السلاح قال أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم من إجل ذلك قالها أم لا من لك بلا إله إلا الله يوم القيامة فما زال يقولها حتى وددت أني لم أسلم إلا يوم إذن حدثنا قصيبة بن سعيد عن الليث عن ابن شهاب عن عطاء ابن يزيد الليثي عن عبيد الله ابن علي ابن الخيار عن المخداد ابن الأسود أنه أخبره أنه قال يا رسول الله أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار فقاتلني فضرب إحدى يدي بالسيف ثم لاذ مني بشجرة فقال أسلمت لله أفأقتله يا رسول الله بعد أن قالها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتله فقلت يا رسول الله إنه قطع يديه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتله فإن قتلته فإنه بمندلتك قبل أن تقتله وأنت بمندلته قبل أن يقول كلمتك التي قال حدثنا هلالد بن السري أحدثنا أبو معاوية عن إسماعيل عن حيث عن جرير بن عبد الله قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى خسعم فأعطط مناس منهم بالسجود فأسرع فيهم القتل قال فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فأمر لهم بنصف العقل وقال أنا بريء من كل مسلم يقيم بين أظهر المشركين قال يا رسول الله لما قال لأتراء ناراهما قال أبو داود رواه هشيم ومعمر وخالد الواسطي وجماعة لم يذكروا جريرا حدثنا أبو ثوبة الربيع بن نافع حدثنا ابن المبارك عن جرير بن حازم عن زبير بن خريت عن عكلمة عن ابن عباس قال نزلت إيكم منكم عشرون طابعون يغلبوا مئتين فشق ذلك على المسلمين حين فرض الله عليهم أن لا يفر واحد من عشر ثم إنه جاء تخفيف وقال الآن خفف الله عنكم قرأ أبو توبة إلى قول يغلبوا مئتين قال فلما خفف الله تعالى عنهم من العدة نقف من الصبر بقدر ما خفف عنهم حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا يزيد بن أبي زياد أن عبد الرحمن بن أبي ليلى حدثت أن عبد الله بن عمر حدثه أنه كان في سرية من سرايا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فحاف الناس حيثة فكنت في من حاف قال فلما ضرزنا قلنا كيف نصنع وقد فررنا من الزحف وبؤنا بالغضب فقلنا ندخل المدينة فنتثبت فيها ونذهب ولا يرانا أحد قال فدخلنا فقلنا لو عرضنا أنفسنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن كانت لنا توبة أقمنا وإن كان غير ذلك ذهب قال فجلسنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل صلاة الفجر فلما خرج قمنا إليه فقلنا نحن الفرارون فأقبل إلينا فقال لا بل أنتم العكارون قال فذلونا فقبلنا يده فقال إنا فئة المسلمين حدثنا محمد بن هشام المصري حدثنا بشر بن المفضل حدثنا داود عن عبي مطرق عن أبي سعيد قال نزلت في يوم بدر ومن يوليهم يومئذ جبورة حدثنا عمر بن عون أخبرنا هشيم وخارد عن إسماعيل عن قيس بن أبي حاسب عن خباب قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متوتد بردة في غري الكعبة فشكونا إليه فقلنا ألا تستنصر لنا ألا تدعو الله لنا فجلس محمرا وجهه فقال قد كان من قبلكم يؤخذ الرجل فيحفر له في الأرض ثم يؤتى بالمنشار فيجعل على رأته فيجعل فرقتين ما يطرفه ذلك عن دينه ويمشط بأنشاط الحديد ما دون عظمه من لحم وعقب ما يطرفه ذلك عن دينه والله ليكمن الله هذا الأمر حتى يقير الراكب ما بين صنعاء وحضر موت ما يخاف إلا الله تعالى والذئب على غنبه ولكنكم تعجلون حدثنا مسدد حدثنا سفيان عن عمر حدثه الحسن بن محمد بن علي أخبره عبيد الله بن أبي رافع وكان كاتبا لعلي بن أبي طالب قال سمعت علي يقول بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والذبير والمقداد فقال انطلقوا حتى تأتوا روضة خاف فإن بها ضعينة معها كتاب فخذوه منها فانطلقنا ستعادى بنا خيرنا حتى أتينا الروضة فإذا نحن بالضعينة فقلنا ألمي الكتاب قالت ما عندي من كتاب فقلت لتخرجن الكتاب أو لن وطينا الثياب فأخرجته من عقافها فأتينا به النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو من حافب بن أبي بل كعت إلى ناس من المشركين يخبرهم لبعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا يا حافب فقال يا رسول الله لا تعجل عليك فإني كنتم رئا ملصقا في قريش ولم أكن من أنفسها وإن قريشا لهم بها قرابات يحمون بها أفليهم بمكة فأحبثت إذ فاتني ذلك أن أتخذ فيهم يدا يحمون قرابتي بها والله يا رسول الله ما كان بي من كفر ولا ارتداد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقكم فقال عمر دعني أضرب أمق هذا المناف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد شهد بدر وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم حدثنا وهو ابن بقية عن صالد عن حسين عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن السلمي عن علي بهذه القصة قال انطلق حافب فكسب إلى أهل مكة أن محمدا صلى الله عليه وسلم قد سار إليكم وقال فيه قال ما معي كتاب فانتحيناها فما وجدنا معها كتاب وقال علي والذي يحلف به لأقتلنك أو لتخرجن الكتاب وساق الحديث حدثنا محمد بن بشار حدثني محمد بن محبب أبو همام ابدلال حدثنا سفيان بن سعيد عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب عن فرات بن حيان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتله وكان عينا لأبي سفيان وكان حليفا لرجل من الأنصار فمر بحلقة من الأنصار فقال إني مسلم فقال رجل من الأنصار يا رسول الله إنه يقول إني مسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن منكم رجالا نكلهم إلى إيمانهم منهم فرات بن حيان حدثنا الحسن بن علي حدثنا قال أبو نعيم حدثنا أبو عميث عن ابن سلمة بن الأكوع عن أبيه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم عين من المشركين وهو في سفر فجلس عند أصحابه ثم انسلت فقال النبي صلى الله عليه وسلم اطلبوه فاقتلوه قال فسبقتهم إليه فقتلته وأخذت سلبه فنفلني إياه حدثنا هارون بن عبد الله أن هاشم بن القاسم وهشاما حدثاهم قال حدثنا عكرمة قال حدثني إياس بن سلمة قال حدثني أبي قال فذوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أوازن قال فبينما نحن نتضحى وعامتنا مشاة وفينا ضعفة إذ جاء رجل على جمل أحمر فانتدع طلقا من حق البعيد فغيد به جمله ثم جاء يتغدى مع الحوم فلما رأى ضعفتهم ورقة ظهرهم خرج يعدو إلى جمله فأطلقه ثم أنافه فقعد عليه ثم خرج يرقضه واتبعه رجل من أسلم على ناقة ورقاء هي أمثل غهر القوم قال فخرجت أعدو فأدركته ورأت الناقة عند ورق الجمل وكنت عند ورق الناقة ثم تقدمت حتى كنت عند ورق الجمل ثم تقدمت حتى أسفت بفطام الجمل فأنخته فلما وضع رقبته بالأرض اخترت سيفي فأضرب رأسه فنجر فجئت براحلته وما عليها أقودها فاستقبلني رسول الله صلى الله عليه وسلم في الناس مقبلة فقال من قتل الرجل فقال سلمة ابن أكوع فقال له سلبه أجمع قال هارون هذا لفر هاشر حدثنا نوسى بن اسماعيل حدثنا حماذ أخبرنا أبو عمران الجولي عن علقرة بن عبد الله المزني عن معقل بن يسار أن النعمانة يعني ابن مقر قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لم يقاتل من أول النهار أخر القتال حتى نزول الشمس وتهب الرياح وينزل النطر حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام وحدثنا عبيد الله بن عمر حدثنا عبد الرحمن بن مهني حدثنا هشام حدثنا قتادة عن الحسن عن قيث بن عباد قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يكرهون القوت عند القتال حدثنا عبيد الله بن عمر حدثنا عبد الرحمن عن همام حدثني مطر عن قتادة عن أبي بردة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم بنفل ذلك حدثنا عثمان أبي شيبة حدثنا وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء قال لما لقي النبي صلى الله عليه وسلم المشركين يوم حنين فانكشفوا نزل عن بغلته فترجد حدثنا مسلم بن إبراهيم وموسى بن إسماعي المعنى واحد قال حدثنا أبان قال حدثنا يحيى عن محمد بن إبراهيم عن جابر بن عتيك أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقول من الغيرة ما يحب الله ومنها ما يبغض الله فأما التي يحبها الله فالغيرة في الريبة وأما الغيرة التي يبغضها الله فالغيرة في غير ريبة وإن من الخيلاء ما يبغض الله ومنها ما يحب الله فأما الخيلاء التي يحب الله فاختيال رجل نفسه عند القتال واختياله عند الصدق وأما التي يبغض الله فاختياله في الضغط قال موسى والفق حدثنا موسى بن إسماعي المعنى حدثنا إبراهيم يعني ابن سعد أخبرنا ابن شهاد أخبرني عمر بن جارية الثقافي حليف بن زبر عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرة عينا وأمر عليهم عاصم ابن ثابت فنفروا لهم هذيل بقريب من مئة رجل غام فلما أحس بهم عاصم لجأوا إلى قرزد فقالوا لهم انزلوا فأعطوا بأيديكم ولكم العهد والميثاق أن لا نقتل منكم أحدا فقال عاصم أما أنا فلا أنزل في ذمة كافر فرموهم بالنبن فقتلوا عاصما في سبعة نفر ونزل إليهم ثلاثة نفر على العهد والميثاق منهم خبيب وزيد بن الدكنة ورجل آخر فلما استمكنوا منهم أطلقوا أوتار قتيهم فرضطوهم به فقال الرجل الثالث هذا أول غد والله لا أصحبكم إن لي بهؤلاء لأسوة فجرعوه فأبى أن يصحبهم فقتلوه فلبت خبيب أثيرا حتى أجمعوا قتله فسعار موسى يستحج به فلما خرجوا به ليقتلوا قال لهم خبيب دعوني أركع ركعتي ثم قال والله لولا أن تحسبوا ما بالجزع لده حدثنا ابن عوف حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري أخبرني عمر بن أبي سفيان بن أسيد بن جارية الثقافي وهو حليف لبني زهرة وكان من أصحاب أبي هريرة فذكر الحديث حدثنا عبد الله بن محمد النفيري حدثنا زهير حدثنا أبو إسحاف سمعت البراء يحدث قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم على رماس يوم أحد وكانوا خمسين رجلا عبد الله بن جبير وقال إن رأيتمونا تخصفنا الطير فلا تبرحوا من مكانكم هذا حتى أرسل لكم وإن رأيتمونا هدمنا القوم وأوطأناهم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكم قال فهدمهم الله قال فأنا والله رأيتم نساء يسندن على الجبل فقال أصحاب عبد الله بن جبير الغنيمة أي قوم الغنيمة ظهر أصحابكم فما تنتظرون فقال عبد الله بن جبير أنا في ثم قال لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا والله لنأتين الناس فلنحيبن من الغنيمة فأتوهم فصرفت وجوههم وأقبلوا منهزمين حدثنا أحمد بن سنان حدثنا أبو أحمد الزبيري حدثنا عبد الرحمن بن سليمان بن الغفيل عن حمزة بن أبي أسيد عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين اصطفقنا يوم بد إذا أكتبوكم يعني إذا غشوكم فارموهم بالنبل واستبقوا نبلكم حدثنا محمد بن عيسى حدثنا إسحاق بن نجيح وليس بالملطي عن مالك بن حمزة بن أبي أسيد الساعدين عن جده قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر إذا أكتبوكم فارموهم بالنبل ولا تسلوا الشيوف حتى يأشوكم حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا عثمان بن عمر أخبرنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن حارثة بن مضرب عن علي قال تقدم يعني عطبة بن ربيع وتبعث ابنه وأخوه فنادى من يبارد فانتدب له شباب من الألصار فقال من أنتم فأخبروه فقال لا حاجة لنا فيكم إنما أردنا بني عمرنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم يا حمزة قم يا علي قم يا عبيدة بن الحارث فأقبل حمزة إلى عطبة وأقبلت إلى شيبة واختلف بين عبيدة والوليد ضربتان فأسخن كل واحد منهما صاحبة ثم ملنا على الوليد فقتلنا واحتملنا عبيدة حدثنا محمد بن عيسى وزياد بن أيوب قالا حدثنا هشير أخبرنا مغيرة عن شباك عن إبراهيم عن هني من ويره عن عنقمع عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعفو الناس قتلة أهل الإيمان حدثنا محمد بن المثنى حدثنا معالج هشام حدثني أبي عن ختاب عن الحسن عن الهياج بن عمران أن عمران أبق له غلام فجعل لله عليه لئن قدر عليه ليقطع عن يده فأرسلني لأسأل له فأتيت سمرة بن جندب فسألته فقال كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يحثنا على الصدقة وينهانا عن المثنى فأتيت عمران بن حسين فسألته فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحثنا على الصدقة وينهانا عن المثنى حدثنا يزيد بن خالد بن موهب وقتيبة يعني ابن سعيد قال حدثنا ليس عن نافع عن عبد الله أن امرأة وجدت في بعض مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم مقتولا فأمكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصديان حدثنا أبو الوليد الطيارسي حدثنا عمر بن المرقع بن خيفي بن رباح قال حدثني أبي عن جده رباح بن ربيع قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فرأى الناس المجتمعين على شيء فبعث رجلا فقال انظر على ما اجتمع هؤلاء فجاء فقال على امرأة قتيل فقال ما كانت هذه لتقاتل قال وعلى المقدمة خالد بن الوليد فبعث رجلا فقال قل لخالد لا يقتلن امرأة ولا عسيفا حدثنا سعيد بن منصور حدثنا هشيم حدثنا حجاج حدثنا قتادة عن الحفن عن ثمرة بن جند بن قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتلوا شيوخ المشركين واستبقوا شرفهم حدثنا عبد الله بن محمد من نفيري حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن اسحاق حدثني محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير عن عائشة قال لم يقتل من نسائهم تعني بني قريبة الا امرأة انها لعندي تحدث تضحك ظهرا وبطما ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقتل رجالهم بالزيوف اذ هتف هاتف باسمها اي لفلان قالت انا قلت وما شأنك قالت حدث احدثته قالت تنطلق بها فضربت عنقها فما انسى عجبا منها انها تضحك ظهرا وبطما وقد علمت انها تقتل حدثنا احمد بن عمر بن السرح حدثنا سفيان عن الزهري عن عبيد الله يعني ابن عبد الله عن ابن عبا عن الصعب بن جلسامة انه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الدار من المشركين يبيتون فيصاب من دلالهم ونسائهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم هم منهم كان عمر يعني ابن دينار يقولهم من آبائهم قال الزهري ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك عن قتل النساء والويدان حدثنا سعيد بن منصور حدثنا مغيرة بن عبد الرحمن الحزامي عن ابي الزناد حدثني محمد بن حمزة الاسلمي عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم امره على ترية قال فخرجت فيها وقال ان وجدتم فلانا فاحرقوه بالنار فوليت فناداني فرجعت اليه فقال ان وجدتم فلانا فاقتلوه ولا تحرقوه فانه لا يعذب بالنار الا رب النار حدثنا يزيد بن خالد وقتيبة ان ليس ابن سعد حدثهم عن بكير عن خليمان بن يسار عن ابي هريرة قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعث فقال ان وجدتم فلانا وفلانا فذكر معناه حدثنا ابو صالح المحبوب بن موسى اخبرنا ابو اسحاق الفزاري عن ابي اسحاق الشيباني عن ابن سعد قال غير ابي صالح عن الحسن ابن سعد عن عبد الرحمن بن عبد الله عن ابيه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فانطلق لحاجته فرأينا حمرة معها فرخان فأخذنا فرخيها فجاءت الحمرة فجعلت تفرش فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال من فجع هذه بولدها ردوا ولدها اليها ورأى قرية نم قد حرقناها فقال من حرق هذه قلنا نحن قال انه لا ينبغي ان يعذب بالنار الا رب النار حدثنا اسحاق ابن ابراهيم الدمشقي ابو النضر حدثنا محمد بن شعيب اخبرني ابو زرعة يحيى ابن ابي عمر السيداني عن عمر بن عبد الله انه حدث عن واثلة ابن الاسقع قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبو فخرجت الى اهلي فاقبلت وقد خرج اول صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم فطفقت في المدينة انادي الا من يحمل رجلا له سهمه فنادى شيخ من الانصار قال لنا سهمه على ان نحمله عقبة وطعامه معا قلت نعم قال فسر على بركة الله سعى قال فخرجت مع خير صاحب حتى افاء الله علينا فاصابني قلائص فسقتهن حتى اتيته فخرج فقعد على حقيبة من حقائب ابن ثم قال سقهن مدبرات ثم قال سقهن مقبلا فقال ما ارى قلائصك الا كرام قال انما هي غنيمتك التي شرطت لك قال خذ خلائصك يا ابن اخي فغير تأثنك اردنا حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا حماد يعني ابن سلم اخبرنا محمد ابن زياد قال سمعت ابا هريرة يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عجب ربنا عز وجل من قوم يقادون الى الجنة في الثلاثة حدثنا عبد الله بن عمر بن ابي الحجاج ابو معمر حدثنا عبد الوارد حدثنا محمد بن اسحاء عن يعقوب بن عثبة عن مسلم بن عبد الله عن جنب بن مكيس قال بعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن غالب الليثي في سرية وكنت فيهم وامرهم ان يحنوا الغارة على بني الملوح بالكديد فخرجنا حتى اذا كنا بالكديد لقينا الحارثة ابن الفرصاء الليثي فاخذناه فقال انما جئت اريد الاسلام وانما خرجت الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلنا ان تكن مزلما لم يضرك رباطنا يوما وليلا وان تكن غير ذلك نستوثق منك فشددناه وثاقا حدثنا عيسى بن حمد المصري وقتيب قال قتيبة حدثنا الليث بن سعد عن سعيد بن أبي سعيد انه سمع ابا هريرة يقول بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خيلا فبل نجد فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أسان سيد أهل اليمامة فربطوه بثارية من ثواري النسجد فخرج اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ماذا عندك يا ثمامة قال عندي يا محمد خير ان تقتل تقتل ذا دم وان تنعم تنعم على شاكر وان كنت تريد المال فسل تعطى منه ما شئ فتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى اذا كان الغد ثم قال له ما عندك يا ثمامة فأعاد مثل هذا الكلام فتركه حتى كان بعد الغد فذكر مثل هذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطلقوا ثمامة فانطلق إلى نخل قريب من المسجد فاغتسل فيه ثم دخل المسجد فقال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله وثاق الحديث قال عيسى أخبرنا لي وقال ذا دم حدثنا نحمد بن عمر الرازي قال حدثنا سلمة يعني ابن الفضل عن ابن إسحاق قال حدثني عبد الله بن أبي بك عن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن في سعد بن زرارة قال قدم بالأسارة حين قدم بهم وثودة بنت زمعة عند آل عفراء في منافهم على عوف ومعود ابني عفراء قال وذلك قبل أن يضرب عنهن الفجاء قال تقول الثودة والله إني لعندهم إذ أسيت فقيل هؤلاء الأسارة قد أتي بهم فرجعت إلى بيتي ورسول الله صلى الله عليه وسلم فيه وإذا أبو يزيد سهيل بن عمر في ناحية الحجرة مجموعة يداه إلى عوقه بحفل ثم نكر الحديث قال أبو داود وهما قتلا أبا جهل بن هشام وكانا أنتدبا له ولم يعرفاه وقتلا يوم بدر حدثنا ناس بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن ثابت عن أنث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ندب أصحابه فانطلقوا إلى بدر فإذا هم بروايا قريش فيها عقل أسود لبن الحجات فأخذه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلوا يسألونه أين أبو سفيان فيقول والله ما لي بشيء من أمره علم ولكن هذه قريش قد جاءت فيهم أبو جهل وعطبة وشيبة ابنا ربيعة وأمية بن خلق فإذا قال لهم ذلك ضربوه فيقول دعوني دعوني أخبركم فإذا تركوه قال والله ما لي بأبي سفيان من علم ولكن هذه قريش قد أقبلت فيه الأبو جهل وعطبة وشيبة ابنا ربيعة وأمية بن خلق قد أقبلوا والنبي صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يسمع ذلك فلما انخرق قال والذي نفسي بيده إنكم لتضربونه إذا فضقكم وتدعونه إذا كذبكم آله قريش قد أقبل لتمنع أبا سفيان قال أنا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا مصرع كلان غدا ووضع يده على الأرض وهذا مصرع كلان غدا ووضع يده على الأرض وهذا مصرع كلان غدا ووضع يده على الأرض فقال والذي نفسي بيده ما جاوز أحد منهم عن موضع يد رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بأرجلهم فسحبوا فألقوا في قليب بكر حدثنا محمد بن عمر بن علي المقدم قال حدثنا أشعف بن عبد الله يعني السجستان وحدثنا ابن بشار قال حدثنا ابن أبي علي وهذا لفظه وحدثنا الحسن بن علي قال حدثنا وهو ابن جرير عن شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عبات قال كانت المرأة تكون مقلاس فتجعل على نفسها إن عاش لها ولد أن تهوده فلما أجليت بن النظير كان فيهم من أبناء الأمصار فقالوا لا ندع أبناءنا فأنزل الله عز وجل لا إكراها في الدين قد تبين الرجل من الغيب قال عبد داود المقلاة التي لا يعيش لها ولد حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أحمد بن المفضل قال حدثنا أصباط بن نصر قال زعم السدي عن مصعب بن سعد عن سعد قال لما كان يوم فتح مكة أمن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلا أربعة نفر وامرأتين وسماهم وابن أبي سرح فذكر الحديث قال وأما ابن أبي سرح فإنه اختبأ عند عثمان بن عبتان فلما دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس إلى البيع جاء به حتى أوقفه على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله بايا عبد الله ورفع رأته فنظر إليه ثلاثة كل ذلك يأبى فبا يعبوا بعد ثلاث ثم أقبل على أصحابه فقال أما كان فيكم رجل رشيد يقوم إلى هذا حيث رآني كففت يدي عن بيعتك فيقتلك فقال ما ندري يا رسول الله ما في نفسك ألا أو مأت إلينا بعينيك قال إنه لا ينبغي لنبيا أن تكون له خائنة الأعين قال أبو داود قال أبو داود كان عبد الله أخى عثمان من الرضاع وكان الوليد بن عقبة أخى عثمان لأمك وضربه عثمان الحد إذ شرب الخم حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا زيد بن الحباب قال أخبرنا عمر بن عثمان بن عبد الرحمن بن تعيد بن يربوع المخزومي قال حدثني جدي عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح مكة أربعة لا أؤمنهم في حل ولا حرم فسماهم قال وغيرتين كانتان مقيس فقتلت إشداهما وأثلتت الأخرى فأثمت قال أبو داود لم أفهم إسناده من ابن العلاء كما أحبه حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن أنس ابن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر فلما نزعه جاءه رجل فقال ابن خطل متعلق بأستار الفعب فقال أبتلوه قال أبو داود ابن خطل اسمه عبد الله وكان أبو بردة الأسلمي قتله حدثنا عن ابن الحسين الرقيق قال حدثنا عبد الله بن جعفر من الرقيق قال أخبرني عبيد الله بن عمر عن زيد بن أبي أنيسف عن عمر بن مر عن إبراهيم قال أراد الضحاك بن قيس أن يستعمل مسروخ فقال له عمارة بن عقبس أتستعمل رجلا من بقايا قتلة عثمان فقال له المسروخ حدثنا عبد الله بن مسعود وكان في أنفسنا موثوق الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد قتل أبيك قال من للصدي قال النار فقد رضيت لك ما رضي لك رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمر بن الحارف عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن ابن تعلي قال غذونا مع عبد الرحمن بن خالد بن الوليد فأتي بأربعة أعلاج من العدو فأمر بهم فقتلوا صبرا قال أبو داود قال لنا غير سعيد عن ابن وهب في هذا الحديث قال بن نبلي صبرا فبلغ ذلك أبا أيوب الأنصارية فقال سمع برسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن قتل الصبر فوالذي نفي بيده لو كانت دجاجة ما فبرتها فبلغ ذلك عبد الرحمن بن خالد بن الوليد فأعتقى أربع رقاب حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد قال أخبرنا ثابت عن أنث أن ثمانين رجلا من أهل مكة هبطوا على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من جبال التنعيم عند طلاث الفجر ليقتلوهم فأخذهم رسول الله صلى الله عليه وسلم سلما فأعتقهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل وهو الذي كثى أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة إلى آخر الآية حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا مهمر عن الزبري عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأسارى بجر لو كان مطعم معادي حية ثم كلمني في هؤلاء النتنا لأطلقتهم له حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا أبو نوح قال أخبرنا عكريمة بن عمار قال حدثنا سناك الحنفي قال حدثني ابن عباس قال حدثني عمر بن الخطاب قال لما كان يوم بدر فأخذ يعني النبي صلى الله عليه وسلم الفداء أنزل الله عز وجل ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يتخن في الأرض إلى قوله لمسكم فيما أخذتم من الفداء ثم أحل لهم الله الغناء قال أبو داود سمعت أحمد بن حنبل يسأل عن اسم أبي نوح فقال إيش تصمع باسمه اسم شميع قال أبو داود اسم أبي نوح قراض والصحيح عبد الرحمن بن غزوان حدثنا عبد الرحمن بن المبارك العيشي قال حدثنا سفيان بن حبيب قال حدثنا شعبة عن أبي الشعفاء عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل فداء أهل الجاهلية يوم بدر أربع حدثنا عبد الله بن محمد النفيدي حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحار عن يحيى بن عباد عن أبي عباد بن عبد الله بن الزبير عن عائشة قال لما بعث أهل مكة في فداء أسراهم بعثت زينب في فداء أبي العاط بمال وبعثت فيه بقلازة لها كانت عند خديجة أدخلتها بها على أبي العاط قالت فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم رقى لها رقة شديدة وقال إن رأيتم أن تطلقوا لها أثيرها وتردوا عليها الذي لها فقالوا نعم وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ عليه أو وعده أن يخلي سبيل زينب إليه وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة ورجلا من الأنصار فقال كنا بضطن يأججا حتى تمر بكما زينب فتصحباها حتى تأتيابها حدثنا أحمد بن أبي مريم حدثنا عني يعني سعيد بن الحكم قال أخبرنا ليت بن سعد عن عقيل عن ابن شهاد قال وذكر عروة بن زبير أن مروان والمثور بن مخرمة أخبراه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال حين جاءه وفد هوازن مسلمين فسألوه أن يرد إليهم أموالهم فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم معي من ترون وأحب الحديث إلي أصدقوا فاختاروا إما السبي وإما المال فقالوا نختار سبينا فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأثنى على الله ثم قال أما بعد فإن إخوانكم هؤلاء جاءوا تائبين وإني قد رأيت أن أرد إليهم سبيهم فمن أحب منكم أن يطيب ذلك فليقعن ومن أحب منكم أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفيء الله علينا فليقعن فقال الناس قد طيبنا ذلك لهم يا رسول الله فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لا ندري من أذن منكم ممن لم يأذن فارجعوا حتى يقطع إلينا أرفاؤكم أمركم فرجع الناس وكلمهم أرفاؤهم فأخبروهم أنهم قد طيبوا وأذن حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن محمد بن إسحاء عن عمر بن شعيب عن أبي عن جده في هذه القصة قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رجوا عليه النساءهم وأبناءهم فمن مسك بشيء من هذا الفيء فإن له به علينا ست فراء من أول شيء يفيءه الله علينا ثم دنى يعني النبي صلى الله عليه وسلم من بعير فأخذ وضرة من سنانه ثم قال يا أيها الناس إنه ليس لي من هذا الفيء شيء ولا هذا ورفع أسبوعي إلا الخمسة والخمس مردود عليكم فأدوا الخياطة والمخير فقام رجل في يديه كبة من شعر فقال أخذت هذه لأصلح بها بردعة منك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما ما كان لي ولبني عبد المطلب فهو له فقال أما إذ بلغت ما أرى فلا أرى بني فيها ونبذها حدثنا محمد بن المسنة قال حدثنا معاذ بن معاذ وحدثنا هاروم بن عبد الله قال حدثنا روح قال حدثنا سعيد عن خسابة عن عنه عن أبي طلحة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غلب على قوم أقام بالعرصة ثلاثة قال ابن المسنة إذا غلب قوما أحب أن يقيم بعرصتهم ثلاثة قال أبو داود كان يحيث سعيد يطعن في هذا الحديث لأنه ليس من قديم حديث سعيد لأنه تغير سنة خمس وأربعين ولم يخرج هذا الحديث إلا بأخره قال أبو داود يقال إن وكيعا حمل عنه في تغيره حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا إسحاق بن منصور حدثنا عبد السلام بن حرب عن يزيد بن عبد الرحمن عن الحكم عن ميمون بن أبي شبيب عن علي أنه فرق بين جارية وولدها فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ورد البيع قال أبو داود وميمون لم يدرك علي قتل بالجماجم والجماجم سنة ثلاث وثمانين قال أبو داود والحرة سنة ثلاث وثتين وقتل ابن الزبير سنة ثلاث وثبين حدثنا هاروم بن عبد الله قال حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا عكرمة قال حدثني إياس بن سلمة قال حدثني أبي قال خرجنا مع أبي بكر وأمره علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فغذونا فزارة فشننا الغارة ثم نظرت إلى عمق من الناس فيه الدرية والنساء فرميت بسهم فوقع بينهم وبين الجبل فقاموا فجئت بهم إلى أبي بكر فيهم امرأة من فزارة وعليها فشع من أدم معها بنت لها من أحسن العرأة فنفلني أبو بكر ابنتها فقدمت المدينة فلقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي يا سلمة هدل المرأة فقلت والله لقد أعجبتني وما كشفت لها ثوبا فسكت حتى إذا كان من الغد لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم في السوق فقال يا سلمة هدل المرأة بالله أبوه فقلت يا رسول الله والله ما كشفت لها ثوبا وهي لك فبعت بها إلى أكل مكة وفي أيديهم أسرى ففازاهم بتلك المرأة حدثنا صالح بن سهير حدثنا يحيى يعني ابن أبي زائدة عن عبيد الله عن ناكة عن ابن عمر أن غلاما لابن عمر أبق إلى العدو فظهر عليه المسلمون فرده رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ابن عمر ولم يقسم قال عبد داود وقال غيره رده عليه خالد ابن الوليد حدثنا محمد ابن سليمان الأنباري والحسن ابن علي المعنى قالا حدثنا ابن نمير عن عبيد الله عن ناكة عن ابن عمر قال ذهب فرص له فأخذها العدو فظهر عليهم المسلمون فرد عليه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبق عبد له فلحق بأرض الغور فظهر عليهم المسلمون فرده عليه خالد ابن الوليد بعد النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عبد العزيز بن يحيى الحراني حدثنا محمد يعني ابن سلمة عن محمد ابن إسحاق عن أبان ابن صالح عن منصور ابن المعتمر عن ربعي ابن حراش عن علي بن أبي طالب قال خرج عدانا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني يوم الحديدية قبل الصلح فكتب إليه مواليهم فقالوا يا محمد والله ما خرجوا إليك رغبة في دينك وإنما خرجوا هربا من الرق فقال ناس صدقوا يا رسول الله ردهم إليهم فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال ما أراكم تنتهون يا معشر قريش حتى يبعث الله عليكم من يضرب رقابكم على هذا وأبى أن يردهم وقال هم عتقاء الله عز وجل حدثنا إبراهيم بن حمزة الزبيري قال حدثنا أنس بن عياط عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن جيشا غنموا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما وعطلا فلم يأخذ منهم الخبر حدثنا موسى بن إسماعيل والقعنبي قال حدثنا سليمان عن حميد يعني ابن هلال عن عبد الله بن مغفر قال جلّ جراب من شحم يوم خيبر قال فأتيته فالتزمته قال ثم قلت لا أعطي من هذا أحدا اليوم شيء قال فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يتبسم إليه حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا جرير يعني ابن حازم عن يعلى بن حكيم عن أبي لبيد قال كنا مع عبد الرحمن بن سمرق بكابل فأصاب الناس غنيمة فانتهبوها فقام خطيبا فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن نهبة فردوا ما أخذوا فقسمه بينهم حدثنا محمد بن العلاء حدثنا أبو معاوية حدثنا أبو إسحاء الشيباني عن محمد بن أبي مجالد عن عبد الله بن أبي أوفى قال قلت هل كنتم تخمسون يعني الطعام في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أصبنا طعاما يوم خيبر فكان الرجل يجيء فيأخذ منه مقدار ما يكفيه ثم ينفر حدثنا هلاد بن السري حدثنا أبو الأحوص عن عاطم يعني ابن كليب عن أبي عن رجل من الأنصار قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فأصاب الناس حاجة شديدة وجهد وأصابوا غنما فانتهبوها فإن قدورنا لتغني إذ جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي على قوسه فأكفأ قدورنا بقوسه ثم جعل يرمل اللحم بالتراب ثم قال إن النهبة ليست بأحل من الميتة أو إن الميتة ليست بأحل من النهبة الشف منها حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمر بن الحارق أنا ابن خرشة الأزي حدثه عن القاسم مولى عبد الرحمن عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال كنا نأكل الجزرة في الغذوة ولا نقيمه حتى إن كنا لنرجع إلى رحالنا وأخرجتنا منه مملأة حدثنا محمد بن المصفة حدثنا محمد بن المبارك عن يحيى بن حمدة قال حدثنا أبو عبد العزيز شيخ من أهل الأردن عن عبادة بن نسي عن عبد الرحمن بن غلم قال رابطنا مدينة قنسرين مع شرح بيري بن الصنف فلما فتحها أصاب فيها غنما وبقرا فقسم فينا طائفة منها وجعل بقيتها في المغنم فلقيت معاذ بن جبل فحدثته فقال معاذ غذونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر فأصبنا فيها غنما فقسم فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم طائفة وجعل بقيتها في المغنم حدثنا سعيد بن منصور وعثمان بن أبي شيبة المعنى قال أبو داود وأنا لحديثه أتقن قال حدثنا أبو معاوية عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي مرلوق مولى تجيبة عن حنش صنعاني عن رويفي بن ثابث الأنصاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله وباليوم الآخر فلا يركب دابة من فيء المسلمين حتى إذا أعجفها ردها فيه ومن كان يؤمن بالله وباليوم الآخر فلا يلبس ثوبا من فيء المسلمين حتى إذا أخلقه رده فيه حدثنا محمد بن العلاء قال أخبرنا إبراهيم يعني إن يوتف بإسحاق بن أبي إسحاق السبيعي عن أبيه عن أبي إسحاق السبيعي حدثني أبو عبيدة عن أبيه قال مررت فإلى أبو جهل صريع قد ضربت أجله فقلت يا عدو الله يا أباجة قد أخذ الله الآخر قال ولا أهابه عند ذلك فقال أبعد من رجل قتله قومه فضربته بسيف غير طائل فلم يغني شيئا حتى فقط سيفه من يده فضربته به حتى ضربت حدثنا مسدد أن يحيى بن سعي وبشر ابن المفضل حدثاهم عن يحيى بن سعي عن محمد بن يحيى بن حبان عن أبي عمرة عن زيد بن خالد الجهني أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم توفي يوم خيبر فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلوا على صاحبكم فتغيرت نجوه الناس لذلك فقال إن صاحبكم غل في سبيل الله ففتشنا متاعه فوجدنا خرجا من خرج يهود لا يساوي برهمه حدثنا القعنبي عن مالك عن ثور بن زيد الديلي عن أبي الغيث مولى بن مطيع عن أبي هريرة أنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر فلم نغنم ذهبا ولا ورقة إلا الثياب والمتاع والأموال قال ووجه رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو وادي القرى وقد أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم عبد أسود يقال له مدعم حتى إذا كانوا بوادي القرى فبين مدعم يحط رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاءه سهم فقتله فقال ما هنيئا له الجنة فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلا والذي نفي بيده إن الشملة التي أخذها يوم خيبر من المغانب لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا فلما سمعوا ذلك جاء رجل بشراك أو شراكين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شراك من نار أو قال شراكان من نار حدثنا أبو صالح محبوب بن موسى قال أخبرنا أبو إسحاق الفزري عن عبد الله بن شودة بن قال حدثني عامر يعني ابن عبد الواحد عن ابن بريدة عن عبد الله ابن عمر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصاب غنيمة أمر بلالا فنادى في الناس فيجيئون بغنائنهم فيخمسه ويقسمه فجاء رجل بعد ذلك بدمام من شعر فقال يا رسول الله هذا فيما كنا أصبناه من الغنيمة فقال أسمعت بلالا ينادي ثلاثة قال نعم قال فما منعك أن تجيئ به فاعتذر إليه فقال كن أنت تجيئ به يوم القيامة فلن أقبله عنك حدثنا النفيلي وسعيد بن منصور قال حدثنا عبد العزيز بن محمد قال النفيلي الأندرى ودي عن صالح بن محمد بن زائد قال أبو داود وصالح هذا أبو واقد قال دخلت مع معلمة أرض الروم فأتي برجل قد غلى فسأل ثالما عنه فقال سمعت أبي يحدث عن عمر بن الخطاب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وجدتم الرجل قد غلى فأحرقوا متاعه واضربوه قال فوجدنا في متاعه مصحفا فسأل ثالما عنه فقال بيعه وتصدق بكمنه حدثنا أبو صالح محبوب بن موسى الأنطاقين قال أخبرنا أبو إسحاق عن صالح بن محمد قال غذونا مع الوليد بن هشام ومعنا ثالن بن عبد الله بن عمر وعمر بن عبد العزيز فغلى رجل متاعا فأمر الوليد بمتاعه فأحرق وطيف بك ولم يعطي سهن قال أبو داود وهذا أصح الحديثين رواه غير واحد أن الوليد بن هشام أحرق رحم ذياذ بن سعد وكان قد غلى وضرب حدثنا محمد بن عوف قال حدثنا موسى بن أيوب قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا زهير بن محمد عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر وعمر حرقوا متاعا غالي وضربوه قال أبو داود وزاد فيه علي بن بحر عن الوليد ولم أسمعه منه ومنعوه تهمه قال أبو داود وحدثنا به الوليد بن عطبسة وعبد الوهاب بن نجدسة قال حدثنا الوليد عن زهير بن محمد عن عمر بن شعيب قوله ولم يذكر عبد الوهاب بن نجدسة الحوطي منع تهمه حدثنا محمد بن داود بن سفيان قال حدثنا يحيى بن حتام قال حدثنا سليمان بن موسى أبو داود قال حدثنا جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب حدثني خبيب بن سليمان عن أبيه سليمان بن سمرة عن سمرة بن جندب قال أما بعد وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كتم غالا فإنه مثله حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن يحيى بن سعيب عن عمر بن كثير بن أفلح عن أبي محمد مولى أبي قسادة عن أبي قسادة قال فرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في عام حنين فلما انتقينا كانت للمسلمين جولة قال فرأيت رجلا من المشركين قد على رجلا من المسلمين قال فستدرت له حتى أتيته من ورائه فضربته بالسيف على حب عاتقه فأقبل علي فضمني ضمة وجدت منها ريح الموت ثم أدركه الموت فأرسله فلحقت عمر بن الخرطاب فقلت له ما بال الناس قال أمر الله ثم إن الناس رجعوا وجلت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلب قال فقمت ثم قلت من يشهد لي ثم جلست ثم قال ذلك الثانية من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلب قال فقمت ثم قلت من يشهد لي ثم جلست ثم قال ذلك الثالثة فقمت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك يا أبا قساد قال فقصصت عليه القصة فقال رجل من القوم صدق يا رسول الله وسلب ذلك القتيل عندي فأرضه منك فقال أبو بكر مستدير لا هالله إذا يعمل إلى أسد من أسد الله يغافل عن الله وعن رسوله فيعطيك سلبه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق فأعطيه إياه فقال أبو قسادة فأعطانيه فبعت الزرع فتعت به مخرفا في بني سلم فإنه لأول مال تأسلفه في إسلام حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن إسحاق ابن عبد الله بن أبي قلحة عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يومئذ يعني يوم حمين من قتل كافرا فله سلبه وقتل أبو طلحة يومئذ عشرين رجلا وأخذ أسلابه ولقي أبو طلحة أم سليم ومعها سنجر فقال يا أم سليم ما هذا معك قال أردت والله إن دنا مني بعضهم أبعج به بطنة أخبر بذلك أبو طلحة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو داود هذا حديث حسن قال أبو داود أردنا بهذا الخنجرة وكان سلاحا العجم يومئذ من الخنجرة حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثني صفوان بن عمر عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن عوح بن مالك الأشجعي قال فرلت مع زيد بن حارثة في غزوة مؤتة فراطقني مدد من أهل اليمن ليس معه غير سيث فنحر رجل من المسلمين جذورا فسأله المددي طائفة من جلد فأعطاه إياه فتخذه كهيئة الدر ومضينا فلقينا جموع عور وفيهم رجل على فرث له أشقر عليه ترج المذهب وسلاح مذهب فجعل رومي يغري بالمسلمين فقعد له المددي خلف فخرة فمر به رومي فعرقب فرته فخر وعلاه فقتله وحالد فرثه وسلاحه فلما فتح الله عز وجل للمسلمين بعث إليه خالد بن الوليد فأخذ من السلب قال عو فأتيته فقلت يا خالد أما علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أضى بالسلب للقاتل قال بلى ولكن استكثرته قلت لك رب جنه عليك أو لأعرف النكها عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبى أن يرد عليه قال عو فاجتمعنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقفص عليه قصة المدد وما فعل خالد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا خالد ما حملك على ما صنعت قال يا رسول الله لقد استكثرت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا خالد رد عليه ما أخذت منك قال عو فخذ له وجونك يا خالد ألم أفلك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ذلك فأخبرته قال فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا خالد لا ترد علي هل أنتم تاركون لي أمرائي لكم صفوة أمرهم وعليهم كذره حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا الوليد قال سألت ثورا عن هذا الحديث فحدثني عن خالب بن معدان عن جبير بن نفير عن عوف بن مالك الأشجعي نحن حدثنا سعيد بن منصور حدثنا إسماعيل بن عياش عن صفوان بن عمر عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن عوف بن مالك الأشجعي وقالد بن الوليد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالسلب للقاتل ولم يخمس السلب حدثنا هارون معباد الأزدي قال حدثنا وقيع عن أبيه عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود قال نفلني رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر سيف أبي جهل كان قتل حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا إسماعيل بن عياش عن محمد بن الوليد الزبيدي عن زهري أن عن فتة بن سعيد أخبره أنه سمع أبا هريرة يحدث سعيد بن العاق أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن فتحها وإن حزم خيرهم ليه فقال أبا اقسم لنا يا رسول الله فقال أبا هريرة فقلت لا تقسم لهم يا رسول الله فقال أبا أنت بها يا وبرو تحذر علينا من رأس ضال فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجلس يا أبا ولم يقتم لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا حامد بن يحيى البلخي قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري وسأله إسماعيل بن أمية فحدثناه الزهري أنه سمع عن فتة بن سعيد القرشية يحدث عن أبي هريرة قال قدمت المدينة ورسول الله صلى الله عليه وسلم بخيبر في نفتتحها فسألته أن يسهم ليه فتكلم بعض ويلد سعيد بن العاف فقال لا تسهم له يا رسول الله قال فقلت هذا قاسل ابن فوقا فقال سعيد بن العاف يا عجبا لوبر قد تدلى علينا من قدوم غالب يعيرني بقتل امرئ مسلم أكرمه الله تعالى على يديه ولم يهني على يديه قال أبو داود هؤلاء كانوا نحو عشرة فقتل منهم ستة ورجع من فقر حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة حدثنا بغيد عن أبي بردة عن أبي موسى قال قدمنا فوافقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر فأسهم لنا أو قال فأعطانا منها وما قدم لأحد الغاب عن فتح خيبر منها شيئا إلا لمن شهد معه إلا أصحاب سفينتنا جعفر وأصحابه فأسهم لهم معهم حدثنا محبوب بن موسى أبو صالح أخبرنا أبو أسحاق الفزاري عن ثليب بن وائل عن هان بن قيس عن حبيب بن أبي مليكة عن ابن عمر قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام يعني يوم بدر فقال إن عثمان انطلق في حاجة الله وحاجة رسول الله وإني أبايع له فضرب له رسول الله صلى الله عليه وسلم بسهم ولم يضرب لأحد غاب غيره حدثنا محبوب بن موسى أبو صالح حدثنا أبو أسحاق الفزاري عن زائدة عن أعمش عن مختار بن صيفي عن يزيد بن هرمز قال كتب نجدة إلى ابن عباس يسأله عن كذا وكذا وذكر أشياء وعن المملوك أله في الفيء شيء وعن النساء هل كن يخرجن مع النبي صلى الله عليه وسلم وهل لكن نصير فقال ابن عباس لولا أن يأتي أحموقة ما كثت إليه أما المملوك فكان يفرى وأما النساء فقد كن يداوين الجرحى ويفقين الماء حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا أحمد بن خالد يعني الوهدي حدثنا إذن إسحاق عن أبي جعفر وزهري عن يزيد بن هرمز قال كتب نجدة الحروري إلى ابن عباس يسأله عن النساء هل كن يشهدن الحرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل كان يضرب لهم بسهم قال فأنا كتبت كتاب ابن عباس إلى نجدة قد كن يحضرن الحرب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأما أن يضرب لهم بسهم فلا وقد كان يرضى لهم حدثنا إبراهيم بن سعيد وغيره قال أخبرنا زيد بن الحباب قال حدثنا رافع بن سلمة بن زياد حدثني حشرج بن زياد عن جدته أم أبيه أنها خرجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة خيبر سالس ست نسوة فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم فبعت إلينا فجئنا فرأينا فيه الغضب فقال مع من خرجت وبإذن من خرجت فقلنا يا رسول الله خرجنا نغزل الشعر ونعين به في سبيل الله ومعنا دواء الجرحى ونناول السهام ونفق السوير فقال قم حتى إذا فتح الله عليه خيبر أسهم لنا كما أسهم للرجال قال قلت لها يا جدة وما كان ذلك قال تمرى حدثنا أحمد بن خنبل حدثنا بشر يعني ابن المفضل عن محمد بن زيد قال حدثني عمير المولى آبي اللحم قال شهدت خيبر مع سادتي فكلموا في رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر بي فقلت سيفا فإذا أنا أجره فأخبر أني مملوه فأمر لي بشيء من خرفي المتاع قال أبو داود معناه أنه لم يسهم له قال أبو داود وقال أبو عبي كان حرم اللحمة على نفسه فسمي آبي اللحمة حدثنا تعيد بن منصور حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال كنت أنيح أصحابي ماء يوم بعد حدثنا مسدد ويحيى بن معين قال حدثنا يحيى عن مالك عن الفضي عن عبد الله بن نيار عن عروة عن عائشة قال يحيى إن رجلا من المشركين لحق بالنبي صلى الله عليه وسلم ليقاتل معه فقال ارجع ثم اتفقا فقال إنا لا نستعين بمشرك حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا أبو معاوية حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسهم لرجل ولفرسه ثلاثة أسهم سهما له وسهمين لفرسه حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا أبو معاوية حدثنا عبد الله بن يزيد حدثني المسعودي حدثني أبو عمر عن أبيه قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة نفر ومعنا فرس وأعطى كل إنسان منا سهمة وأعطى للفرس سهمين حدثنا مسدد حدثنا أمية بن خالد حدثنا المسعودي عن رجل من آل أبي عمر عن أبي عمرة بمعنى إلا أنه قال ثلاثة نفر زاد فكان للثالث ثلاثة أسهم حدثنا محمد بن عيسى حدثنا مجمع بن يعقوب بن مجمع بن يزيد الأنفاري قال سمعت أبي يعقوب بن مجمع يذكر عن عميه عبد الرحمن بن يزيد الأنفاري عن عميه مجمع بن جارية الأنفاري وكان أحد القراء الذين قرأوا القرآن قال شهدنا الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما انطرفنا عنها إذا الناس يهزون الأباع فقال بعض الناس لبعض ما للناس قالوا أوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرجنا مع الناس نوجف فوجبنا النبي صلى الله عليه وسلم واقفا على راحلته عند قراع الغمين فلما اجتمع عليه الناس قرأ عليهم إنا فتحنا لك فتحا مبينا فقال رجل يا رسول الله أفتح هو؟ قال نعم والذي نفس محمد بيده إنه لفتح فقصمت خيبر على أهل الحديبية فقد سمها رسول الله صلى الله عليه وسلم على ثمانية عشر فهمة وكان الجيش 1500 فيهم 300 فارس فأعطى الفارس سهمين وأعطى الراجل سهمة قال أبو داود حديث أبي معاوية الصح والعمل عليه وأرى الوهمة في حديث مجمع أنه قال 300 فارس وكان 200 فارس حدثنا وهو ابن بقية قال أخبرنا قالد عن داود عن أكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم بدر من فعل كذا وكذا فله من النفل كذا وكذا قال فتقدم الفتيان ولازل المشيخة الرايات فلم يبرحوها فلما فتح الله عليهم قال المشيخة كنا رزءا لكم لو انهزمتم لفئتم إلينا فلا تذهبوا بالمغنم ونبقى فأبى الفتيان وقالوا جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا فأنزل الله يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول إلى قولت كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكاربون يقول فكان ذلك خيرا لهم فكذلك أيضا فأطيعوني فإني أعلم بعاقبة هذا منكم حدثنا زياد بن أيوب حدثنا هشيم قال أخبرنا داود بن أبي هند عن عكمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم بد من قتل قتيلا فله كذا وكذا ومن أثر أثيرا فله كذا وكذا ثم ساق نحوه وحديث خالد أسم حدثنا هارون بن محمد بن بكار بن بلال قال حدثنا يزيد بن خالد بن موهي بن الهمداني قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة قال أخبرني داود بهذا الحديث بإسناس قال فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسواء وحديث خالد أتم حدثنا هل نادف السريع عن أبي بكر عن عاصم عن مصعب بن سعر عن أبيه قال جئت إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر بسيف فقلت يا رسول الله إن الله قد شفى قضر اليوم من العدو فهب لي هذا السيف قال إن هذا السيف ليس لي ولا لك فذهبت وأنا أقول يعطاه اليوم من لم يبل بلائي فبينما أنا إذ جاءني الرسول فقال أجد فظننت أنه نزل فيي شيء بكلام فجئته فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم إنك سألتني هذا السيف وليس هو لي ولا لك وإن الله قد جعله لي فهو لك ثم قرأ يسألونك عني أنفال قولي أنفال لله والرسول إلى آخر آية قال أبو داود قرأة ابن مسعود يسألونك النفل حدثنا عبد الوهاب بن نجدة حدثنا الوليد بن مسلم وحدثنا موسى بن عبد الرحمن الأنطاقي وقال حدثنا مبشر وحدثنا محمد بن عوفن الطائب أن الحكم بن نافع حدثهم المعنى كلهم عن شعيب بن أبي حمزة عن نافع عن ابن عمر قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في جيش قبل نجد وانبعثت سرية من الجيش فكان سثمان الجيش إثني عشر بعيرا إثني عشر بعيرا ونفل أهل السرية بعيرا بعيرا فكانت سثمانهم ثلاثة عشر ثلاثة عشر حدثنا الوليد بن عطبس الدمشقي قال قال الوليد يعني ابن مسلم حدثت ابن المبارك بهذا الحديد قلت وكذا حدثنا ابن أبي فروة عن نافع قال لا تعدل من سميت بمالك هكذا أو نحوه يعني مالك ابن أما حدثنا هناد قال حدثنا عبدة يعني ابن سليمان الكلابي عن محمد بن إتحاق عن نافع عن ابن عمر قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى نجل فخرجت معها فأصبنا نعما كثيرا فنفلنا أميرنا بعيرا بعيرا لكل إنسان ثم قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتم بيننا غليمتنا فأصاب كل رجل منا اثني عشر بعيرا بعد القمح وما حاسبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذي أعطانا صاحبنا ولا عاب عليه بعد ما طنع فكان لكل رجل منا ثلاثة عشر بعيرا بنفله حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك وحدثنا عبد الله بن مسلمة ويزيد بن قالد بن موهب قالا حدثنا الليل المعنى عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث سرية فيها عبد الله بن عمر قبل نجد فغنموا إبلا كثيرا فكانت أثنانهم إثني عشر بعيرا ونفلوا بعيرا بعيرا زاد ابن موهب فلم يغيره رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن عبد الله قال بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية فبلغت سهماننا إثني عشر بعيرا ونفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا بعيرا قال أبو داود رواه قرد بن سنان عن نافع مثل حدث عبد الله ورواه أيوب عن نافع مثله إلا أنه قال ونفلنا بعيرا بعيرا لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا عبد الملك بن شعيب بن الليث قال حدثني أبي عن جد وحدثنا حجاج بن أبي يعقوب قال حدثني حجين قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن مثال عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان ينفر بعض من يبعث من السرايا لأنفسهم خاصة النفل سوى قسم عامة الجيش والخمس في ذلك واجب كله حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عبد الله بن وهب حدثنا حيي عن أبي عبد الرحمن الحبلي عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوم بدر في ثلاثمائة وخمسة عشر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إنهم حفات فاحملهم اللهم إنهم عرات ففهم اللهم إنهم جياع فأشبعهم ففتح الله له يوم بدر فانخلبوا حين انخلبوا وما منهم رجل إلا وقد رجع بجمل أو جمليل واكتسوا وشبعوا حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن يزيد بن يزيد بن جابر الشامي عن مكحول عن زياد بن جارية تساميني عن حبيب بن مسلمة الفهري أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفر الثلثة بعد الخمس حدثنا عبيب الله بن عمر بن ميسرة البشمي قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن العلاء بن الحارف عن مكحول عن ابن جارية عن حبيب بن مسلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينفر ربع بعد الخمس والثلثة بعد الخمس إذا قفل حدثنا عبد الله بن أحمد بن بشير بن ذكوان ومحمود بن خالد الدمشقيان المعنى قال حدثنا مروان بن محمد قال حدثنا يحيى بن حمزة قال سمعت أبا وهب يقول سمعت مكتولا يقول كنت عبدا بنصر لامرأة من بني هذير فأعتقتني فما خرجت من نصر وبها علم إلا حويت عليه فيما أرى ثم أتيت الحجازة فما خرجت منها وبها علم إلا حويت عليه فيما أرى ثم أتيت العراق فما خرجت منها وبها علم إلا حويت عليه فيما أرى ثم أتيت الشام فغربلتها كل ذلك أسأل عن النفل فلم أجد أحدا يخبرني فيه بشيء حتى أفلت شيئا يقال له زيادة مجارية التميمي فقلت له هل سنعت في النفل شيئا قال سمعت حبيب بن مسلمة الفهرية يقول شهدت النبي صلى الله عليه وسلم نفل الربع في البدأة والثلث في الرجعة حدثنا قسيبة بن سعيد حدثنا ابن أبي عديد عن ابن إسحاف هو محمد ببعض هذا وحدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة حدثني هشيم عن يحيى بن سعيد جميعا عن عمر بن شعيد عن جده قال قال رفور الله صلى الله عليه وسلم المسلمون ستكافأ دماؤهم يسعى بدمتهم أدناهم ويجير عليهم أخصاهم وهم يد على من سواهم يرد مشدهم على مضعفهم ومتسريهم على قاعدهم لا يقتل مؤمن بكاثر ولا دو عهد في عهده ولم يذكر ابن إسحاف القود والتكافر حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا هاشم بن القاتم حدثنا عشريمة حدثني إياس بن سلمة عن أبيه قال أغار عبد الرحمن بن عيينة على إبن رسول الله فالله عليه وسلم وقتل راعيها فخرج يصعجها هو وأناس معه في خير فجعلت وجهي قبل المدينة ثم ناديت ثلاث مرات يا طباحا ثم اتبعت القوم فجعلت أرمي وأعطرهم فإذا رجع إلي فارس جلست في أصل شجرة حتى ما خلق الله شيئا من ظهر النبي صلى الله عليه وسلم إلا جعلته وراء ظهري وحتى ألقوا أكثر من ثلاثين رمحا وثلاثين بردة يستخفون منها ثم أتاهم عيينة مددا فقال ليقم إليه نفر منكم فقام إلي أربعة منهم فصعد الجبل فلما أسمعتهم قلت أتعرفوني قالوا ومن أنت قلت أنا ابن الأكوع والذي كرم وجه محمد صلى الله عليه وسلم لا يطلبني رجل منكم فيتركني ولا أطلبه فيفوتني فما برحت حتى نظرت إلى فوارث رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخللون الشجر أولهم الأخرم الأسدين فيلحق بعبد الرحمن بن عيينة فاختلفا طعنتين فعقر الأخرم عبد الرحمن وطعنه عبد الرحمن فقتله فتحول عبد الرحمن على فرث الأخرم فيلحق أبو قتادة بعبد الرحمن فاختلفا طعنتين فعقر بأبي قتادة وقتله أبو قتادة فتحول أبو قتادة على فرث الأخرم ثم جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على الناء الذي جليتهم عنه ذو قرد فإذا نبي الله صلى الله عليه وسلم في خمسمائة فأعطاني تحمى الفارك والراجل حدثنا أبو صالح محبوب بن موسى أخبرنا أبو إسحاق الفزاري عن عاقم بن كليب عن أب الجويرية الجرمي قال أصبت بأرض الروم جرة حمراء فيها دنانير في إمرة معاوية وعلينا رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من بني سلين يغال له معنى الميزين فأتيته بها فقسمها بين المسلمين وأعطاني منها مثل ما أعطى رجلا منهم ثم قال لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نسل إلا بعد الخمص لأعطيتك ثم أخذ يعرض علي من نصيبه فأبيت حدثنا هناد عن ابن المبارك عن أبي عوان عن عاقم بن كليب بإسناده ومعنى حدثنا الوليد بن عطبة قال حدثنا الوليد حدثنا عبد الله بن العلا أنه سمع أبا سلام الأسوة قال سمعت عمر بن عبثة قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بعير من المغنى فلما سلم أخذ وبرتا من جنب البعير ثم قال ولا يحل لي من غنائمكم مثل هذا إلا القمص والقمص مردود فيكم حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن عبد الله بن الهينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الغازر ينصب له لواء يوم القيامة فيقال هذه غزرة فلان ابن فلان حدثنا محمد بن الصباح البلزاز قال حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزنات عن أبي الزنات عن الأعراض عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الإمام جنة يقاتل به حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عبد الله بن وهر أخبرني عمر عن بكير بن أشج عن الحسن بن علي بن أبي رافع أن أبا رافع أخبره قال بعثتني قريش إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ألقي في قلب الإسلام فقلت يا رسول الله إني والله لا أرجع إليهم أبدا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لا أحيث بالعهد ولا أحيث البرد ولكن ارجع فإن كان في نفسك الذي في نفسك الآن فارجع قال فذهبت ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأسلمت قال بكير وأخبرني أن أبا رافع كان قبطيا قال أبو جاود هذا كان في ذلك الزمان فأما اليوم فلا يصف حدثنا حفظ بن عمر النمري قال حدثنا شعبة عن أب الفيض عن سلين بن عامر رجل من خنير قال كان بين معاوية وبين الروم عهد كان يسير نحو بلادهم حتى إذا انقضى العهد غزاهم فجاء رجل على فرث أو بردون وهو يقول الله أكبر الله أكبر وفاء لا غدا فنظروا فإذا عمر بن عبتة فأرسل إليه معاوية فسأله فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من كان بينه وبين قوم عبد فلا يشج عقدة ولا يحلها حتى ينقضي أمدها أو ينبد إليهم على ثواء فرجع معاوية حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبي بكرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قتل معاوية في غير كنهدي حرم الله عليه الجنة حدثنا محمد بن عمر الرازي حدثنا سلمة يعني ابن الهبي عن محمد بن إسحاف قال كان مسيلمة كتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وقد حدثني محمد بن إسحاف عن شيخ من أشجع يقال له سعد بن طارق عن سلمة بن عيم بن مسعود الأشجع عن أبيه نعيم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهما حين قرأ كتاب مسيلمة ما تقولان أنتما قالا نقول كما قال قال أما والله لولا أن الرسل لا تبسل لضربت أعناقكم حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن أبي إسحاف عن حارثة بن مضرب أنه أتى عبد الله فقال ما بيني وبين أحد من العرب حنة وإني مررت بمسجد لبني حنيفة فإذا هم يؤمنون بمسيلمة أرسل إليهم عبد الله فجيء بهم فاستثابهم غير ابن النواحة قال له سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لولا أنك رسول لضربت عنقك فأنت اليوم لست برسول فأمر قرضة بن كعب وضرب عنقه في السوق ثم قال من أراد أن ينظر إلى ابن النواحة قتيلا للسوق حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهوة قال أخبرني عياض بن عبد الله عن مخرمة بن سليمان عن كريب عن ابن عباس قال حدثتني أمهان إن بنت أبي طالب أنها أجارت رجلا من المشركين يوم الفتح فأتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له فقال قد أجرنا من أجرت وأمننا من أمنت حدثنا عطمان بن أبي شيبة حدثنا سفيان بن عيينة عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قال إن كانت المرأة لتجير على المؤمنين فيجول حدثنا محمد بن عبيد أن محمد بن ثور حزدهم عن معمر عن الزهري عن عروة بن زبيب عن المسور بن مخرمة قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم زمن الحديدية في بضع عشرة مئة من أصحابه حتى إذا كانوا به الحليفة قلد الهدي وأشعره وأحرم بن عمر وساق الحديد قال وسار النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بالثنية التي يهبط عليهم منها بركت به راحدته فقالنا حل حل خلأت القصواء مرتين فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما خلأت وما ذلك لها بخلق ولكن حبثها حابث فيه ثم قال والذي نفسي بيده لا يسألوني اليوم صفة يعظمون بها حرمات الله إلا أعطيتهم إياها ثم زجرها فوتبت فعزل عنهم حتى نزل بأقصى الحديدية على ثمد قليل الماء فجاءه بديل بن ورقاء الخزاعي ثم أتاه يعني عروة ابن مسعود فجعل يكلم النبي صلى الله عليه وسلم فكلما كلمه أخذ بلخياته والمغيرة ابن شعب قائم على النبي صلى الله عليه وسلم ومعه السيف وعليه المغفر فضرب يده بنعم السيف وقال أخفر يدك عن يحيته فرفع عروة رأته فقال من هذا قالوا المغيرة ابن شعب فقال أي غذر أولدت أسعى في غذرته وكان المغيرة صحب قوما في الجاهزية فقتلهم وأخذ أموالهم ثم جاء فأسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما الإسلام فقد قبلنا وأما المال فإنه مال غذر لا حاجة لنا فيه فذكر الحديث فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب هذا ما قاض عليه محمد رسول الله وخصف الخبر وقال سهي وعلى أنه لا يأتيك منا رجل وإن كان على دينك إلا رذته إلينا فلما فرغ من قضية الكتاب قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه هوموا فانحروا ثم حيقوا ثم جاء نسوة المؤمنات المهاجرات الآية فنهاهم الله أن يردوهن وأمرهم أن يردوا الصداة ثم رجع إلى الندين فجاءه أبو بصير رجل من قريش يعني فأرسلوا في طلبه فدفعه إلى الرجلين فخرجا به حتى إذا بلغا ذا الحليفة نزلوا يأكلون من تمر لهم فقال أبو بصير لأحد الرجلين والله إني لأرى تيفك هذا يا فلان جيدا فاسل له الآخر فقال أجل قد جربت به فقال أبو بصير أرني أنظر إليه فأمكنه منك فضربه حتى برد وفر الآخر حتى أتى المدينة فدخل المسجد يعني فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد رأى هذا ذعرا فقال قد قتل والله صاحبين وإني لم أقتول فجاء أبو بصير فقال قد أوفى الله ذنته فقد ردتني إليهم ثم نجان الله منهم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويل أمه مسعر حرب لو كان له أحد فلما سمع ذلك عرف أنه سيرده إليهم فخرجت حتى أتى سيف البحر وينفلت أبو جندل فلحق بأبي بصير حتى اجتمعت منه عصابة حدثنا محمد بن العلاء حدثنا ابن إدريس قال سمعت ابن إسحاق عن سهري عن عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم أنهم اصطلحوا على وطع الحرب عشرة يأمن فيهن الناس وعلى أن بيننا عيبة مكفوفة وأنه لا إقلال ولا إغلال حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا عيسى بن يونس حدثنا الأوزاعي عن حسانة عاطية قال ما لمكتول وابن أبي زكرياء إلى خالد بن معدان ومنت معهما فحدثنا عن جبير بن نفيري قال قال جبير انطلق بنا إلى ذي مخبر رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فأتيناه فسأله جبير عن الهدن فقال سنعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ستصالحون الروم صلحا آمنا وتغزون أنتم وهم عدوا من ورائكم حدثنا أحمد بن صالح حدثنا سفيان عن عمر بن دينار عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لك عبد بن أشرف فإنه قد آذى الله ورسوله فقام محمد بن مسلم فقال أنا يا رسول الله أتحب أن أقتل قال نعم قال فأذن لي أن أقول شيئا قال نعم قل فأتاه فقال إن هذا الرجل قد سألنا الصدقة وقد عنانا قال وأيضا لتمنلنا قال اتبعنا فنحن نكره أن ندعه حتى ننظر إلى شيء يطير أمره وقد أردنا أن تسلفنا وفقا أو وفقين قال فعب أي شيء ترهنوني قال وما تريد منك قال نساءكم قالوا سبحان الله أنت أجمل العرب نرهنك نساءنا فيكون ذلك عارا علينا قال هترهنونني أولادكم قالوا سبحان الله يسبو إبن أحدنا فيقال رهنت بوثق أو وثقين قالوا نرهنك اللأمة يريد السلاح قال معه فلما أتاه ناداه فخرج إليه وهو متطيب ينضح رأسه فلما أنجلس إليه وقد كان جاء معه بنفر ثلاثة أو أربعة فذكروا له قال عندي فلانة وهي أعطر نساءنا قال تأذن لي فأشن قال نعم فأدخل يده في رأسه فشمه قال أعود قال نعم فأدخل يده في رأسه فلما استمكن منه قال دونكم فضربوه حتى قتلوه حدثنا محمد بن حزابة حدثنا إتحاء يعني ابن منصور حدثنا أصباط من همداني عن السدي عن أبي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان قيد الفتك لا يفتك مؤمن حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا قفل من غزو أو حج أو عمر يكبر على كل شرف من الأرض ثلاثة كفيرات ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير آيبون تائبون عابدون تاجدون لربنا حاملون صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي حدثني علي بن حسين عن أبيه عن يديد النحو عن أكيم عن ابن عباس قال جايت تأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر الآية نتحقها التي في نور إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله إلى قوله غفور رحيم حدثنا أبو ثوبة الربيع بنافع حدثنا عيسى عن إسماعيل عن قيس عن جرير قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تريحني من ذي الخلطة فأتاها فحرقها ثم بعث رجلا من أحمس إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبشره يكنى أبا أطار حدثنا ابن السرح أخبرنا ابن وهب أخبرني يونث عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد الله بن كعب قال سمعت كعب بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين ثم جلت للناس وقصى ابن السرح الحديث قال ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمين عن كلامنا أيها الثلاثة حتى إذا قال علي تسورت جدار حائف أبي قسادة وهو ابن عم فسلمت عليه فوالله ما رد علي السلام ثم صليت الصبح صباح خمسين ليلة على ظهر بيت من بيوتنا فسمعت طارقا يا كعب بن مالك أبشر فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي فكتوته مائيا فانطلقت حتى إذا دخلت المسجد فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فقام إلي طلحة ابن عبيد الله يهرول حتى طافحني وأن حدثنا مخلد بن خالد حدثنا أبو عاطم عن أبي بكرة بكار بن عبد العزيز أخبرني أبي عبد العزيز عن أبي بكرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا جاءه أمر سرور أو أشر به خرى تاجدا شاكرا لله حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن أبي فديك حدثني موسى بن يعقوب عن ابن عثمان قال أبو داود وهو يحيى بن الحسن بن عثمان عن الأشعة بن إسحاق بن سعد عن عامر بن سعد عن أبيه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة نريد المدينة فلما كنا قريبا من عزورا نزل ثم رفع يديه فدع الله ساعة ثم خر تاجدا فمكت طويلا ثم قام فرفع يديه فدع الله ساعة ثم خر تاجدا فمكت طويلا ثم قام فرفع يديه ساعة ثم خر تاجدا ذكره أحمد ثلاثة قال إني سألت ربي وشفعت لأمتي فأعطاني ثلث أمتي فخررت ساجدا شكرا لربي ثم رفعت رأتي فسألت ربي لأمتي فأعطاني ثلث أمتي فخررت ساجدا لربي شكرا ثم رفعت رأتي فسألت ربي لأمتي فأعطاني ثلث الآخر فخررت ساجدا لربي قال أبو داود أشعة بن إسحاق أسقطه أحمد بن صالح حين حدثنا به فحدثني به عنه موسى بن سهل الرمي حدثنا حقص بن عمر ومسلم بن إبراهيم قالا حدثنا شعبة عن محارب بن ديتار عن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره أن يأتي الرجل أهله وطروق حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن مغيرة عن الشعب عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أحتم ما دخل الرجل على أهله إذا قدم من سفر أولا ليل حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا هشير أخبرنا قيارا عن الشعب عن جابر بن عبد الله قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فلما ذهبنا لندخل قال أمهلوا حتى ندخل ليلا لكي تمتشط الشعفة وتستحد المغيبة قال أبو داود قال زهري أطروق بعد الإشاء قال أبو داود وبعد المغرب داب أسابه حدثنا ابن السرشي حدثنا سفيان عن الجهري عن التائب بن يليد قال لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة من غزوة تبوك تلقاه الناس فلقيته مع الخديان على ثنية الودع حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد أخبرنا ثابت القناني عن آس ابن مالك أن نفثا من أسلم قال يا رسول الله إني أريد الجهاز وليس لي مال أتجهز به قال اذهب إلى كلان الأنصاري فإنه كان قد تجهز قمره فقل له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يغرئك السلام وقل له ادفع إلي ما تجهز به فأساه قال له ذلك فقال لمرأته يا فلانة ادفعي له ما جهزني به ولا تحبثي منه شيئا فوالله لا تحبثين منه شيئا فيبارك الله فيه حدثنا محمد بن المتوكل العفقلاني والحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق أخبرني ابن جريد قال أخبرني ابن شهاب قال أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه عبد الله بن كعب وعمله عبيد الله بن كعب عن أبيهما كعب بن مالك أن نبي صلى الله عليه وسلم كان لا يقدم من سفر إلا نهار قال الحسن في الضحة فإذا قدم من سفر أتى المسجد فركع فيه ركعتين ثم جلس فيه حدثنا محمد بن منصور القوسي حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحاق حدثني نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أقبل من حجته دخل المدينة فأنافع على باب مسجده ثم دخله فركع فيه ركعتين ثم انصرف إلى بيته قال نافع فكان ابن عمر كذلك يصنع حدثنا جعفر بن مسافر السنيسي حدثنا ابن أبي فديك حدثنا الزمعي عن الزبير بن عثنان بن عبد الله بن سراق أن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أخبر أن أبا سعيد للقدرية أخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والقسامة قال فقلنا وما القسامة قال الشيء يكون بين الناس فيجيء فينتقص منه حدثنا عبد الله القعنبي حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد عن شريك يعني ابن أبي نمر عن عطاء بن يسار عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه قال الرجل يكون على الفئان من الناس فيأخذ من حفظ هذا وحفظ هذا حدثنا الربيع بن ناسع حدثنا معاوية يعني ابن سلام عن غيد يعني ابن سلام أنه سمع أبا سلام يقول حدثني عبيد الله بن سلام أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حدثه قال لما فتحنا خيبر أخرجوا غنائمهم من المتاع والسبي فجعل الناس يتبايعون غنائمهم فجاء رجل حين صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله لقد ربحت ربحا ما ربح اليوم مثله أحد من أهل هذا الواد قال ويحك وما ربح قال ما زلت أبيع وأبتاع حتى ربحت ثلاثمئة أوقية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أنبئك بخير رجل ربح قال ما هو يا رسول الله قال ركعتيني بعد الصلاة حدثنا مسدد حدثنا عيسى بن يونس أخبرني أبي عن أبي إسحاح عن بالجوشن رجل من الضباب قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن فرغ من أهل بدر ببلي فرة لي يقال لها القرحاء فقلت يا محمد إني قد جئت ببلي القرحاء لتتخذ قال لا حاجة لي فيه وإن جئت أن أقيضك به المختارثة من دروع بدر فعل حل قلت ما كنت أقيضه اليوم بغرة قال فلا حاجة لي فيه حدثنا محمد بن داود بن سفيان حدثنا يحيى بن حسان أخبرنا سليمان بن موسى أبو داود حدثنا جعفر بن سعد بن ثمرة بن جندب حدثني قبيب بن سليمان عن أبيه سليمان بن ثمرة عن ثمرة بن جندب أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جامع المشرشة وسكن معه فإنه مثله حدثنا مسدد حدثنا يزيد وحدثنا حميد بن مسعدة حدثنا بشر عن عبد الله بن عون عن عامر أبي رملة قال أخبرنا نحنف بن سليم قال ونحن وقوف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفات قال يا أيها الناس إن على كل أهل بيت في كل عام أضحية وعثيرة أتدرون ما العثيرة هذه التي يقول الناس الرجبية قال أبو داود العثيرة منسوخة هذا خبر منسوخ حدثنا هاروح بن عبد الله حدثنا عبد الله بن يزيد حدثني سعيد بن أبي أيوب حدثني عياش بن عباس القتباني عن عيسى بن هلال الصدق عن عبد الله بن عمر بن العاف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمرت بيوم الأضحى عيدا جعله الله عز وجل لهذه الأمة قال الرجل أرأيت إن لم أجد إلا أضحية أنثى أفأضحي بها؟ قال لا ولكن تأخذ من شعرك وأبقارك وتقص شاربك وتحلق عامتك فتلك تمام أضحيتك عند الله عز وجل حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا شريك عن أبي الحسناء عن الحسن عن حنش قال رأيت عليا يضحي بكبشين فقلت له ما هذا فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصاني أن أضحي عنه فأنا أضحي عنه حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا محمد بن عمر حدثنا عمر بن مسلم اللي في قال سمعت سعيد بن المسيب يقول سمعت أم سلم تقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان له ذبح يذبحه فإذا أهله لال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أغفاره شيئا حتى يضحي قال أبو داود اختلفوا على مالك وعلى محمد بن عمر في عمر بن مسلم قال بعضهم عمر وأكثرهم قال عمر قال أبو داود وهو عمر بن مسلم في أكيمة اللي في الجندعي حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عبد الله بن وهو أخبرني حيوة حدثني أبو صخر عن ابن قصير عن عروة بن زبي عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بكبش أقرن يضع في سواد وينظر في سواد ويبروك في سواد فأتي به فضحى به فقال يا عائشة هلم المدية ثم قال اشحذيها بحجر ففعلت فأخذها وأخذ الكبش فأرجعه وذبحه وقال بسم الله اللهم تقبل من محمد وآل محمد ومن أمة محمد ثم ضحى به صلى الله عليه وسلم حدثنا نوز بن إسماعيل حدثنا وهب عن أيوب عن أبي قلاب عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم نحر تبع بذنات بيده قيامة وضحى بالمدينة لكبشين أقرنين أملحين حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا هشام عن قتاد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أقرنين أملحين يذبح ويكبر ويسمي ويضع رجله على ففحتهما حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي حدثنا عيسى حدثنا محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي عياش عن جابر بن عبد الله قال ذبح النبي صلى الله عليه وسلم يوم الذبح كبشين أقرنين أملحين موجأين فلما وجههما قال إني وجهت وجهي للذي خطر التناوات والأرض على ملة إبراهيم حنيفة وما أنا من المشرحين إن طلاتي ونسكي ومحياي ومناتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين اللهم منك ولك وعن محمد وأمته بسم الله والله أكبر ثم ذبح حدثنا يحيى بن معين حدثنا حص عن جعفر عن أبي عن أبي سعيد قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بكبش أقرن فحيل ينظر في سواد ويأكل في سواد ويمشي في سواد حدثنا أحمد بن أبي شعيب الحراني حدثنا زهير بن معاوية حدثنا أبو الزبير عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسن إلا أن يعثر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأطن حدثنا محمد بن صدران حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى حدثنا محمد بن إسحاق حدثني عمارة بن عبد الله بن طومة عن سعيد بن المسيد عن زيد بن خالد الجهني قال قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم في أصحابه ضحايا فأعطاني عتودا جذعا قال فرجعت به إليه فقلت له إنه جذع قال ضحي به فضحيت به حدثنا الحسن بن علي حدثنا عبد الرزاق حدثنا الثوري عن عاصم بن كليب عن أبيه قال كنا 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 مع رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له مجاشع من بني سليم فعزت الغنم فأمر مناديا فنادى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إن الجذع يوفي مما يوفي منه الثني قال قال أبو داود وهو مجاشع ومسعود حدثنا الحسن بن علي حدثنا عبد الرزاق حدثنا الثوري عن عاصم بن كليب عن أبيه قال كنا مع رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له مجاشع من بني سليم فعزت الغنم فأمر مناديا فنادى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إن الجذع يوفي مما يوفي منه الثني قال أبو داود وهو مجاشع ومسعود حدثنا مسدد حدثنا خالد عن مطرف عن عامر عن البراء بن عاذب قال ضحى خال لي يقال له أهو بردة قبل الصلاة فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم شاثك شاث لح فقال يا رسول الله إن عندي داجنا جذعة من المع فقال اذبحها ولا تصلح لغيري حدثنا حقس بن عمر النمري حدثنا شعبة عن سليمان بن عبد الرحمن عن عبيد بن فيروز قال سألت البراء بن عاذب ما لا يجوز في الأضاحة فقال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصابعي أكثر من أصابعه وأناملي أكثر من أنامله فقال أربع لا تجوز في الأضاحة فقال العوراء بين عورها والمريضة بين مرضها والعرجاء بين ظلعها والكثير التي لا تنقى قال قلت فإني أكره أن يكون في السن نقص قال ما كرثت فدعه ولا تحرمه على أحد قال أبو داود ليس لها مخصر حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال أخبرنا وحدثنا علي بن بحر بن بري حدثنا عيسى المعنى عن ثور حدثني أبو حميد الرعيم أخبرني يزيد ذو مصر قال أتيت غفة ابن عبد السلمي فقلت يا أبو الوليد إني خرجت التنس الضحايا فلم أجد شيئا يعجبني غير فرناء فكرتها فما تقول قال أفلا جئتني بها كنت سبحان الله تجوز عنك ولا تجوز عني قال نعم إنك تشك ولا أشك إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المصفرة والمستقصلة والبخطاء والمشيعة والكسراء والمصفرة التي تستقصل أجمها حتى يبدو كماخها والمستقصلة التي استقصل قرنها من أصله والبخطاء التي تبخط عينها والمشيعة التي لا تتبع الغنم عجفا وبعفا والكسراء الكثيرا حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي أحدثنا زهير حدثنا أبو إسحاق عن شريح بن النعمان وكان رجل فط عن علي قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذنين ولا نضحي بعوراء ولا مقابلة ولا مدابرة ولا خرقاء ولا شرقاء قال مهير فقلت لأبي إسحاق أذكر عظماء قال لا قلت فما المقابلة قال يقطع فرق الأذن قلت فما المدابرة قال يقطع من مؤخر الأذن قلت فما الشرقاء قال تشفق الأذن قلت فما الخرقاء قال تصرق أذنها مستمى حدثنا مسلم ابن إبراهيم حدثنا هشام ابن أبي عبد الله الدستوائي ويقال له هشام ابن سنبر عن قتادة عن جري ابن كليم عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يضحى بعضاء الأذن والقرن قال أبو داود جري سدوسي بصري لم يحدث عنه إلا قتادة حدثنا مسدد حدثنا يحيى حدثنا هشام عن قتادة قال قلت لسعيد بن المسيب ما الأعضاء قال النسف فما فوقه حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا هشير حدثنا عبد الملك عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال كنا نتمتع في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نذبح البقرة عن سبعة والجزور عن سبعة نشترك فيها حدثنا موسى ابو إسماعيل حدثنا حماد عن قيز عن عطاء عن جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال البقرة عن سبعة والجزور عن سبعة حدثنا القعنبي عن مالك عن أبي الزبير المكي عن جابر بن عبد الله أنه قال نحرنا مع ركول الله صلى الله عليه وسلم بالفديدية البدنة عن سبعة والفقرة عن سبعة حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا يعقوب يعني بسكندراني عن عمر عن المطلق عن جابر بن عبد الله قال شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الأضحى بالمصلى فلما قضى فقبته نزل من من بره وأتي بكبش فذبحه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وقال بسم الله والله أكبر هذا عني وعن من لم يضحني أمتي حدثنا عثمان بن أبي شيفة أن أبا أسامة حدثهم عن أسامة عن ناسا عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذبح أضحيته بالمصلى وكان ابن عمر يفعله حدثنا القعنبي عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرة بنت عبد الرحمن قال سمعت عائشة تقول دفنات من أهل البادية حضرة الأضحى في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادخلوا الثلثة وتصدقوا بما بقى قال فلما كان بعد ذلك قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله لقد كان الناس ينتفعون من ضحاياكم ويجملون منها الودكة ويتخذون منها الأسقية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وماذا أو كما قال قالوا يا رسول الله نهيت عن أنساك لحوم الضحايا بعد ثلاثة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت عليكم فكلوا وتصدقوا واتدخلوا حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع حدثنا خالد الحداء عن أبي المليس عن نبيشة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا كنا نهيناكم عن رحومها أن تأكلوها فوق ثلاثة لكي تسعكم فقد جاء الله بالسعة فكلوا واتخروا واتجروا ألا وإن هذه أيام أيام أكل وشرب وذكر الله عز وجل حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا حمال بن خالد الخيار قال حدثنا معاوية بن خالد عن أبي الزاهرية عن جبير بن نفير عن توبان قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا توبان أصلح لنا لحم هذه الشاء قال فما زلت أطعمه منها حتى قدمنا المدينة حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا شعبة عن خالد بن الحزاء عن أبي قلابة عن أبي الأشعر عن شجاد بن أوس قال حصلتان سمعتهما من رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الاشتان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسن قال غير مسلم يقول فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الزب وليحد أحدكم شفرة وليرح ذبن حتى حدثنا أبو الوليد الطيالسي حدثنا شعبة عن حشام بن زيت قال دخلت مع أنث على الحكم بن أيوب فرأى فتيانا أو غلمانا قد نصبوا دجاجة يرمونها فقال أنث نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصبر البهات حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت المروزي حدثني علي بن حسين عن أبيه عن يزيد النحوي عن حكم عن ابن عباس قال فأكلوا مما ذكر اسم الله عليه ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه فنسخ واستثنى من ذلك فقال وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعام حل لهم حدثنا محمد بن كثير أخبرنا إسرائيل حدثنا سماك عن عكرمة عن ابن عباس في قوله وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم يقولون ما ذبح الله فلا تأكلوا وما ذبح كم أنتم فكلوا فأنزل الله عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه حدثنا عثمان بن أبي شبث حدثنا عمران بن عيينة عن عضاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال جاءت اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا نأكل مما قتلنا ولا نأكل مما قتل الله فأنزل الله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه إلى آخر حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا حماد بن مسعد عن عوف عن أبي ريحان عن ابن عباس قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن معاقرة الأعراب قال أهل داود اسم أبي ريحان عبد الله بن مطر وغندر أوقفه على ابن عباس حدثنا مسدد حدثنا أبو الأحوة حدثنا سعيد بن مسروف عن عباية بن رفاعة عن أبيه عن جده رابح بن سديج قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إنا نلقى العدو غدا وليت معنا مدى أفنذبح بالمروة وشقة العطى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرل أو أعجل ما أنهر الدم وذكر رسول الله عليه فكلوا ما لم يكن تنا أو غفرا وسأحدثكم عن ذلك أما السن فعظم وأما الغفر فمدى الحبشة وتقدم به سرعان من الناس فتعجلوا فأصابوا من الغناء ورسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر الناس فنصبوا قدورا فمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقدور فأمر بها فأكفئت وغسم بينهم فعدل بعيرا بعشر شياف ونت بعيرا من إذ للقوم ولم يكن معهم خيل فرماه رجل بسهم فحبثه الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لهذه البهائن أوابذ كأوابذ الوحش فما فعل منها هذا ففعلوا به مثل هذا حدثنا مسدد أن عبدالواحد بن زياذ وحماد حدثاهم المعنى واحد عن عاصم عن الشعب عن محمد بن صفوان أو صفوان بن محمد قال أصفت أرنبين فذبحتهما بمروة فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهما فأمرني بأكلهما حدثنا قسيبة بن سعيم حدثنا يعقوب عن زيد بن أسلم عن عضاء بن يسار عن رجل من بني حارثة أنه كان يرعى لقحة بشعب من جعاب أحد فأخذها الموت فلم يجد شيئا ينحرها به فأخذ وكدا فوجأ به في لبتها حتى أهري قدمها ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره بذلك فأمره بأكه حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماج عن سناك بن حرب عن مري بن قطري عن علي بن خاتم قال قلت يا رسول الله أرأيت إن أحدنا أصاب قيدا وليس معه سكين أيذبح بالمروة وشطحة العصى فقال أمرر الدم بما شئت واذكر اسم الله عز وجل حدثنا أحمد بن يونس حدثنا حماد بن سلمة عن أبي العشر عن أبيه أنه قال يا رسول الله أما تكون الذكاة إلا من اللبة أو الحل قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو طعنت في فخدها لأجزأ عنه قال أبو داود وهذا لا يطرح إلا في المتربية والمتوحش حدثنا هناد بن السري والحسن بن عيسى مولى بن المبارك عن ابن المبارك عن معمر عن عمر بن عبد الله عن عقيمة عن ابن عباس زاد ابن عيسى وأبي هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شريطة الشيطان زاد ابن عيسى في حديثه وهي التي تذبح فيقطع الجند ولا تفرى الأوداد ثم تترف حتى تم حدثنا القعنبي وحدثنا ابن المبارك وحدثنا مسدد حدثنا هشيح عن مجالد عن أبي الوداء عن أبي تعيد قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجنين فقال كلوه إن شئتم وقال مسدد قلنا يا رسول الله ننحر الناقة ونذبح البقرة والشاة فنجد في بطنها الجنين أنلقيه أم نأكله قال كلوه إن شئتم فإن ذكاته ذكات أمه حدثنا محمد بن يحيى بن فارس حدثني إسحاق بن إبراهيم بن راهوي حدثنا عثاب بن بشير حدثنا عبيد الله بن أبي زياد القداح المكي عن أبي زبيع عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذكات الجنين ذكات أمه حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حمال وحدثنا القعنبي عن مالك وحدثنا يوسف بن موسى حدثنا سليمان بن حيان ومحاضر المعنى عن هشاه بن عروة عن أبيه عن عائشة ولم يذكرا عن حماد ومالك عن عائشة أنهم قالوا يا رسول الله إن قوما حديثوا عهد بالجاهدين يأتون بلحمان لا ندري أذكروا اسم الله عليها إن لم يذكروا أفنأكل منها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سموا الله وكلوا حدثنا نسدد وحدثنا نصر بن علي عن بشر بن المفضل المعنى حدثنا خالد الحزاء عن أبي قلابة عن أبي المليح قال قال مبيشة نادى رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا كنا نعتر عكيرة في الجاهلية في رجب فما تأمرنا قال اذبحوا لله في أي شفر كان وبروا الله عز وجل وأطعمه قال إنا كنا نفرع فرعا في الجاهلية فما تأمرنا قال في كل سائمة فرع تغدوب ما شيتك حتى إذا استحمل قال نصر استحمل للحجيج ذبحته فتطبقت بلحمه قال خالد أحسبه قال على ابن السبيل فإن ذلك خير قال خالد قلت لأبي خلابة كم السائمة قال حدثنا أحمد بن عبدة أخبرنا سفيان عن الظهري عن سعيد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا فرع ولا عثيرة حدثنا الحسن بن علي حدثنا عبد الضزاق أخبرنا معمر عن الظهري عن سعيد قال الفرع أول نتاج كان ينتج لهم فيجرحون حدثنا موسى بن إسماعي حدثنا حماد عن عبد الله بن عثمان بن خسيم عن يوسف بن ماهك عن حفة بنت عبد الرحمن عن عائشة قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من كل خمسين شاة شاء قال أبو داود قال بعضهم الفرع أول ما تنتج الإبل كانوا يذبحونه لطواغيثهم ثم يأخذونه ويلقى جلده على الشجر والعثيرة في العشر الأول من رجل حدثنا موسزد حدثنا سفيان عن عمر بن دينار عن عطاء عن حبيبة بنت ميسرة عن أم كرز الكعبية قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عن الغلان شاتان مكافئتان وعن الجارية شاء قال أبو داود سمعت أحمد قال مكافئتان أي مستويتان أو مقاربتان حدثنا موسدد حدثنا سفيان عن عبيد الله بن أبي يزيد عن أبيه عن تباع بن ثابت عن أم كرز قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أخر الطير على مكناتها قال وسمعته يقول عن الغلان شاتان وعن الجارية شاء لا يضركم أذكرانا كن أم إنافا حدثنا مسدد حدثنا حماد بن زيد عن عبيد الله بن أبي يزيد عن تباع بن ثابت عن أم كرز قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الغلان شاتان مثلان وعن الجارية شاء قال أبو داود هذا هو الحديث وحديث سفيان وهو حدثنا حق بن عمر النمري حدثنا همام حدثنا قسادة عن الحفر عن ثمرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم السابق ويحلق رأسه ويدمه فكان قسادة إذا سئل عن الدم كيف يصنع ذلك قال إذا دبحت العقيقة أخذت منها خوفة واستقبلت به أوداجها ثم توضع على يا خوخ الصبي حتى يثيل على رأسه مثل الخير ثم يرسل رأسه بعد ويحلق قال أبو داود وهذا وهم من همام ويدمه قال أبو داود خولف همام في هذا الكلام وهو وهم من همام وإنما قالوا يسمى فقال همام يدمه قال أبو داود وليس يأخذ بهذا حدثنا ابن المثنى حدثنا ابن أبي علي عن سعيد عن قسادة عن الحفن عن ثمرة بن جندب أن رسول الله الله عليه وسلم قال كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم تابعه ويحلق ويسمى قال أبو داود ويسمى أطح كذا قال سلام ابن أبي مطيع عن قسادة وإياس ابن دغسل وأشعة عن الحسن قال ويسمى ورواه أشعة عن حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم ويسمى حدثنا الحسن ابن علي حدثنا عبد الرزاق حدثنا هشام ابن حسان عن حصة بن جسيرين عن الرباب عن سلمان بن عامر الضبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مع العلام عقيقته فأهريقوا عنه دمر وأميطوا عنه الأذى حدثنا يحيى بن خلف حدثنا عبد الأعلى حدثنا هشام عن الحفن أنه كان يقول إماطة الأذى حلق الرأس حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمر حدثنا عبد الوارف حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عقى عن الحسن والحسين كبشا كبشا حدثنا القعنبي حدثنا داود بن قيد عن عمر بن شعيب أن نبي صلى الله عليه وسلم وحدثنا محمد بن سليمان الألباري حدثنا عبد الملك يعني ابن عمر عن داود عن عمر بن شعيب عن أبيه أراه عن جدد قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال لا يحب الله العقوب كأنه كره الاسم وقال من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فلينسك عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شا وسئل عن الفرع قال والفرع حق وأن تتركوه حتى يكون بكرا شغذبا ابن مخاب أو ابن لبون فتعطيه أرملة أو تحمل عليه في سبيل الله خير من أن تذبحه فيلزق لحمه بوضره وتكفأ إناءك وتوليه ناقة حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت حدثنا علي بن حسين حدثني أبي حدثنا عبد الله بن بريدة سنعت أبي بريدة يقول كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاتا ولطخ رأته بدمها فلما جاء الله بإسلام كنا نزبح شاتا ونحلق رأته ونلطخه بذعفران حدثنا الحسن بن علي حدثنا عبد الرزاق أصبرنا معمر عن الزهري عن أبي سلم عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية أو صيد أو ذرع انتقف من أجره كل يوم قيرا حدثنا مسدد حدثنا يزيد حدثنا يونس عن الحسن عن عبد الله بن مغفل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا أن الكلاب أمة من الأمم لأمرت بقتلها فاختلوا منها الأسود البهين حدثنا يحيى بن خلف حدثنا أبو عاصم عن ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير عن جابر قال أمر نبي الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب حتى إن كانت المرأة تقدم من البادية يعني بالكلب فنقتله ثم نهانا عن قتلها وقال عليكم بالأسود حدثنا محمد بن عيسى حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن همام عن عزي بن حاتم قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم قلت إني أرسل الكلاب المعلمة فتمسك عليه أفآكل قال إذا أرسلت الكلاب المعلمة وذكرت إسم الله فكل مما أنسكنا عليك قلت وإن قتلنا قال وإن قتلنا ما لم يشرفها كلب ليس منها قلت أرني بالمعراب فأصيل أفآكل قال إذا عميت بالمعراب وذكرت إسم الله فأصاب فخرق فكل وإن أصاب بعرضه فلا تأكل حدثنا هناب بن السري حدثنا إذن فضيل عن بيان أنعام عن عزي بن حاتم قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم قلت إنا نصيد بهذه الكلاب فقال لي إذا أرسلت كلابك المعلمة وذكرت إسم الله عليها فكل مما أنسكنا عليك وإن قتل إلا أن يأكل الكلب فإن أكل الكلب فلا تأكل فإني أخاف أن يكون إنما أنسكه على نفسه حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن عاطم الأحوال عن الشعب عن علي بن حاتم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رميت بتهمك وذكرت إسم الله فوجدته من الغد ولم تجده في ماء ولا فيه أثر غير تهمك فكل وإذا اختلط بكلابك كلب من غيرها فلا تأكل لا تدري لعله قتله الذي ليس منك حدثنا محمد بن يحيى بن فارس حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة أخبرني عاطم الأحوال عن الشعب عن علي بن حاتم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وقعت رميتك في ماء فغرق فمات فلا تأكل حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن مير حدثنا مجالد عن الشعب عن عدي بن حاتم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما علمت من كلب أو بال ثم أرسلته وذكرت اسم الله فكل مما أنسك عليك قلت وإن قتل قال إذا قتله ولم يأكل منه شيئا فإنما أنسكه عليك قال أبو داود الجاذ إذا أكل فلا بأس به والكلب إذا أكل كره وإن شرب الدم فلا بأس به حدثنا محمد بن عيسى حدثنا هشيم حدثنا داود بن عمر عن بسر بن عبيد الله عن أبي إدريس الخولاني عن أبي تعلقة الحشني قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في صيد الكلب إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل وإن أكل منه وكلنا ردت عليك يداك حدثنا الحسين بن معاذ بن خليك حدثنا عبد الأعلى حدثنا داود عن عمر عن عدي بن حاتم أنه قال يا رسول الله أحدنا يرمي الصيد فيقتفي أثره اليومين والثلاثة ثم يجده ميتا وفيه سفقه أيأكل قال نعم إن شاء أو قال يأكل إن شاء حدثنا محمد بن كفير حدثنا شعبة عن عبد الله بن أبي السفر عن الشعبي قال قال عبي بن حاتم سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المعراب فقال إذا أصاب بحجه فكل وإذا أصاب بعرضه فلا تأكل فإنه وقيل قلت أرسل كلبي قال إذا تميت فكل وإلا فلا تأكل وإن أكل منه فلا تأكل فإنما أنسك لنفسه فقال أرسل كلبي فأجد عليه كلبا آخر فقال لا تأكل لأنك إنما تميت على كلبك حدثنا هلاد بن السري عن ابن المبارك عن حيوة بن شريح قال سمعت ربيعة بن يزيد الدمشقي يقول أخبرني أبو إدريس الخولاني عائد الله قال سمعت أبا فعلبة الخشنية يقول قلت يا رسول الله إني أصد بكلبي معلم وبكلبي الذي ليس بمعلم قال ما قدت بكلبك المعلم فذكر اسم الله وكل وما قدت بكلبك الذي ليس بمعلم فأدركت ذكاته فكل حدثنا محمد بن المصفة حدثنا محمد بن حرب وحدثنا محمد بن المصفة حدثنا بقية عن الزبيدي حدثنا يونث بن سيف حدثنا أبو إدريس الخولاني حدثني أبو تعلبة الخشني قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبا فعلبة كل ما ردت عليك قوتك وكلبك زاد عن ابن حرب المعلم ويدك فكل ذكيا وغير ذكي حدثنا محمد بن المنهال الضرير حدثنا يزيد بن زريع حدثنا حبيب المعلم عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن أعربيا يقال له أبو فعلبة قال يا رسول الله إن لي كلابا مكلبة فأفتني في صيدها فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كان لك كلاب مكلبة فكل مما أنتكن عليه قال ذكيا أو غير ذكي قال نعم قال فإن أكل منه قال وإن أكل منه فقال يا رسول الله أفتني في قوسي قال كل ما ردت عليك قوسك قال ذكيا أو غير ذكي قال وإن تغيب عني قال وإن تغيب عني ما لم يضي أو تجد فيه أثرا غير سثني قال أفتني في آلية المجوث إلا اصطررنا إليها قال اغسلها وكل فيها حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن جينار عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي واحد قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهي ميتة حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن سفيان حدثني أبو موسى عن وهب بن منبت عن ابن عبدانس عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال مرة سفيان ولا أعلمه إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سكن البادية جفى ومن اتبع القيد غفل ومن أتى السلطان فتن حدثنا محمد بن عيسى حدثنا محمد بن عبيد حدثنا الحسل بن الحكم النخعي عن عزي بن ثابت عن شيخ من الأنصار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعنى مسدد قال ومن نزم السلطان الفتن زاد وما زاد عبد من السلطان جنوا إلا زاد من الله بعدا حدثنا يحيى بن معين حدثنا حماد بن خالد الخيار عن معاوية بن صالح عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن أبيه عن أبيه عببة لخشني عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا رميت الصيد فأدركته بعد ثلاث ليال وسحمك فيني فكله ما لم يمكن حدثنا مسدد بن مسرهد حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله حدثني نافع عن عبد الله يعني ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مزلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووفيته مكتوبة عنه حدثنا مسدد ومحمد بن العلاء قالا حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي وائل عن مسرو عن عائشة قالت ما ترك رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارا ولا جرهما ولا بعيرا ولا شاثا ولا أوصى بشيء حدثنا عثمان بن أبي شيبة وابن أبي خلف قالا حدثنا سفيان عن زهري عن عامر بن سعر عن أبيه قال مرضى مرضى قال ابن أبي خلف بمكة ثم اتفقا أشفى فيه فعاده رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن لي مالا كثيرا وليس يرثني إلا ابنتي أفأتقضق بالثلثين قال لا قال فبالشطر قال لا قال فبالثلث قال الثلث والثلث كثير إنك إن تترك ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس وإنك لن تنفخ نفقة إلا أجرت بها حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك قلت يا رسول الله أتخلف عن عجرتي قال إنك إن تخلف بعدي فتعمل عملا صالحا تريد به وجه الله لا تزداد بك إلا غفعة ودرجة لعلك أن تخلف حتى ينتفع بك أخوام ويضر بك آخرون ثم قال اللهم أمد لأصحاب هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم لكن البائث سعد بن خولة يرفي له رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بمكة حدثنا مسدد حدثنا عبد الواحد بن زياد حدثنا عمارة بن القعقاء عن أبي زرعة بن عمر بن جرير عن أبي هريرة قال قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أي الصدقة أفضل؟ قال أنت صدق وأنت صحيح حريص تأمل البقاء وتخشى البقاء ولا تنهل حتى إذا بلغت الفلقون قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن أبي فديك أخبرني ابن أبي ذئب عن شرعبين عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأن يتصدق المرء في حياته بذرهم خير له من أن يتصدق بمئة ذرهم عند موجه حدثنا عبدة بن عبد الله أخبرنا عبد الصمد حدثنا نصر بن علي الحداني حدثنا الأشعف بن جابر حدثني شهر بن حوشف أن أبا هريرة حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل ليعمل والمرأة بطاعة الله ستين سنة ثم يحضرهما الموت فيضاغان في الوصية فتجب لهم النار قال وقرأ علي أبو هريرة منها هنا من بعد وطية يوصى بها أو دين غير مضار حتى بلد ذلك الفوز العظيم قال أبو جاود هذا يعني الأشعف بن جابر جد نصر بن علي حدثنا الحسن بن علي حدثنا أبو عبد الرحمن المقرئ حدثنا سعيد بن أبي أيوب عن عبيد الله بن أبي جعقر عن سالم بن أبي سالم الجيشاني عن أبي دبي قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أبادة إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي فلا تأمرن على إثنين ولا تولين ما ليتنين قال أبو داود تفرد به أهل مصر حدثنا أحمد بن محمد المروزي حدثني علي بن حسين بن واقد عن أبي عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباه ان ترك خيرا الوفية للوالدين والأقربين فكانت الوفية كذلك حتى نسختها آية الميرار حدثنا عبد الوهاد بن نجدس حدثنا ابن عياش عن شرح بيل بن مسلم سمعت أبا أمامة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وقية لوارك حدثنا عثنان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن عطاء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال لما أنزل الله عز وجل ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن وإن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما الآية إن طلق من كان عنده يتيم فعجل طعامه من طعامه وشرابه من شرابه فجعل يبتل من طعامه فيحبث له حتى يأكله أو يبتل فاشتد ذلك عليهم فذكروا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل ويسألونك عن يتامى قم إصلاح لهم خير وإن تقالبوهم فإخوانكم فخلطوا طعامهم بطعامه وشرابهم بشرابه حدثنا حميد بن مسعدة أن خالد بن الحارث حدثهم حدثنا حسين يعني المعلم عن عمر بن شعيب عن جده أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني فقير ليس لي شيء ولي يتيم قال فقال كل منا اليتيمك غير مصرف ولا مبادر ولا متأثل حدثنا أحمد بن صالح حدثنا يحيى بن محمد المديني حدثنا عبد الله بن خالد بن سعيد بن أبي مريم عن أبي عن سعيد بن عبد الرحمن بن يزيد بن رقيش أنه سمع شيوخا من بني عمر بن عوق ومن خالد عبد الله بن أبي أحمد قال 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 علي بن أبي طالب حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتم بعد احتلام ولا قماس يوم إلى الليل حدثنا أحمد بن سعيد الهمداني حدثنا ابن وهب عن سليمان بن بلال عن ثور بن زيد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات قيل يا رسول الله وما هم قال الشرف بالله والسحر والسحر وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق وأكل الرباء وأكل مال اليسين والتولي يوم الزحف وغذف المصنات الغافلات المؤمنات قال أبو داود أبو الغيس سالم المولى ابن مطيع حدثنا إبراهيم بن يعقوب الجوز جاني حدثنا معاب بن هانئ حدثنا حرب بن شداد حدثنا يحيى بن أبي كفير عن عبد الحميد بن سنان عن عبيد بن عمير عن أبيه أنه حدث وكانت له صفة أن رجلا سأله فقال يا رسول الله ما الكبائر فقال هن تسة فذكر معناه ذات وعقوق الوالدين المسلمين واستحلال البيت الحراب قبلتكم أحياء وأمواتا حدثنا محمد بن كدير أخبرنا سفيان عن الأعمش عن أبي الوائل عن خباب قال مصعب بن عمير قتل يوم أحد ولم تكن له إلا نمرة كنا إذا غطينا بها رأسه خرجت رجلاه وإذا غطينا رجليه خرج رأسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غطوا بها رأسه واجعلوا على رجليه من الإبسر حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا عبد الله بن عطاء عن عبد الله بن بريدة عن أبيه بريدة أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كنت تصدقت على أمي بوليدة وإنها مات وتركت تلك الوليدة قالت قد وجب أجرك ورجعت إليك في الفيراد قالت وإنها ماتت وعليها طوم شفر أفيجزئ أو يقضي عنها أن أصوم عنها؟ قال نعم قالت وإنها لم تحج أفيجزئ أو يقضي عنها أن أحج عنها؟ قال حدثنا مسدد حدثنا يزيد بن زريع وحدثنا مسدد حدثنا بشه بن المفضل وحدثنا مسدد حدثنا يحيى عن ابن عون عن نافع عن ابن عمر قال أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أصبت أرضا لم أصب مالا قط أنفس عندي منك فكيف تأمرني به؟ قال إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها فتصدق بها عمر أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث للفقراء والقرب والرقاب وفي سبيل الله وفي السبيل وزاد عن بشر والضيب ثم اتفقوا لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقا غير متمول فيه زاد عن بشر قال وقال محمد غير متأثر ما حدثنا سليمان بن داود المهري حدثنا ابن وهب أخبرني ليس عن يحيى بن سعي عن صدقة عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال نسخها لي عبد الحميد بن عبد الله بن عبد الله بن عمر بن خطاب بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما كتب عبد الله عمر في ثمغ فخص من خبره نحو حديث نافع قال غير متأثن المال فما عفى عنه من ثمغه فهو للسائل والمحروف قال وثاق القصة قال وإن شاء ولي ثمغ اشترى من ثمغه رقيقا لعمله وكتب معيقيد وشهد عبد الله بن الخطاب بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما أوصى به عبد الله عمر أمير المؤمنين إن حدث به حدث أن ثمغا وصرمة ابن الأكوع والعبد الذي فيه والمئة فهم الذي بخيبر ورقيقه الذي فيه والمئة التي أطعمه محمد صلى الله عليه وسلم بالوادي تليه حصة ما عاشه ثم يليه ذو الرأي من أهلها أن لا يباع ولا يشترى ينفقه حيث رآه من الثائل والوحروم وذوي القربة ولا حرج على من وليه إن أكل أو آكل أو اشترى رقيقا منه حدثنا الربيع بن سليمان المؤذن حدثنا ابن وهب عن سليمان يعني ابن بلال عن العناء ابن عبد الرحمن قراه عن أبي عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة أشياء من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعوه حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا حماد عن هشام عن أبي عن عكشة أن امرأة قال يا رسول الله إن أمي اختلتت نفسها ولولا ذلك لتصدقت وأعطقت أف يجزئ أن أتصدق عنها فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم فتصدقي عنها حدثنا أحمد بن منيع حدثنا روح بن عبادة حدثنا زكريا بن اسحار أخبرنا عمر بن دينار عن عكرمة عن ابن عبادة أن رجلا قال يا رسول الله إن أمي توفيت أفينفعها إن تصدقت عنها فقال نعم قال فإن لي مخرفا وإني أشهدك أني قد تصدقت به عنها حدثنا العبادة بن الوليد بن مزيد أخبرني أبي حدثنا الأوزاعي حدثني حسان بن عبية عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن العاصة بن وائل أوصى أن يعتق عنه مئة رقبة فأعتق ابنه هشام خمسين رقبة فأراد ابنه عمر أن يعتق عنه الخمسين الباقية فقال حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أبي أوصى بعفق مئة رقبة وإن هشاما أعتق عنه خمسين وبقيت عليه خمسون رقبة أفأعتق عنه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه لو كان مسلما فأعتقتم عنه أو تفضقتم عنه أو حججتم عنه بلغوا ذلك حدثنا محمد بن العلاء أن شعيب بن إسحاق حدثهم عن هشام بن عروة عن وهب بن كيسان عن جابر بن عبد الله أنه أخبر أن أباه توفي وترك عليه ثلاثين وثقا لرجل من يهود فسنظره جابر فأبى فكلم جابر النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع له إليه فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلم اليهودية يأخذ ثمر نفره بالذي له عليه فأبى عليه وكلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينظره فأبى وساغ الحديث حدثنا أحمد بن عمر بن السرح أخبرنا ابن وهد حدثني عبد الرحمن بن زياد عن عبد الرحمن بن رافعن عن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العلم ثلاثة وما سوى ذلك فهو فضل آية محكمة أو سنة قائمة أو فريضة عادلة حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا سفيان سمعت ابن المنكدر أنه سمع جابرا يقول مرضت فأتاني النبي صلى الله عليه وسلم يعوني هو وأبو بكر ماشيين وقد قومي علي فلم أكلم فتوضأ وصبه علي فأفقت فقلت يا رسول الله كيف أصنع في مالي ولي أخوات قال فنزلت آية الموارد يستفدونك قل الله مفتيكم في الكلالة حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا كثير مهشام حدثنا هشام يعني الدستوائي عن أبي الزبيع عن جابر قال اشتكيت وعندي سبع أخوات فدخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنفخ في وجهي فأفقت فقلت يا رسول الله ألا أوصي لأخواتي بالتلف قال أحفن قلت الشطر قال أحفن ثم خرج وتركني فقال يا جابر لا أراك ميتا من وجعك هذا وإن الله قد أنزل فبين الذي بأخواتك فجعل لهم ثلثين قال فكان جابر يقول أنزلت هذه الآية فيه يستفدونك قل الله يفتيكم في الكلالة حدثنا نسلم بن إبراهيم حدثنا شعبة عن عبي اسحاق عن البراء بن عازب قال آخر آية نزلت في الكلالة يستفدونك قل الله مفتيكم في الكلالة حدثنا منصور بن أبي مذاحم حدثنا أبو بكر عن أبي اسحاق عن البراء بن عازب قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله يستفدونك في الكلالة فما الكلالة؟ قال تجديك آية الصيف فقلت لأبي اسحاق هو من مات ولم يدع ولدا ولا والدا قال كذلك غنوا أنه كذلك حدثنا عبد الله بن عامر بن زرارة فحدثنا علي بن مسر عن الأعمش عن أبي غيث الأودي عن هزيل إشرحبيل الأودي قال جاء رجل إلى أبي موسى الأشعري وسلمان بن ربيعة فسألهما عن ابنة وابنة ابن وأخت لأب وأم فقال ابنته النصف وللأخت من الأب والأم النصف ولم يورثا ابنة الابن شيئا وأت ابن مسعود فإنه سيتابعنا فأتاه الرجل فسأله وأخبره بقوله فقال لقد ضللت إذا وما أنا من المبتدين ولكني سأقبي فيها بقضاء النبي صلى الله عليه وسلم لابنته النصف ولابنة الابن سهم تكملة ثلثين وما بقي فللأخت من الأبي والأم حدثنا مسدد حدثنا بشر بن المفضل حدثنا عبد الله بن محمد بن عفير عن جاذب بن عبد الله قال قرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جئنا امرأة من الأنصار في الأسواق فجاءت المرأة بابنتين لها فقال يا رسول الله هاتاني بنتا ثابت ابن قي قتل معك يوم أخر وقد استفاء عمرهما مالهما وميراتهما كله فلم يدع لهما ماله إلا أخذه فما ترى يا رسول الله فوالله لا تنكحان أبدا إلا ولهما ماله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي الله في ذلك قال ونزلت سورة النساء يوطيكم الله في أولادكم الآية فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعوا لي المرأة وصاحبها فقال لعمهما أعطيهما الثلثين وأعطي أمهما الثمن وما بقي فلا قال أبو داود أخطأ بشر فيه إنما هما ابنتا سعد بن الربيع وثابت بن قيس قتل يوم اليمامة حدثنا ابن السرح حدثنا ابن وهب أخبرني جاود بن قيس وغيره من أهل العلم عن عبد الله بن محمد بن عقيم عن جازل بن عبد الله أن مأت سعد بن الربيع قالت يا رسول الله إن سعدا هلك وترك ابنتين وثاق نحن قال أبو داود وهذا هو أصح حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبان حدثنا قسادة حدثني أبو حسان عن الأسود بن يزير أن معاذ بن جبل ورث أختا وابنة فجعل لكل واحدة منهما وهو باليمن ونبي الله صلى الله عليه وسلم يومئذ حي حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عثمان بن إسحاق بن خرشة عن قبيصة بن ذؤيب أنه قال جاءت الجدة إلى أبي بكر الصديق تسأله ميراثة فقال ما لك في كداب الله تعالى شيء وما علمت لك في سنة نبي الله صلى الله عليه وسلم شيئا أرجعي حتى أسأل الناس فسأل الناس فقال المغيرة بن شعبة حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها الصدر فقال أبو بكر هل معك غيرك فقام محمد بن مسلمة فقال مثل ما قال المغيرة بن شعبة فأنفذه لها أبو بكر ثم جاءت الجدة الأخرى إلى عمر بن الخطار رضي الله عنه تسأله ميراثها فقال ما لك في كتاب الله تعالى شيء وما كان القضاء الذي قضي به إلا لغيرك وما أنا بزائدا في الفرائض ولكن هو ذلك الصدر فإن اجتمعتما فيه فهو بينكما وأيكف ما خلف به فهو لها حدثنا محمد بن عبد العزيز بن أبي رذمة أخبرني أبي حدثنا عبيد الله بن المنيب العتكي عن ابن بريدة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السجد إذا لم يكن دونها أمه حدثنا محمد بن كثير أخبرنا همام عن قتاذة عن الحسن عن عمران بن حسين أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن ابن ابني ما ثمانين ميرات فقال لك السدس فلما أدبر دعاه فقال لك سدس آخر فلما أدبر دعاه فقال إن السدس الآخر طعم قال قتاذة فلا يدرون مع أي شيء ورته قال قتاذة أغل شيء ورت الجد السدس حدثنا وهو ابن بقية يونس عن خالد عن يونس عن الحسن أن عمر قال أيكم يعلم ما ورث رسول الله صلى الله عليه وسلم الجد فقال معتل بن يسار أنا ورته رسول الله صلى الله عليه وسلم السدس قال مع من؟ قال لا أدري قال لا دريت فما تغني إذا حدثنا أحمد بن صالح ومخلد بن خالد وهذا حديث مخلد وهو الأشبع قال حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن ابن طاووس عن أبي عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اختملنا بين أهل الفرائض على كتاب الله فما تركت الفرائض فلأولى ذكر حدثنا حقس بن عمر حدثنا شعبة عن جديل عن علي بن أبي طلحة عن راشد بن سعد عن أبي عامر الهوزني عبد الله بن لحي عن المقدام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك كلا فإليه وربما قال إلى الله وإلى رسوله ومن ترك مالا فلورثته وأنا وارث من لا وارث له أعقل له وأرثه والقال وارث من لا وارث له يعقل عنه ويرثه حدثنا سليمان بن حرب في آخرين قالوا حدثنا حماذ عن بديل يعني ابن ميسرة عن علي بن أبي طلحة عن راشد بن سعد عن أبي عامر الهوزني عن المقدام الكندي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أولى بكل مؤمن من نفسه فمن ترك ديلا أو ضيعة فإليه ومن ترك مالا فلورثته وأنا مولى من لا مولى له أريت مالا وأفك عامره والخال مولى من لا مولى له يريت مالا ويفك عامره قال أبو داود رواه الزبيدي عن راشد بن سعد عن ابن عائد عن المقدام ورواه معاوية بن صالح عن راشد قال سمعت المقدام قال أبو داود يقول الضيعة معناه عيال حدثنا عبدالسلام بن عتيق دمشقي حدثنا محمد بن المبارك حدثنا إسماعيل بن عياش عن يزيد بن حجر عن صالح بن يحيى بن المقدام عن جده قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا وارث من لا وارث له أفك عاميه وأرث ماله والخال وارث من لا وارث له يفك عاميه ويرث ماله حدثنا يا مسدد حدثنا يحيى حدثنا شعبه حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا وكيع بن الجراح عن سفيان جميعا عن ابن الأصبهاني عن مجاهد بن وردان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن مولا للنبي صلى الله عليه وسلم مات وترك شيئا ولم يدع ولدا ولا حميمة فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعطوا ميراثه رجلا من أهل قريته قال أبو داود وحديث سفيان أتم وقال مسدد قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم ها هنا أحد من أهل أرضه قالوا نعم قال فأعطوه ميراثه حدثنا عبد الله بن سعيد حدثنا المحاربي عن جبريل بن أحمر عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال إن عندي ميراث رجل من الأزد ولست أجد أزديا أدفعه إليه قال اذهب فالتمث أزديا حوله قال فأتاه بعد الحول فقال يا رسول الله لم أجد أزديا أدفعه إليه قال فانطلق فانظر أول خداعي تلقاه فادفعه إليه فلما ول قال علي الرجل فلما جاءه قال انظر كبر خزاعة فادفعه إليه حدثنا الحسين المؤسود الأجلي حدثنا يحيى بن آدم حدثنا شريك عن جبريل بن أحمر أبي بكر عن ابن بريدة عن أبيه قال مات رجل من خزاعة فأتي النبي صلى الله عليه وسلم بميراثه فقال إلتمسوا له وارثا أو ذا رحم فلم يجدوا له وارثا ولا ذا رحم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطوه الكبر من خزاعة وقال يحيى قد سمعته مرة يقول في هذا الحديث انظروا أكبر رجل من خزاعة حدثنا موسى بن اسماعيل حدثنا حماد أخبرنا عمر بن جينار عن عوثجة عن ابن عباث أن رجلا مات ولم يدع وارثا إلا غلاما له كان أعتقى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل له أحد قالوا لا إلا غلاما له كان أعتقى فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيراثه لك حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي حدثنا محمد بن حرب حدثني عمر بن رؤبة تعيذي عن عبد الواحد بن عبد الله النصري عن واسلة ابن الأفقع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المرأة تحرس ثلاثة مواريث عتيقها ولقيقها وولدها الذي لاعنت عنه حدثنا محمود بن خالد وموسى بن عامر قالا حدثنا الوليد أخبرنا ابن جابر حدثنا محول قال جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورثتها من بعدها حدثنا موسى بن عامر حدثنا الوليد أخبرني عيسى أبو محمد عن العلاء بن الحارث عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا مفدد حدثنا سفيان عن الزهري عن علي بن حسين عن عمر بن عثمان عن أسامة بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن علي بن حسين عن عمر بن عثمان عن أسامة بن زيد قال قلت يا رسول الله أين تنزل غدا في حجته قال وهل ترك لنا عقيل منزلة ثم قال نحن نازلون بسيث بني كنانة حيث تقاتمت قريش على الكفر يعني المحصب وذات أن بني كنانة حالفت قريشا على بني هاشن أن لا يناكحوهم ولا يبايعوهم ولا يأووهم قال الزهري والخيف الواد حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا حماد عن حبيب المعلم عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جديه عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتوارث أهل ملتين شكتا حدثنا مسدد حدثنا عبد الوارث عن عمر بن أبي حكيم للواطقي حدثنا عبد الله بن بريدة أن أخوين استطمى إلى يحيى بن أعمر يهودي ومسلم فورث المسلم منهما وقال حدثني أب الأسود أن رجلا حدث أن معاذا حدثت قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الإسلام يزيد ولا ينقص فورث المسلم حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة عن عمر بن أبي حكيم عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر عن أبي الأسود الغيلي أن معاذا أتي بنيراث يهودي وارثه مسلم بمعما عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا حجاج بن أبي يعقوب حدثنا موسى بن داود حدثنا محمد بن مسلم عن عمر بن دينار عن أبي الشعفاء عن ابن عباسا قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كل قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم له وكل قسم أدركه الإسلام فهو على قسم الإسلام حدثنا قطيبة بن سعيد قال قرئ على مالك وأنا حاضر قال مالك عرض علي نافع عن ابن عمر أن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أرادت أن تشتري جارية تعتقها فقال أهلها نبيعوكها على أن ولاءها لن فذكرت عائشة ذات لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا يمنعك ذلك فإن الولاء لمن أعطى حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا وكيع بن الجراه عن سفيان الثوري عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولاء لمن أعطى الثمن وولي النعمة حدثنا عبد الله بن عمر بن أبي الحجاج أبو معمر حدثنا عبد الوارث عن حسين المعلم عن عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن رئاب بن حذيفة تزوج امرأة فولدت له ثلاثة غي فماتت أمهم فورتوها رباعها وولاء مواليها وكان عمر بن العاق عصبة بنيها فأخرجهم إلى الشام فماكن فقدم عمر بن العاق ومات مولا لها وترك مالا له فخاصمه إخوتها إلى عمر بن الخطاب فقال عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أحرز الولد أو الوالد فهو لعصبته من كان قال فكتب له كتابا فيه شهادة عبد الرحمن بن عوب وزيد بن ثاب ورجل آخر فلما اختلف عبد الملك اختصموا إلى هشام بن إسماعيل أو إلى إسماعيل بن هشام فرفعهم إلى عبد الملك فقال هذا من القضاء الذي ما كنت أراه قال فقضى لنا بكتاب عمر بن الخطاب فنحن فيه إلى الساعة حدثنا يزيد بن خالد بن موهب الرمي وهشام بن عمار قال حدثنا يحيى قال ابو داود وهو ابن حمزة عن عبد العزيز بن عمر قال سمعت عبد الله بن موهب يحدث عمر بن عبد العزيز عن قبيطة ابن ذؤيب قال هشام عن تميم الداري أنه قال يا رسول الله وقال يزيد إن تميما قال يا رسول الله ما السنة كالرجل يسلم على يدي الرجل من المسلمين قال هو أولى الناس بمحياه ومماته حدثنا حقص بن عمر حدثنا شعبة عن عبد الله بن ذينار عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن جبته حدثنا قصير بن معاذ حدثنا عبد الأعلى حدثنا محمد يعني ابن إسحاء عن يزيد بن عبد الله بن قصير عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استهل المولود وره حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت حدثني علي بن قصير عن أبيه عن يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وَالَّذِينَ عَاقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَأْتُوهُمْ نَطِيبَهُمْ كان رجل يحارف الرجل ليس بينهما نسب فييرت أحدهم الآخر فنسخ ذلك الأنفان فقال تعالى وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْدَى بَعْضُ حدثنا غرون بن عبد الله حدثنا أبو أسامة حدثني إدريس بن يزيد حدثنا قلحة بن مصرف عن سعيد بن جبير عن ابن عباس في قوله تعالى وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَأَاتُوهُمْ نَطِيبَهُمْ قال كان المهاجرون حين قدموا المدينة تورث الأنصار دون ذوي رحمه للأخوة التي آفى رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهم فلما نزلت هذه الآية وَلِكُنْ مِنْ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكُ قال نَسَخَتْهَا وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَأَاتُوهُمْ نَطِيبَهُمْ من النصر والنصيحة والرفادة ويوصي له وقد ذهب الميران حدثنا أحمد بن حنبل وعبد العزيز بن يحيى المعنى قال أحمد حدثنا محمد بن سلم عن ابن إسحاء عن داود بن الحسين قال كنت أقرأ على أم سعد بنت الربيع وكانت يثيمة في حجر أبي بكر فقرأت وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فقالت لا تقرأ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ إنما نزلت في أبي بكر وابنه عبد الرحمن حين أبى الإسلام فحلف أبو بكر إلا يوركه فلما أسلم أمر الله تعالى نبيه عليه السلام أن يؤتيه نطيبة زاد عبد العزيز فما أسلم حتى حمل على الإسلام بالسيح قال أبو داود مَنْ قَالَ عَقَدَتْ جَعَلَهُ حِلْفًا وَمَنْ قَالَ عَقَدَتْ جَعَلَهُ حَالِفًا قال وَالصَّوَابْ حَدِيثُ طَلْحَةَ عَقَدَتْ حدثنا أحمد بن محمد حدثنا علي بن حسين عن أبيه عن يزيد النحوي عن أكرمه عن ابن عبد وَالَّذِينَ آمَنُوا وَهَاجَرُوا وَالَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يُهَاجِرُوا فَكَانَ الْأَعْرَابِيُّ لَا يَرِثُ الْمُهَاجِرَ وَلَا يَرِثُهُ الْمُهَاجِرُ فَنَتَخَثْهَا فَقَالَ وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضُ حدثنا عثمان بن أبي شيخ حدثنا محمد بن بشر وابن مير وأبو أسامة عن زكريا عن صادق إبراهيم عن جبير بن مطعم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حيف في الإسلام حدثنا مسدد حدثنا سفيان عن عاق من الأحوال قال سمعت أنس بن مالك يقول حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار في دارنا فقيل له أليس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا حلف في الإسلام فقال حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار في دارنا مرتين أو ثلاثا حدثنا أحمد بن صالح حدثنا سفيان عن الظهري عن سعيد قال كان عمر بن الخطاب يقول الدية للعاقلة ولا ترث المرأة من دية زوجها شيئا حتى قال له الضحاك بن سفيان كتب إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أورث امرأة أشياء مرب بابي من دية زوجها فراجع عمر قال أحمد بن صالح حدثنا عبد الرزاق بهذا الحديث عن معمر عن الظهري عن سعيد وقال فيه وكان النبي صلى الله عليه وسلم استعمله على الأعراض حدثنا عبد الله بن مسلمة عن نالك عن عبد الله بن دينا عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالأمير الذي على الناس راع عليهم وهو مسؤول عنهم والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم والمرأة راعية على بيت بعليها وولده وهي مسؤولة عنهم والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عنه فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته حدثنا محمد بن الصباح البراز حدثنا هشيم أخبرنا يونس ومنصور عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن بن سمرة لا تسأل الإمارة فإنك إذا أعطيتها عن مسألة وكلت فيها إلى نفسك وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها حدثنا وهو بن بقية حدثنا خالد عن أسماعيل بن أبي خالد عن أخيه عن بشر بن قرة الكلبي عن أبي برد عن أبي موسى قال انطلقت مع رجلين إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتشهد أحدهما ثم قال جئنا لتستعين بنا على عملك وقال الآخر مثل قول صاحبه فقال إن أخونكم عندنا من طلبه فاعتذر أبو موسى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال لم أعلم لما جاء آله فلم يستعن بهما على شيء حتى ما حدثنا محمد بن عبد الله المخرمي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا عمران القطان عن قتادة عن أنث أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم على المدينة مرتين حدثنا موسى بن عامر المري حدثنا الوليد حدثنا زهير بن محمد عن عبد الرحمن بن القاسم عن عبيد عن عائشة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد الله بأمير خيرا جعل له وزير صفق إن نسي ذكره وإن ذكر أعانه وإذا أراد الله به غير ذلك جعل له وزير سوء إن نسي لم يذكره وإن ذكر لم يعني حدثنا عمر بن عطمان حدثنا محمد بن حرب عن أبي سلمة سليمان بن سليم عن يحيى بن جابر عن صالح بن يحيى بن المخدام عن جده المخدام بن معدي كرب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب على منكبه ثم قال له أفلحت يا قدير إن مت ولم تكن أميرا ولا كاتبا ولا عريفا حدثنا مسدد حدثنا بشر بن المفضل حدثنا غالب القطان عن رجل عن أبيه عن جده أنهم كانوا على منهل من المناهل فلما بلغهم الإسلام جعل صاحب الماء لقومه مئة من الإبل على أن يسلموا فأسلموا وغسم الإبل بينهم وبدى له أن يرتجعها منهم فأرسل إبنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ائت النبي صلى الله عليه وسلم فقل له إن أبي يقعئك السلام وإنه جعل لقومه مئة من الإبل على أن يسلموا فأسلموا وغسم الإبل بينهم وبدى له أن يرتجعها منهم أفهو أحق بها أم هم فإن قال لك نعم أو لا فقل له إن أبي شيخ كبير وهو عريف الماء وإنه يسألك أن تجعل لي العراقة بعد فأتاه فقال إن أبي يقرئك السلام فقال وعليك وعلى أبيك السلام فقال إن أبي جعل لقومه مئة من الإبل على أن يسلموا فأسلموا وحسن إسلامهم ثم بدى له أن يرتجعها منهم أفهو أحق بها أم هم فقال إن بدى له أن يسلمها لهم فليسلمها وإن بدى له أن يرتجعها فهو أحق بها منهم فإن هم أسلموا فلهم إسلامهم وإن لم يسلموا أوتلوا على الإسلام فقال إن أبي شيخ كبير وهو عريف الماء وإنه يسألك أن تجعل لي العرافة بعد فقال إن العرافة حق ولا بد للناس من العرفاء ولكن من العرفاء في النار حدثنا قطيبة بن سعيد حدثنا نوح بن قير عن يزيد بن كعب عن عمر بن مالك عن أبي الجوزة عن ابن عباس قال أستجل كاتب كان للنبي صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد بن إبراهيم الأسباطي حدثنا عبد الرحيم بن سليمان عن محمد بن إسحاق عن عاقم بن عمر بن قسادة عن محمود بن لبيت عن رافع بن خديج قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول العامل على الصدقة بالحق تلغاظي في سبيل الله حتى يرجع إلى بيت حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا محمد بن سلم عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن عبد الرحمن بن شماسة عن عقبة بن عامل قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة صاحب مكة حدثنا محمد بن عبد الله الفطان عن ابن مغراء عن ابن إسحاق قال الذي يعشر الناس يعني صاحب المكة حدثنا محمد بن داود بن سفيان وسلمة قال حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر قال قال عمر إني إن لا أستخلف فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يستخلف وإن أستخلف فإن أبا بكر قد استخلف قال فوالله ما هو إلا أن ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبا بكر فعلمت أنه لا يعدل برسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا وأنه غير مستخلف حدثنا حفظ بن عمر حدثنا شعبة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال كنا نبايع النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاع ويلقننا فيما استطعت حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهو حدثني مالك عن ابن شهاب عن عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته عن بيعة رسول الله صلى الله عليه وسلم النساء قال ما نسى رسول الله صلى الله عليه وسلم يد مرأة قف إلا أن يأخذ عليها فإذا أخذ عليها فأعطى قال اذهبي فقد بايعك حدثنا عبيد الله بن عمر بميسرة حدثنا عبد الله بن يزيد حدثنا سعيد بن أبي أيوب حدثني أبو عقيل زهرة بن معبد عن جده عبد الله بن نشام وكان قد أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وذهبت به أمه زينب بنت حميد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله بايعك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صلى الله عليه وسلم هو صغير فما تحرأت حدثنا زيد بن أخزم أبو طالب حدثنا أبو عاطم عن عبد الوارث بن سعيد عن حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا فما أخذ بعد ذلك فهو غلول حدثنا أبو الوليد القيارثي حدثنا ليس عن بكير بن عبد الله بن الأشد عن بسر بن سعيد عن ابن الساعدي قال استعملني عمر على الصدقة فلما فرغت أمر لي بعمالة فقلت إنما عملت لله قال خذ ما أعطيت فإني قد عملت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فعمله حدثنا موسى بن مروان الرقي حدثنا المعافى حدثنا الأوزاعي عن الحارف بن يزيد عن جبيع بن نفير عن المستورد بن شزاد قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان لنا عاملا فليكتسب زوجة فإن لم يكن له خادم فليكتسب خادمه فإن لم يكن له مسكن فليكتسب مسكنه قال قال أبو بكر أخبرت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اتخذ غير ذلك فهو غال أو سارق حدثنا ابن السرح وابن أبي خلف لفظه قال حدثنا سفيان عن الزهرية عن عروة عن أبي حميد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا من الأذن ليقال له ابن اللطبية قال ابن السرح ابن الأطبية على الصدق فجاء فقال هذا لكم وهذا أهدي لي فخام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فحمد الله وأثنى عليه وقال ما بال العامل نبعثه فيجيء فيقول هذا لكم وهذا أهدي لي ألا جلت في بيت أمه أو أبيه فينظر أيهدى لا أم لا لا يأتي أحد منكم بشيء من ذلك إلا جاء به يوم القيامة إن كان بعيرا فله رغاء أو بقرة فلها خوار أو شاسا سيعا ثم رفع يديه حتى رأينا عفرة إبطي ثم قال اللهم هل بلغ اللهم هل بلغ حدثنا عصنان أبي شيبة حدثنا جرير عن مطرف عن أبي الجهن عن أبي مسعود الأنصري قال بعثني النبي صلى الله عليه وسلم ساعيا ثم قال انطلق أبا مسعود ولا أنفينك يوم القيامة تجيء على ظهرك بعير من إبل الصدقة له رغاء قد غللت قال إذن لا أنطلق قال إذن لا أكره حدثنا سليمان بن عبد الرحمن الدمشقي حدثنا يحيى بن حمزة حدثني ابن أبي مريم أن القاسم بن مخيمرة أخبره أن أبا مريم الأزدي أخبره قال دخلت على معاوية فقال ما أنعمنا بأبا فلان وهي كلمة تقولها العرب فقلت حديثا سمعته أخبرك به سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ولاه الله عز وجل شيئا من أمر المسلمين فاحتجر دون حاجتهم وخلتهم وفقرهم فاحتجر الله عنه دون حاجته وخلته وفقره قال فجعل رجلا على حوائجنا حدثنا سلمة بن شبيب حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا به أبو هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أوتيكم من شيء وما أمنعكموه إن أنا إلا قاس أضع حيث أمر حدثنا النفيلي حدثنا محمد بن سلمة عن محمد بن إسحاء عن محمد بن عمر بن عطاء عن مالك بن أوس بن الحدثان قال ذكر عمر بن الخصاب يوما الفيء فقال ما أنا بأحق بهذا الفيء منكم وما أحد منا بأحق به من أحد إلا أنا على منازلنا من كتاب الله عز وجل وقسم رسول الله صلى الله عليه وسلم فالرجل وقدمه والرجل وبلاءه والرجل وعياله والرجل وحاجته حدثنا هارون بن زيد بن أبي الزرقاء حدثنا أبي حدثنا هشام بن سعد عن زيد بن أسلم أن عبد الله بن عمر دخل على معاوية فقال حاجتك يا أبا عبد الرحمن فقال عطاء المحررين فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما جاءه شيء بدأ بالمحررين حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي أخبرنا عيسى حدثنا ابن أبي ذئب عن القاسم بن عباة عن عبد الله بن نيار عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بغبية فيها قرد فقسمها للحر والأمم قالت عائشة كان أبي رضي الله عنه يختم للحر والعلم حدثنا سعيد بن منصور حدثنا عبد الله بن المبارك وحدثنا ابن المصفى قال حدثنا أبو المغيرة جميعا عن صفوان بن عمر عن عبد الرحمن بن جبير بن نفير عن عوف بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه الفيء قسمه في يومه فأعطى الأهل حظين وأعطى العزب حظا زاد ابن المصفى فدعينا وكنت أدعى قبل عمار فدعيته فأعطاني حظين وكان لي أهل ثم دعي بعدي عمار مياسر فأعطى له حظا واحدا حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن جعفر عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أنا أولى بالمؤمنين من أنفسهم من ترك مالا فلأهله ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعليه حدثنا حفظ بن عمر حدثنا شعبة عن عدي بن تابت عن أبي حاجم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ترك مالا فلوراته ومن ترك كلا فإليه حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن أبي سلم عن جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أنا أولى بكل مؤمن من نفسه فأيما رجل مات وترك دينا فإليه ومن ترك مالا فلوراته حدثنا أحمد بن حنبل حدثنا يحيى عن عبيد الله أخبرني نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم عرضه يوم أحد وهو ابن أربع عشرة فلم يجز وعرضه يوم الحندق وهو ابن خمس عشرة سنة فأجادا حدثنا أحمد بن أبي الحواري حدثنا سليم بن مطير شيخ من أهل وادي القرى قال حدثني أبي مطير أنه خرج حاجا حتى إذا كان بالسويداء إذا أنا برجل قد جاء كأنه يطلب دواء وحضغا فقال أخبرني من سمع ركول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهو يعيب الناس ويأمرهم وينهاهم فقال يا أيها الناس كذوا العطاء ما كان عطاء فإذا تجاحفت قريش على الملك وكان عن دين أحدكم فدعوه قال أبو داود وروه ابن المبارك عن محمد بن يسار عن سليم بن مطير حدثنا هشام بن عمار حدثنا سليم بن مطير من أهل وادي القرى عن أبيه أنه حدثه قال سمعت رجلا يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فأمر الناس ونهاهم ثم قال اللهم هل بلق قالوا اللهم نعم ثم قال إذا تجاحفت قريش على الملك فيما بينها وعاد العطاء أو كان رشا فدعوه فقيل من هذا قالوا هذا ذو الزوائد صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا منس بن إسماعيل حدثنا إبراهيم يعني ابن سعد حدثنا ابن شهاب عن عبد الله بن كعب بن مالك الأنصاري أن جيشا من الأنصار كانوا بأرض فارث مع أميرهم وكأن عمر يعقب الجيوش في كل عام فشغل عنهم عمر فلما مر الأجل أفل أهل ذلك السغر فاشتد عليهم وتواعدهم وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا عمر إنك غفلت عنه وتركت فينا الذي أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم من إعقاب بعض الغذية بعضا حدثنا محمود بن خالد حدثنا محمد بن عائد حدثنا الوليد حدثنا عيسى بن يونس حدثني فيما حدثه ابن لعدي بن عدي الكندي أن عمر بن عبد العزيز كتب إن من سأل عن مواضع الفيء فهو ما حكم فيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه فرآه المؤمنون عزا موافقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم جعل الله الحق على لسان عمر وقلبه فرض الأعطية للمسلمين وعقد لأهل الأديان ذمة بما فرض عليهم من الجزية لم يضرب فيها لقمس ولا مغنم حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير حدثنا محمد بن إسحاق عن مكتول عن غضيف بن الحارق عن أبي ذر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله وضع الحق على لسان عمر يقول به حدثنا الحسن بن علي ومحمد بن يحيى بن فارس المعنى قالا حدثنا بشر بن عمر الزهراني حدثني مالك بن أنس عن ابن شهاب عن مالك بن أوس بن الحدثان قال أرسل إلي عمر حين تعالى النهار فجئته فوجدته جالسا على ترير مفضيا إلى رماله فقال حين دخلت عليه يا مال إنه قد دث أهل أبيات من قومك وإني قد أمرت فيهم بشيء فقم فيهم قلت لو أمرت غيري بذلك فقال خذ فجاءه يرفأ فقال يا أمير المؤمنين هل لك في عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عود والزبير بن العوام وسعد بن أبي وقاق قال نعم فأذن لهم فدخلوا ثم جاءه يرفأ فقال يا أمير المؤمنين هل لك في العباس وعلي قال نعم فأذن لهم فدخل فقال العباس يا أمير المؤمنين اخذ بيلي وبينها فقال بعضهم أجل يا أمير المؤمنين اقض بينهما وارحمهما قال مالك بن أوسن خيل إلي أنهما قدما أولئك النفر لذلك فقال عمر رحمه الله اتئذا ثم أقبل على أولئك الرحب فقال أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورة ما تركنا صدق قالوا نعم ثم أقبل على علي والعباة رضي الله عنهما فقال أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورة ما تركنا صدق فقالا نعم قال فإن الله خص رسوله صلى الله عليه وسلم بخاطة لم يقص بها أحدا مننا قال الله تعالى وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجدتم عليه من خير ولا ركاب ولكن الله يصلق رسوله على من يشاء والله على كل شيء قدير وكان الله أفاء على رسوله بن النظير فوالله ما استأثر بها عليكم ولا أخذها دونكم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأخذ منها نفقة سنة أو نفقته ونفقة أهله سنة ويجعل ما بقي أسوة المال ثم أقبل على أولئك الرخ فقال أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض هل تعلمون ذلك؟ قالوا نعم ثم أقبل على العباس وعلي رضي الله عنهما فقال أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض هل تعلمان ذلك؟ قالوا نعم فلما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو بكر أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم فجئت أنت وهذا إلى أبي بكر فاطلب أنت ميراتك من ابن أخيك ويطلب هذا ميرات امرأته من أبيها فقال أبو بكر رحمه الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نورة ما تركنا صدقه والله يعلم إنه لطابق بار راشد تابع للحق فوليها أبو بكر لما توفي أبو بكر قلت أنا ولي رسول الله صلى الله عليه وسلم وولي أبي بكر فوليتها ما شاء الله أن أليها فجئت أنت وهذا وأنتما جميع وأمركما واحد فسألتما ميها فقلت إن شئتما أن أدفعها إليكما على أن عليكما عسى الله أن تلياها بالذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يليها فأخذتماها مني على ذلك ثم جئتماني لأقضي بينكما بعير ذلك والله لا أقضي بينكما بعير ذلك حتى تقوم الساعة فإن عجزتما عنها فرداها إليك قال أبو داود إنما سألاه أن يكون يصيره بينهما نصفين لا أنهما جهلا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا نورك ما تركنا صدق فإنهما كانا لا يطلبان إلا الصواف وقال عمر لا أوقع عليه اسم القسم أدعوه على ما هو عليه حدثنا محمد بن عبيد حدثنا محمد بن ثور عن معمر عن الزهري عن مالك بن أوسن بهذه القصة قال وهما يعني علي والعباس رضي الله عنهما يخططنان فيما أفاء الله على رسول الله صلى الله عليه وسلم من أموال بل النظير قال أبو داود أراد أن لا يوقع عليه اسم قسم حدثنا عثمان بن أبي شيبة وأحمد بن عبدس المعنى أن سفيان بن عجينة أكبرهم عن عمر بن دينار عن الزهري عن مالك بن أوس بن الحدثان عن عمر قال كانت أموال بن النظير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاة كانت في رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينفق على أهل بيته قال ابن عبدس ينفق على أهله قوتسنا فما بقي جعل في الكراع وعدة في سبيل الله عز وجل قال ابن عبدس في الكراع والسلاح حدثنا مسدد حدثنا إسماعيل بن إبراهيم أخبرنا أيوب عن الزهري قال قال عمر وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاة قال جري قال عمر هذه لرسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة قرى عرين فدى وكذا وكذا ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمتاسين وابن السبيل وللشقاء الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم والذين جاءوا بعدهم فسوعبت هذه الآية النا فلم يبقى أحد من المسلمين إلا له فيها حق قال أيوب أو قال حظ إلا بعض من تملكون من أرقائكم حدثنا هشام بن عمر حدثنا حاسم بن إسماعيل وحدثنا سليمان بن داود المهري أخبرنا إذن وهب أخبرني عبد العزيز بن محمد وحدثنا نصر بن علي حدثنا صفوال بن عيسى وهذا لب حديثه كلهم عن أسامة بن زيد عن الزهري عن مالك بن أوث بن الحدثان قال كان في محتج به عمر رضي الله عنه أنه قال كان في رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث صفايا بن النظير وخيبر وفدك فأما بن النظير فكانت حبثا لنوائده وأما فدك فكانت حبثا لأبناء السبيل وأما خيبر فجزأها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أجزاء جزئين بين المزلمين وجزءا نفقة لأهله فما قضل عن نفقة أهله جعله بين فخراء المهاجرين حدثنا يزيد بن خالد بن عبد الله بن موهب الهمداني حدثنا الليد بن سعد عن عقيل بن خالد عن ابن شهاب عن عروة بن زبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها أخبرته أن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلت إلى أبي بكر الصديق رضي الله عنه تسأله ميراثها من رسول الله صلى الله عليه وسلم مما أفاء الله عليه بالمدينة وفدت وما بقي من خمس خيبر فقال أبو بكر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورة ما تركنا صدق إنما يأكل آب محمد من هذا المال وإني والله لا أغير شيئا من صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن حالها التي كانت عليها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلأعملن فيها بما عن الذي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبى أبو بكر رضي الله عنه أن يدفع إلى فاطمة عليها السلام منها شيئا حدثنا عمر بن عثمان الحمصي حدثنا أبي حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري حدثني عروة بن الزبير أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته بهذا الحديث قال وفاطمة عليها السلام حينئذ تطلب صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي بالمدينة وفدت وما بقي من قمس حيبر قالت عائشة رضي الله عنها فقال أبو بكر رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورفو ما تركنا صدقة وإنما يأكل آل محمد في هذا المال يعني مال الله ليس لهم أن يزيدوا على الملكة حدثنا حجاج بن أبي يعقوب حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثنا أبي عن خالح عن ابن شهاد قال أخبرني عروة أن عائشة رضي الله عنها أخبرته بهذا الحديث قالتني فأبا أبو بكر رضي الله عنه عليها ذلك وقال لست تاركا شيئا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل به إلا عملت به إني أخشى إن تركت شيئا من أمره أن أزيد فأما صدقته بالمدينة فدفعها عمر إلى علي وعبات رضي الله عنهما فغلبه علي عليها وأما خيبر وفدت فأمسكهما عمر وقال هما صدقة رسول الله صلى الله عليه وسلم كانتا لحقوقه التي تعروف ونوائبه وأمرهما إلى من ولي الأمر قال فهما على ذلك إلى اليوم حدثنا محمد بن عبيد حدثنا ابن ثور عن معمر عن الزهري في قوله فما أوجفتم عليه من خير ولا ركاب قال صالح النبي صلى الله عليه وسلم أهل فدف وقرى قد سماها لا أحفظها وهو محافر قوما آخرين فأرسلوا إليه بالصرح قال فما أوجفتم عليه من خير ولا ركاب يقول بغير فتانا قال الزهري وكانت بن النظير للنبي صلى الله عليه وسلم خالقا لم يفتحوها عموة افتتحوها على كله فقتمها النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين لم يعطي الأنصار منها شيئا إلا رجلين كانت بهما حاجة حدثنا عبد الله بن الجراح حدثنا جرير عن المغيرة قال جبع عمر بن عبد العزيز بني مروان فين السخفة فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت له فدك فكان ينفق منها ويعود منها على فغير بني هاشم ويذوج منها أذمه وإن فاطمة سألته أن يجعلها لها فأبى فكانت كذلك في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مضى لتبيله فلما أن بلي أبو بكر رضي الله عنه عمل فيها بما عمل النبي صلى الله عليه وسلم في حياته حتى مضى لتبيله فلما أن بلي عمر عمل فيها بمثل ما عملا حتى مضى لتبيله ثم أقطعها مروان ثم صارت لعمر ابن عبد العزيز قال عمر يعني ابن عبد العزيز فرأيت أمرا منعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاطمة عليها السلام ليت لي بحق وأنا أشهدكم أني قد رددتها على ما كان يعني على عبد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو داود ولي عمر بن عبد العزيز الخلافة وغنته أربعون ألف دينار وتنفي وغنته أربعمائة دينار ولو بقي لكان أقل حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا محمد بن الفضي عن الوليد بن جميع عن أبي الطفيف قال جاءت طاطمة رضي الله عنها إلى أبي بكر رضي الله عنه تطلب ميراثها من النبي صلى الله عليه وسلم قال فقال أبو بكر رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل إذا أطعم نبيا طعمة فهي للذي يقوم من بعده حدثنا عبد الله ابن مسلمة عن مالك عن أبي الزناد عن أعرد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقتسم ورثتي دينار ما تركت بعدي نفقة نتائي ومؤنة عاملي فهو طبق قال أبو داود مؤنة عاملي يعني أفرة الأرض حدثنا عمر بن مرزوق أخبرنا شعبة عن عمر بن مرة عن أبي بختري قال سمعت حديثا من غجل فأعجبني فقلت اكتبه لي فأتى به مكتوبا مذبرا دخل العباس وعلي على عمر وعنده طلحة والزبير وعبد الرحمن وسعد وهما يستطي مان فقال عمر لطلحة والزبير وعبد الرحمن وسعد ألم تعلموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل ما من النبي صدق إلا ما أطعمه أهله وكساهم إنا لا نور قالوا بل قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق من ناله على أهله ويتصدق بقضله ثم توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم فوليها أبو بكر سنتين فكان يصنع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم ذكر شيئا من حديث مالك بن أول حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة أنها قال إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أردنا أن يبعثنا عثمان بن عفان إلى أبي بكر الصديق فيسألنه ثم نهن من النبي صلى الله عليه وسلم فقالت لهم عائشة أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نورة ما تركنا فهو طبق حدثنا محمد بن يحيى بن ثارث حدثنا إبراهيم بن حمزة حدثنا حاتم بن إسماعيل عن أسامة بن زيد عن ابن شهاب بإسناده نحوه وقل ألا تبتغين الله ألم تسمعن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا نورة ما تركنا فهو طبق وإنما هذا المال لآل محمد لنائبتهم ولضيفهم فإذا مت فهو إلى ولي الأمر من بعد حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن عبد الله بن المبارك عن يونس بن يزيد عن الزهري أخبرني سعيد بن المسير أخبرني جبير بن مطعم أنه جاء هو وعثمان بن عفان يكلمان من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما قسم من الخمس بين بني هاشم وبني المطلب فقلت يا رسول الله قسمت لإسواننا بني المطلب ولم تعقنا شيئا وقراغتنا وقراغتهم منك واحدة فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بني هاشم وبني المطلب شيء واحد قال جبير ولم يقسم لبني عبد شمس ولا لبني نوفا من ذلك الخمس كما قسم لبني هاشم وبني المطلب قال وكان أبو بكر يقسم الخمس نحو قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم غير أنه لم يكن يعطي قربا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيهم قال وكان عمر بن الخطاب يعطيهم منك وعثمان فعد حدثنا عبيد الله بن عمر حدثنا عثمان بن عمر أخبرني يونس عن الزهري عن سعيد بن المسيد حدثنا جبير بن مطعم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقسم لبني عبد شمس ولا لبني نوفل من الخمس شيئا كما قسم لبني هاشم وبني المطلب قال وكان أبو بكر يكتم الخمس نحو قسم رسول الله صلى الله عليه وسلم غير أنه لم يكن يعطي قربا رسول الله صلى الله عليه وسلم كما كان يعطيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عمر يعطيهم ومن كان بعده منهم حدثنا مسدد حدثنا هشيم عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن سعيد بن المسيد أخبرني جبير بن مطعم قال لما كان يوم خيفر وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم سهم ذي القربة في بني هاشم وبني المطلب ترك بني نوفل وبني عبد شمس فانطرقت أنا وعثنان ابن عبتان حتى أتينا النبي صلى الله عليه وسلم فقلنا يا رسول الله هؤلاء بن هاشم لا ننكر فضلهم للموضع الذي وضعت الله به بيهم فما قال أسواننا بن المطلب أعطيتهم وتركتنا وقرابت منها واحد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا وبل مطلب لا نسترق في جاهلية ولا إسلام وإنما نحن وهن شيء واحد وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم حدثنا خسين بن علي الأجلي حدثنا وكيع عن الحسن بن صالح عن السدي في ذي القربة قال هم بنوا عبد المطلب حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عن بثة حدثنا يونس عن ابن شهاد أخبرني يزيد بن هرمز أن نجدة الحرورية حين حجة لفتنة ابن زبير أرسل إلى ابن عباس يسأله عن سهم ذي القربة ويقول لمن ترى قال ابن عباس لقرب رسول الله صلى الله عليه وسلم قسمه لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كان عمر عرض علينا من ذلك عرضا رأيناه دون حقنا فرددناه عليه وأبينا أن نقبله حدثنا عباس بن عبد العظيم حدثنا يحيط أبي بكير حدثنا أبو جعفر من راضي عن مطرف عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال سمعت علي يقول ولياني رسول الله صلى الله عليه وسلم خمسا لخمس فوضعته مواضع حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحياة أبي بكر وحياة عمر فأتي بمال فدعاني فقال خذ فقلت لا أريده قال خذ فأنتم حق به قلت قد استغنينا عنه فجعله في بيت المال حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا ابن نمير حدثنا هاشم بن البريد حدثنا حسين بن ميمون عن عبد الله بن عبد الله عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال سمعت علي عليه السلام يقول اجتمعت أنا والعبادات وفاطمة وزيد بن حارثة عند النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إن رأيت أن توليني حقنا من هذا الخمط في كتاب الله فاختمه حياتك كي لا ينازعني أحد بعد ففعل قال ففعل ذلك قال فقسمته حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فما ولانيه أبو بكر رضي الله عنه حتى إذا كانت آخر سنة من سني عمر رضي الله عنه فإنه أتاه مال كثير فعزل حقنا ثم أرسل إليه فخلت بنا عنه العام غنا وبالمسلمين إليه حاجة فاردده عليهم فرده عليهم ثم لم يدعني إليه أحد بعد عمر فلقيت العباد بعدما خرجت من عند عمر فقال يا علي حرمتنا الغداة شيئا لا يرد علينا أبدا وكان رجلا داهيا حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عن بذة حدثنا يونس عن ابن شهاب أخبرني عبد الله بن حارث بن أوفلن الهاشمي أن عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب أخبره أن أباه ربيعة بن الحارث وعباث بن عبد المطلب قالا لعبد المطلب ابن ربيعة وللفضل ابن عبان ائتي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقولانا يا رسول الله قد بلغنا من السن ما ترى وأحببنا أن نتزوج وأنت يا رسول الله أبر الناس وأوصلهم وليس عند أبوينا ما يثبقان عننا فاستعملنا يا رسول الله على الصدقات فلنؤدي إليك ما يؤدي العمان والنصب ما كان فيها من مرفق قال فأتى عبده أبي طالب ونحن على تلك الحال فقال لنا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا والله لا نستعمل منكم أحدا على الصدق فقال له ربيعة هذا من أمرك قد منت صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم نحكدك عليه فألقى عليهم رداءه ثم اتجع عليه فقال أنا أبو حسن القرم والله لا أريم حتى يرجع إليكما ابناكما بجواب ما بعثتما به إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال عبد المطلب فانطلقت أنا والفضل إلى باب حجرة النبي صلى الله عليه وسلم حتى نوافق صلاة الظهر قد قامت فصلينا معنا ثم أسرعت أنا والفضل إلى باب حجرة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يومئذ عند زينب بنت جح فقمنا بالباب حتى أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذ بأذني وأذني الفضل ثم قال أخرجا ما تصرران ثم دخل فأذنا لي وللفضل فدخلنا فتواكلنا الكلام قليلا ثم كلمته أو كلمه القضل قد شك في ذلك عبد الله قال كلمه بالأمر الذي أمرنا به أبوانا فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعة ورفع بطره قبل تقف البيت حتى قال علينا أنه لا يرجع إلينا شيئا حتى رأينا زينب تلمع من وراء الحجاب بيدها تريد أن لا تعجلا وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم في أمرنا ثم خفض رسول الله صلى الله عليه وسلم رأته فقال لنا إن هذه الطدقة إنما هي أوساقنا وإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد ادعوني نوفل ابن الحارف فدعي له نوفل ابن الحارف فقال يا نوفل انكح عبد المطلب فأنكحني نوفل ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ادعوني محمئة ابن جز وهو رجل من بني زبيد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم استعماله على الأخمار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمحمئة انكح لفضل فأنكحه ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قم فأفضل عنهما من الخمص كذا وكذا لم يسمي لي عبد الله بن حارف حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عن بثة بن خالد حدثنا يونس عن ابن شهاد أصبرني علي بن حسين أن حسين بن علي أصبر أن علي بن أبي طالب قال كانتني شارف من نقيبي من المغنم يوم بدر كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاني شارفا من الخمص يومئذ فلما أردت أن أبني بفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعطت رجلا صواغا من بني قينقاع أن يرتحب معي فنأتي بإذسر أردت أن أبيعه من الصواغين فأستعين بهتي وليمة عرثي فبين أنا أجمع لشارفي مساعا من الأختاب والغرائر والقبال وشارفاي مناخان إلى جنب حجرة رجل من الأنصار أقبلت حين جمعت ما جمعت فإذا بشارفي قد اشتبت أسلمتهما وبقرت خوافرهما وأخذ من أكبادهما فلم أملك عيني حين رأيت ذلك المنظر فقلت من فعل هذا؟ قالوا فعله حمزة بن عبد المطلب وهو في هذا البيت في شرب من الأنصار فغلته قينة وأطحابه فقالت في عنائها ألا يا حمز للشرف النواء فوسب إلى السيف فاجتب أسلمتهما وبقر خوافرهما وأخذ من أكبادهما قال علي فانطلقت حتى أدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده زيد بن حارثة قال فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي لقيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك؟ قال قلت يا رسول الله ما رأيتك اليوم عدا حمزة على ناقتي فاجتب أسلمتهما وبقر خوافرهما وها هو دا في بيت معه شرب فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بردائه فارتداه ثم انطلق ينشي واتبعته أنا وزيد بن حارثة حتى جاء البيت الذي فيه حمز فاستأذن فأذن له فإذا هم شرب فطفق رسول الله صلى الله عليه وسلم يلوم حمزة فيما فعل فإذا حمزة ثمن محمرة عيناه فنظر حمزة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم صعد النظر فنظر إلى ركبته ثم صعد النظر فنظر إلى سرته ثم صعد النظر فنظر إلى وجهه ثم قال حمزة وهل أنتم إلا عبيد بأبيه فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ثمن فنفس رسول الله صلى الله عليه وسلم على عقبيه القفقرة فخرج وخرجنا معا حدثنا أحمد بن صالح حدثنا عبد الله بن وهب حدثني عياش بن عقبة الحضرمي عن القضل بن الحسن الضمري أن أم الحكم أو ضباعة ابن سي زبير ابن عبد المطلب حدثت عن أحداهما أنها قال أصاب رسول الله صلى الله عليه وسلم سبيا فذهبت أنا وأختي وفاقمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فشكونا إليه ما نحن فيه وسألناه أن يأمر لنا بشيء من السبي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سبق كنا يتامى بد لكن سأذل لكم على ما هو خير لكم من ذلك تكبرنا الله على إثر كل صلاة 33 تكبيرة و33 تسبيحة و33 تحميدة ولا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير قال عياش وهما ابنتا عن النبي صلى الله عليه وسلم حدثنا يحيى بن خلف حدثنا عبد أعلى عن سعيد يعني الجريري عن أبي الورد عن ابن أعبد قال قال لي علي رضي الله عنه ألا أحدثك عني وعن فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت من أحب أثليه إليه قلت بلى قال إنها جرت بالرحى حتى أثر في يدها واستقت في القرب حتى أثر في نحرها وكنست البيت حتى غبرت فيابها فأتى النبي صلى الله عليه وسلم خدم فقلت لو أتيت أباك فسأل فيه خادما فأتته فوجدت عنده حداثا فرجعت فأتاها من الغد فقال ما كان حاجتك فسكتت فقلت أنا أحدثك يا رسول الله جرت بالرحى حتى أثرت في يدها وحملت بالقرب حتى أثرت في نحرها فلما أن جاءت الخدم أمرتها أن تأسيك فتستخدمك خادما يقيها حر ما هي فيه قال اتقل الله يا فاطمة وأدي فريضة ربك واعملي عمل أهله فإذا أخبت موجعك فسدهي 33 واحمدي 33 وكبري 34 فسيك مئة فهي خير لك من خادم قالت ربيت عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم حدثنا أحمد بن محمد المروزي حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن علي بن حسين بهذه القصة قال ولم يقدم حدثنا محمد بن عيسى حدثنا عن بسة بن عبد الواحد القرشي قال أبو جعفر يعني ابن عيسى كنا نقول إنه من الأبدال قبل أن نسمع أن الأبدال من الموالد قال حدثني الدخيل بن إياس بن نوح بن مجاعة عن هلال بن سراج بن مجاعة عن أبيه عن جده مجاعة أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب دية أخيه قتلته بن سدوس من بني ذهل فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت جاعما لمشرك دية جعلت لأخيك ولكن سأعطيك منه عقبا فكتب له النبي صلى الله عليه وسلم بمئة من الإبل من أول قمس يقرد من مشركي بني ذهل فأخذ طائفة منها وأسلمت بن ذهل فطلبها بعد مجاعة إلى أبي بكر وأتاه بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم فكتب له أبو بكر باثني عشر ألف صاع من صدقة يمامة أربعة آلاف برّا وأربعة آلاف شعيرا وأربعة آلاف تمرى وكان في كتاب النبي صلى الله عليه وسلم المجاعة بسم الله الرحمن الرحيم هذا كتاب من محمد النبي لمجاعة ابن مرارة من بني سلماء إني أعطيته مئة من الكبل من أول قمس يخرج من مشركي بني ذهل عقبة من أخي حدثنا محمد بن كثير أخبرنا سفيان عن مطرخ عن عامر الشعبي قال كان للنبي صلى الله عليه وسلم سهم يدعى الصفيد إن شاء عبدا وإن شاء أم وإن شاء ثرة يختاره قبل القمس حدثنا محمد بن بشار حدثنا أبو عاطم وأزهر قال حدثنا ابن عون قال سألت محمدا عن سهم النبي صلى الله عليه وسلم والصفي قال كان يضرب له بتهم مع المسلمين وإن لم يشهد والصفي يأخذ له رأس من القمس قبل كل شيء حدثنا محمد بن خالد السلامي حدثنا عمر يعني ابن عبد الواحد عن سعيد يعني ابن بشير عن قتادة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غزى كان له سهم صاف يأخذه من حيث شاء كان الصفية من ذلك السهم وكان إذا لم يغذب نفسه درب له بتهمه ولم يخير حدثنا نصر بن علي حدثنا أبو أحمد أخبرنا سفيان عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة قال كان الصفية من الصفية حدثنا سعيد بن منصور حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن الزبري عن عمر بن أبي عمر عن أنس بن مالك قال قدمنا خيبر فلما فتح الله تعالى الفسم ذكر له جمال الصفية بنت حيي وقد قتل زوجها وكانت عروسا فاصطفاها رسول الله صلى الله عليه وسلم لنفسه فخرج بها حتى بلغنا سد الصحبة حلت فبنا بها حدثنا مسدد حدثنا حماد بن زيد عن عبد العزيز بن صهيد عن أنس بن مالك قال صارت صفية لدحية الكلهي ثم صارت لرسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد بن خلاد للباهل حدثنا بهد بن أسد حدثنا حماد أخبرنا ثابت عن أنس قال وقع في تهم جسية جارية جميلة فاشتراها رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبعة أرأس ثم دفعها إلى أم سليم تصنعها وتهيئها قال حماد وأحسبه قال وتعسد في بيتها صفية بن تهيئ حدثنا داود بن معاذ حدثنا عبد الوارث وحدثنا يعقوب بن إبراهيم المعنى قال حدثنا ابن علية عن عبد العزيز بن صهيد عن أنس قال جمع التد يعني بخيبر فجاء جحية فقال يا رسول الله أعطني جارية من السبيل قال اذهب فخذ جارية فأخذ صفية بنت حيي فجاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا نبي الله أعطيت جحية قال يعقوب صفية بنت حيي سيدة قريضة والنظير ثم اتفقا ما تصرح إلا له قال ادعوه به فلما نظر إليها النبي صلى الله عليه وسلم قال له خذ جارية من السبي غيرها وإن النبي صلى الله عليه وسلم أعطقها وتزوجها حدثنا مسلم بن إبراهيم حدثنا قرة قال سمع يزيد بن عبد الله قال كنا بن مربد فجاء رجل أشعط الرأس بيده قطعة أديم أحمر فقلنا كأنك من أهل باد فقال أجل قلنا ناولنا هذه القطعة الأديم التي في يده فناولناها فقرأناها فإذا فيها من محمد رسول الله إلى بني زهير بن أخيش إنكم إن شهدتم أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وأديتم الخمس من المغنم وتهن النبي صلى الله عليه وسلم الصفيه أنتم آمنون بأمان الله ورسوله فقلنا من كتب لك هذا الكتاب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حدثنا محمد بن يحيى بن فارس أن الحكم بن نافع حدثهم قال أخبرنا شعيب عن الزبريم عن عبد الرحمن بن عبد الله بكعب بن مالك عن أبيه وكان أحد الثلاثة الذين تيب عليه وكان كعب بن الأشرف يهد النبي صلى الله عليه وسلم ويحرض عليه كفار قريش وكان النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة وأهلها أصلاق منهم المزلمون والمشركون يعبدون الأوسان واليهود وكانوا يؤذون النبي صلى الله عليه وسلم وأطحابه فأمر الله عز وجل نبيه بالصبر والعفو ففيهم أنزل الله ولا تسمعون من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم الآية فلما أبى كعب بن الأشرف أن ينزع عن هذا النبي صلى الله عليه وسلم أمر النبي صلى الله عليه وسلم فعد بن معاذ أن يبعث رخصا يقتلونه فبعث محمد بن مسلمة وذكر قصة خفله فلما قتلوه فزعت اليهود والمشركون فغدوا على النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا طرق صاحبنا فقتل فذكر لهم النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يقول ودعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن يكتب بينه كتابا ينتهون إلى ما فيه فكتب النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبينهم وبين المسلمين ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر